كتاب الملك المفترس مقدمة الكتاب منذ توليه العرش في عام 1999 أحكم محمد الساد السيطرة تخطع السوفية على الاقتصاد المغربي تمنى استراتيجية الاستحواذ التي يطبعها الفساد المستشري بين المقربين منه يواصل النظام الملكي في المغرب ونحن في عام 2012 فرض الصمت والسرية على تصرفاته وهذا ما جعل تحقيقنا محفوفا بالصعوبات على مدى عدة أشهر التقين أكثر من أربعين شاهدا على التراب المغربي ولكن أيضا في الخارج توقيا للحذر ولتجنب التسريبات لم نكشف في بعض الأحيان لمخاطبين إلا جزءا من مشروعنا ينقسم الذين وافقوا على الحديث إلى ثلاث فيات رجال من الضائرة الأولى المحيطة بالملك أو من المقربين من القصر باستطاعتهم وصف آليات اشتغاله وعاداته ومؤامراته ثم الخبراء الذين لهم الكفاءة اللازمة لفك تلاصم التصرفات والقرارات الملكية في ميادين مثل الزراعة والشؤون المالية وغيرها وأخيرا السياسيون الذين يعرفون بعض المواضيع الحساسة التي أردنا تنغلها لقد وافقوا على الحديث لكنهم اشترطوا ضمان عدم الكشف عن هويتهم وتغيير بعض التفاصيل التي يمكن أن تؤدي إلى التعرف عليهم عدا خمسة منهم قبل ذكر أسمائهم لقد أسست الملكية في المغرب لدى النخب المسير لمفهوم ثقافة الطاعة والانصياع وأدافت إليها ثقافة الخوف عندما يصيب الغضب الملكي أحدا فإنه يدمره اجتماعيا وماليا ومهنيا نود أن نشكر كل من ساعدنا وهم واعون أن تجاوزات الملكية التي قمنا بعصفها تصحق الكشف إنهم يعرفون مشاعرنا الصادقة إزاء المغرب وشعبه لقد عمل كلانا كصحفيين في هذا البلد عملت كاترين جراسي دم ناحية تحرير صحيف للجورنال الأسبوعية المعارضة البارزة والتي أغلقت السلطات فيما بعد فعمدت سنة بالمعرف في الدار البيضاء لقد مكنتها هذه الإقامة أن تتعرف على كواليس السياسة والاقتصاد في المملكة والاحتكاك بالجهات الفاعلة أما إيريك لورون فقد أتيحت له الفرصة في عدة مناسبات ليلتقي الحسن الثاني رأسا لرأس في قصوره المختلفة وذلك لإنجاز كتاب من الحوارات معه تحت عنوان ذاكرة ملك وقد مشر هذا الكتاب في عام 1993 هذه التجربة كانت فرصة استثنائية سمحت له بالرصد الدقيق لعادات القصر وتصرفات أهل البلاد تظل المؤسسة الملكية السلطة الوحيدة في المغرب إنها ماضية في تعزيز سيطرتها حيث استطاعت على مدى عقود أن تحول الحياة العامة والمؤسسات إلى مصرح ظل فقط إن تعصفات الملك يحميها جدار صمت رهيب قررنا تكسيره بهذا الكتاب لقد قمنا بتفكيك آليات هذا النظام دون إغفال العوامل النفسية الداخلية التي جعلت هذا الذي يلقب بملك الفقراء يتحول في الحقيقة إلى ملك مفترس في شهر يوليو سنة 2009 أحدثت مجلة فوربس المفاجأة حين نشرت قائمتها السنوية للشخصيات الأكثر ثراء في العالم ففي الترطيب المخصص للملوك سجل ملك المغرب محمد السادس ظهورا ملفتا بحلوله في الرتبة السابعة بثروة قدرت بـ 2.5 مليار دولار متقدما على منافسين يتغفرون على وسائل ثراء أكثر مثل أمير دولة قطر التي تتوفر بلاده على باطن أرض زاخر بالغاز والبترول أو أمير الكويت الذي تقل ثروته بشت مرات عن تلك التي يملكها ملك المغرب في سنة 2009 كانت الأزمة المالية العالمية التي اندلعت عاما قبل ذلك قد ضربت بقوة مجمل العائدات المالية ولم يفلت منها الأغنياء غير أن محمد السادس الذي تضاعفت ثروته في ظرف خمس سنوات بدأ أنه أفلت بشكل غامض من هذا المصير ما دام أن مجلة فوربس وضعته على رأس قائمة الشخصيات الذين نموا ثرواتهم خلال سنة 2008 يوجد بطبيعة الحال بون شاسع بين وضع القمة الذي ينتمي إليه العاحل المغربي وبين الرتب الدنيا الصحيق حيث تراوح بلاده مكانها ففي التقرير العالمي حول التنمية البشرية الذي يعده برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية والذي غطى الفترة ما بين 2007 و2008 احتل المغرب الرتبة 126 من بين 177 بلدا فيما يخص التنمية البشرية بينما وصلت نسبة الفقر فيه إلى 18.1% الأكثر من ذلك أن أزيد من خمسة ملايين مغربي يعيشون بعشرة دراهم في اليوم أي أقل من أورو واحد والحد الأدنى القانوني للدخل القيومي ليتجاوز 55 درهما أي خمسة أوروات وما يزيد الطينبلة أن المديونية العمومية للمغرب سنة 2008 قفزت من نسبة 10% إلى 11.9 مليار أورو أي بنسبة 20% من الناتج الوطني الخام في ظرف سنة واحدة إن ترتيب مجلة فوربس لم يرفع سوى رقنا من السطار بشكل محتشم عن ضخامة ثروة هائلة هي في الواقع أكبر من تلك الأرقام كما أنه تجاهل الحديث عن الوسائل المستعملة لمرقمتها كما ربطت المجلة تنامي ثروة المالك بارتفاع سعر الفصفات الذي يجعل المغرب واحدا من أوائل منتجه في العالم وهنا لم تكن فوربس موفقة انقلاب اقتصادي على مدى فترة طويلة في عهد الحسن الثاني تعرضت نسبة مهمة من أرباح المكتب الشريف للفصفات بلغت 50% حسب التقديرات للخصم من الميزانية العامة لأجل تغطية نفقات الملك مما جعل الأمر شططا شبيها بذاك الذي تمارسه العائلة السعودية التي تستحوذ على قسط وفر من الحصيلة البترولية بلادي هي ملكي هكذا كان ينظر الحسن الثاني للأمر وقد عمد إلى تطبيق قناعته بحذافيرها كان أسلوبه في الحياة يطبعه الإسراف المفرد إذ كان يحب الطرف والإنفاق المبالغ فيه ومع ذلك فإنه لم يسبق أن ظهر أبدا ضمن شقائمة الشخصيات الغنية وإذا كان ابنه قد حقق هذه القفزة الكمية في ظرف عشر سنوات فذلك لأنه انغمس في ضرب من السطو حيال اقتصاد بلده عبر الهيمنة على القطاعات المهمة أي ما يمكن اعتباره انقلابا اقتصاديا صامتا حيث تم استخدام ظاهر قانوني لإخفاء شطة جسيم في كل مكان عبر العالم يعمد قادة المتسلطون أو ديكتاتوريون إلى تحويل قصد من الثروات الوطنية لمنفعتهم الشخصية وفي جل الأحيان يكون الأمر متعلقا بمواد أولية مثل البترول خير أن هذا النهب غالبا ما يكون خارجا عن القانون أما سوء استعمال السلطة في المغرب كما سنكشف عنه فهو يتخذ طبيعة من نوع آخر تماما ينتصب لوضعية غير معهودة بشكل غير مسبوق فهذا البلد يتوفر بالفعل على كل مظاهر نظام اقتصادي عادي بل وفي بعد جوانبه يبدو متطورا جدا أبناك مقاولات قطاع خاص لكن في الواقع هذه الصورة تنتمي للماضي ففي المجال الاقتصادي المغربي الآن كل شيء مزيف لغرض إخفاء الافتراسات الملكية في بداية القرن العشرين تحدث ويندر الاختصاصي والفرنسي في ميدان الحديد والصلب عن مبدأ مضمونه الخير لا يصنع ضجيجا والضجيج لا يصنع خيرا يبدو أن محمد السادس ورفقاه يعتمدونه الملك هو الآن المصرفي الأول المؤمن والمصدر الأول والفلاح الأول في بلده كما يتحكم في مجالات الصناعة الغذائية والمتاجر الكبرى والطاقة في إطار هيمانة اكتملت بهدوءه لكن اغتناءه المفرطة هو بعد حاشيته قد تكون له عواقب سياسية وخيمة في الوقت الذي يتأثر السكان بأزمة تفقرهم وتجهز على الطبقات المتوسطة ولهذا السبب فإن حاشية السلطان تفضل الصمت والتجاهل المطيات التي كشفتها مجلة فوربس تبعت إجراءات رقابة سخيفة في يوليو 2009 منعت الأسبوعية الفرنسية كورية انترناسيونار من التوزيع بالمغرب بعد أن نشرت مقالا بعنوان ملك من ذهب خالص للصحفية فدوى التوناسي سابق نشره في صحيفة الجورنال الأسبوعية هذا الحماس المبالغ فيه يعكس الهلع الشديد النجم عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بالثروة الملكية لأن الموضوع من بين الطبوهات كما هو الحال مع كل ما يتعلق بشخص الملك لدى اعتلائه العرش عام 1999 أطلق على محمد السادس لقب ملك الفقراء بعد عشر سنوات اكتشف الناس أنه أصبح ملك الصفقات المربحة كما أن ما يثير للسياه أكثر هو كونه يجب أن يعتبر كرجل أعمال والواقع أن احتكاره للسلطة المطلقة يسمح له بسحق كل ملامح المنافسة وبالتالي فإن مصطلح رجل الأعمال يصبح فارغا من كل معنى إن مقارنة سريعة مع ملكيات أخرى ولو ذات طابع دستوري تظهر بجلاء أننا أمام وضع تغيب عنه أخلاقيات الديمقراطية هل نتصور ملكة إنجلترا أو ملك إسباني على رأس أكبر المؤسسات المالية والصناعية والزراعية والمؤسسات في بلدهم تعمل في حالة احتكار لا تكاد تخطئها الأبصار؟ أعرف الثمانية وثلاثين عاما من حكم الحسن الثاني محاولات انقلاب وأزمات مختلفة ولكن الرجل كان كائنا سياسيا شرسا وله غريزة بقاء هائلة في سنوات الستينيات والسبعينيات عندما كانت معظم البلدان المستقلة حديثا تختار نأج الاشتراكي تشبث بذكاء باختيار اقتصاد الصحوق وقام في نفس الوقت بتنفيذ استراتيجية للاستحواذ على الريعة حديقة الملك السرية انتلاق من اهتمامه بمصالحه حرص الحسن الثاني دائما على أن يحصل هو والأسرة المالكة كلها على إيرادات مالية كبيرة ولكن حضوره الدائمة في الحقل السياسي أبعده عن الشؤون الاقتصادية أما خلفه فإنه يظل لغزا سياسيا حقيقيا إنه غير موجود على الساحة الدولية وغائب كثيرا عن الساحة الداخلية لم يوافق أبدا على إجراء مقابلات مع صحفي مغربي ولم يعقد أبدا ندوة صحفية الخلاصة أنه يبدو قليل الاهتمام بالسياسة وببلده أيضا على النقيد من ذلك فهو شديد الحضور فيما يتعلق بأنشطته التجارية الخاصة بل يبدو كأنه ينظر إلى المغرب كسوق خلقت أولا وأخيرا لكي تمتثل لإرادته إن طعم الصفقات والمشاريع المربحة هي الحديقة السرية للملك سر دائب على حراسته مستشاروه وأصفياؤه منذ مدة طويلة ولكن الحديقة لا حدود لها إلا حدود المملكة هذا الافتراس المنغلق على ذاته ينم عن نوع غريب من العمى بينما يتحرك التاريخ في العالم العربي لقد كان السنكار الفساد ورفضه في صلب الشعارات التي رفعتها الشعوب التي أطاحت بالأنظمة الاستبدادية في تونس ومصر وليبيا في المغرب تندد المظاهرات التي تجري في هذه المرحلة بالرجلين المقربين أكثر من الملك لكونهما من يدعو ينفذ استراتيجية الحيمنة على الاقتصاد والسياسة في المملكة وبما أن المناخ العام بالمغرب تحكمها الرموز والإشارات فإن هذا التنديد يستهدف في الحقيقة شخص الملك لأن مهاجماته بصفة صريحة يعتبر انتهاكا غير مألوف ومن هنا ندرك لماذا اشتد غيث المقربين للملك عندما نشرت مجلة فوربس في عام 2009 مبلغا مفترضا لثروته يوم الفاتح من أوت 2009 أقدم وزير الداخلية بأمر من القصر على مصادرة وتدمير آخر عدد من المجلة المستقلة الكيل ونسختها العربية نيشان والسبب هو نشر استطلاع للرأي على المستوى الوطني لمعرفة رأي المغاربة في الملك إنها رقابة بغيدة وسخيفة خاصة أن الشعب عبر عن تقييم إيجابي للجارس على العرش منذ عقد من الزمن حاول الناتق الرسمي باسم الحكومة استعمار صيقة حاسمة الملكية لا تخضع لأية معادلة ربما تزعجها المعادلة ولكن المؤكد أن الأرقام تتحدث عن نفسها وتفصح عن مدلولها ومن هنا نفهم قلق المكلفين بتنفيذ أوامرها المبدأ الأساسي الذي أفرزه النظام في المغرب هو كالتالي كل من له جزء من السلطة هو متملق يسعى بكل ما أوتي من قوة أن يدافع عن الملك لكي يحمي نفسه أفضل عندما نشرت جريدة لوموند نتائج الاستطلاع تم حظرها في المغرب يومين بعد ذلك ثم خضعت لنفس الحظر بتاريخ 22 أكتوبر 2009 لأنها نشرت على صفحتها الأولى رسما كاريكاتوري للرصام المشهور بلانتو يظهر فيه شخصا يرتدي تاجا وأنفه يشبه أنف المهرج وأمامه هذه العبارة في المغرب تجري محاكمة الرسام الكاريكاتوري خالد كدار لأنه تجرأ على رسم الأسرة الملكية المغربية الآن أصبح الرئي العام يسمع صوته في البلدان العربية وهو تغير غير مسبوق يعنقل استراتيجية وأهداف رؤساء تلك الدول إلا في المغرب حيث لازال الملك وأعوانه منهمكين في الافتراس دون خشعة المخزن كلمة تعني جهاز الدولة المحيط بالملك رجال المخزن لهم مبدآن الطاعة العمياء لأوامر الملك وإطلقوا العنان لتلبية الرغبات الشخصية التي يسمح بها الوضع في التساسل الهرمية فالمغرب بالنسبة لهم يشبه منجبا مفتوحا ينبغي استنزافه في اطمئنان نظرا لوجود ضمانة الإفلات من العقاب عالم لا توجد فيه معاني المصلحة العام والمصلحة الوطنية هكذا تحولت السلطة بين يدي الملك المغربي وخاصته الأوفياء إلى شطط مستمر وممارسة دائمة لاستغلال النفوذ الفصل الثاني ملكية تعيش على نفقة رعاياها حسب إحصائيات البنك الدولي لسنة 2009 يبلغ الدخل السنوي الفردي في المغرب 4950 دولارا أي نصف دخل التونسيين والجزائريين في حين أن هذا البلد الفقير المحكوم من دولة ضعيفة هو معين لا ينضب لتلبية رغبات الملك ونزواته لقد منح لنفسه الهيمنة على اقتصاد البلاد مما يسمح له بمراكمة ثروة شخصية هائلة ناهيك عن كون ميزانية الدولة المتواضعة أصلا تتكلف بكل مصاريفه القاعدة الأولى العاهل وعائلته لا يدفعون أي ضريبة والقاعدة الثانية الغمود والصمت ضروريان فيما يخص تحمل الدولة أعباء مصاريف الملك وعائلته إذ لا يمكن أن يثار حولهما أي نقاش الدستور الأول الذي أعده الحسن الثاني سنة 1952 يذكر بأنه للملك قائمة المدنية خمسون سنة بعد ذلك حفظ الدستور المعد من طرف محمد السادس على نفس العبارات المسقولة في الفصل 45 إنه موضوع حساس بالنسبة لأعضاء البرلمان حيث إن كل الفرق السياسية تصوت على ميزانية القصر كل سنة دون نقاش نواب الإجماع لمزيد من الشرح لهذه السلبية الغير عادية قال أحد النواب لجريدة الكيلة المغربية في العدد 156 و 157 عموما عندما نكون بصدد نقاش قانون المالية لا تنتجرأ حتى بالنطق بعبارة ميزانية القصر هكذا يتلقى محمد السادس راتبا شهريا قدره 40 ألف دولار راتب ملكي بكل ما للكلمة من معنى فهو يساوي ضعف راتب الرئيس الأمريكي والرئيس الفرنسي إن المصاريف والرواتب الملكية تبلغ 2.5 مليون أورو سنويا وتشمل الرواتب المدفوعة إلى أخي الملك وأخواته إضافة إلى بعض الأمراء المقربين لا يعرف أحد كيف يتم توزيعها مع العلم أن كل أفراد العائلة الملكية يتوفرون على قوائمهم المدنية الخاصة مقابل نشاطاتهم الرسمية رغم التواضع هذه الأخيرة إن كرم دافع الطرائب المغربي لا يتوقف عند هذا الحد بل إنه يمول بدوره السخاء الملكية وذلك تحت قائمة مخصصات السيادة والتي تبلغ 310 مليون درهم أي 31 مليون يورو تخصص من ميزانية الدولة للملك يعيد توزيعها على من يشاء في شكل هبات ومنع مبلغ نخم لا يمكن مراقبة استعمالاته بأي حال من الأحوال لكونه معلقا بالإرادة الملكية فقط لكن المعروف أنه في عاد الحسن الثاني كان يستعمر لتمويل صندوق أسود من أجل شعاء ولاء بعض الشخصيات السياسية المغربية والأجنبية ومكافأة بعض الفرنسيين أصدقاء المغرب منهم صحفيون وأكاديميون وأطباء ومحامون كل سنة كان هؤلاء الضيوف يتوصلون ببطاقات دعوة من القصر للمشاركة في عيد العرش إضافة إلى تذاكر الطائرات ذهابا وإيابا في الدرجة الأولى في ساحة القصر حيث تتجمع كل الهيئات الرسمية يشكل هؤلاء الفرنسيون فئة خاصة يزينون ملابسهم بالنايشين وتبدو عليهم علامات الرضع ينتظرون دورهم من أجل الإنحناء للملك وتقبيل يده ومع ذلك فهذه الشرذمة لا يعوزها الغرور ولا الحذر تتشبث بامتيازاتها ولكنها تتردد في الدفاع عن الملك عندما يتعرض للانتقاد يغمرهم الحرج ويفضلون الصمت الوحيد الذي كان يدافع بشجاعة عن ملك المغرب هو الصحفي جاك شانسيل على النقيد من ذلك فإن موريس دوريون الكاتب الدائم للأكاديمية الفرنسي الذي كان مصرورا بلقائه مع الملك ولكنه كان يلتزم الصمت والحيط تنتشر القصور الملكية في أنحاء البلاد عددها 12 إضافة إلى ما يزيد عن 30 إقامة يعمل فيها أزيد من 1200 شخص كلهم على نفقة الخزينة العمومية بمقدار مليون دولار يوميا من بين هذه القصور لا يتردد محمد السادس كما كان الحال بالنسبة لأبيه سوى على ثلاثة منها أو أربعة كما أن هناك عدد من هذه القصور لم يقم بزيارتها قد ولكن تتم صيانتها بنفس الدقة والاهتمام البستانيون والخدم والطبخون يعملون وكأن الملك سيباغتهم في أي لحظة حتى وإن كان معروفا أنه مقيم في نفس الفترة في قصر آخر أو في سفر من أصفره الطويلة إلى الخارج العاملون المستخدمون من قبل القصر يكلفون ميزانية الدولة حوالي 70 مليون دولار سنويا بنية عرمية تبدأ من أبسط خادم في القصر حتى أعلى الجهاز المشكل من الديوان الملكي والسكرتارية الخاصة بالملك والديوان العسكري والمكتب والمدرسة الملكية والمصاحات ناهيك عن صيانة ضريح محمد الخائر حيث دفن جده ووالده حظيرة السيارات من جهتها تستفيد من ميزانية قدرها 6 ملايين يورو تخصص لتجديد الأسطول ولكن أيضا لصيانة السيارات الفاخرة التي يملكها العاهل في عهد الحسن الثاني كان الزائر يفاجأ عندما يشاهد كثرة السيارات من قبيل رولس رويز وكاديلاك وبينتلي والعديد من الموديلات الفاخرة وهي مركونة بعناية في مرآب القصر الملكية خلفه محمد السادس لم يتردد في استعمال طائرة عسكرية مغربية من صنف هيراكوليس من أجل نقل سيارته أسطون مارتين دي بي سيفن إلى إنجلترا حيث مقر الشركة المصنعة من أجل إصلاحها في أقصر الأجال يعتبر الملك أيضا زبونا مميزا لشركة فيرار التي اشترى منها العديد من الموديلات أهواء الملك في اللباس من جهتها تكلف ميزانية الدولة 2 مليون يورو كل سنة إذا كان والده يستمتع بتغيير ملابسه ثلاث مرات يوميا مساحما بذلك في صناعة ثروة الخياط الباريسي سمارتلو فمحمد السادس من جهته مولع بالأثواب النادرة حيث قام بحياكة معطف من وبر اللامة لدى خياط من لندن بفاتورة بلغت 35 ألف جنيه نستريني كما تخصص ميزانية مليون دولار لرعاية حيوانات القصر تكلفة أخرى خصصها قانون مالية تتعلق بتنقلات الملك ورجال بلاطه خارج المملكة حيث أفردت سنة 2008 ميزانية قدرها 38 مليون أورو رغم أن الملك له العديد من الطائرات فإنه غالبا ما يحجز طائرات الخطوط الملكية المغربية من أجل سفره مع مرافقه وأمتعاته وأثاثه الخاص البوينغ الملكية توفر على معدات الترف الفاخر ويضم غرفة للنوم وقاعات للاجتماع وأجهزة الرياضية وأجهزة للموسيقى من آخر صيحة في سنة 2006 كانت ساعة واحدة من الطيران لطائرات بوينغ 747 تابعة للخطوط الملكية المغربية تكلفهم 18 ألف دولار والملك غالبا ما يكون مرفوقا ب250 إلى 300 شخص يركبون طائرات بوينغ 747 وطائرتي بوينغ 737 وأربعماء أضافة إلى ثلاث طائرات هيركوليس لنقل الأمتعة والأثاث إذا سارقت الرحلة ثلاثة أسابيع بمعدل ستين ساعة طيران أسبوعيا تناهز الفاتورة ثلاثة ملايين دولار بالإضافة إلى فاتورة يومية قدرها 1.8 مليون دولار لمصاريف إقامة الوفد من الرابع والعشرين نوفمبر إلى السابع ديسمبر 2004 قام محمد السادس مرفوقا بوفد من 300 شخص بالزيارة إلى المكسيك والبرازيل والبيرو والأرجنتين وخلال هذه الرحلة أقام لمدة ثلاثة أسابيع وهو الوفد المرافق له بمنتج عن سياحي بجمهورية الدومينيكان كأنه الفيردوس زياراته الرسمية تتبعها غالبا عطل المطول في باريس ينزل في إحدى إقاماته الخاصة أو في فندق ريلون بساحة الكونكورد أما في نيويورك فيختار إقامة فخرة بمحاذاة حديقة سوندرال بارك الدولة تنفق على الملك بالسخاء كي نفهم إلى أي حد أصبحت الدولة المغربية بقرة حلوبا للملكية علينا أن نعود 35 سنة إلى الوراء في سنوات الستينيات عند اعتلاءه العرش سنة 1961 كان الحصن الثاني لا يملك سوى أربعة قصور قابلة فعل للإقامة قصر الدار البيضاء الذي رمم وتم توسعته وقصر الرباط وقصر إفران في الأطلس المتوسط إضافة إلى الإقامة الملكية دار السلام بنواحي الرباط ونظر الاهتمامه براحته وترفه الشخصي بدأ الحصن الثاني في بناء قصر في الشمال في مرتفعات طنجة تحديدا لكن لم يصره إلا نادرا جدا ثم قصر آخر في جنوب المملكة بمدينة غدير القصر الذي أقام به 24 ساعة فقط خلال 38 سنة من الحكم والكلفة الإجمالية هي 160 مليون دولار في عهده اشتغل 3000 عمل تقليدي على تجديد قصر مراكش وتوسيع قصر فاس الهائل أصلا ثم على إعادة تنظيم وتزيين قصر مكناس وتطوان قصر ثاني سيتم بنائه أيضا في أغادير والآخر سيكون تردده عليه نادرا ثم قصر آخر في مدينة أرفود في الصخيرات على جنب البحر قام الحسن الثاني بتشهيد قصر صيفي تحيط به حضائق وارفة وعلى بعد 40 كم عن الرباط قام بإنشاء ضيعة ملكية ضخمة مخصصة للخيل حيث يمتلك عدد من الخيول العربية الأصلة الرائعة قام بشرائها من جميع أنحاء العالم الحسن الثاني كان قد أوكل كل هذه الأشغال إلى المهندس المعماري الفرنسي أندري باكارد الذي اغتنى على يده قبل أن تسوء علاقتهما لكن تلك الأهواء المعمارية كانت لها كلفة ضخمة لم تكن للحسن الثاني أي رابط في تحملها مما جعله في بداية السنوات الثمنيات وهنا بيت القصيد يقوم بإنشاء وزارة جديدة ستظل مستقلة تماما عن الحكومة سماها وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة وأسندها إلى أحد خدامه الأوفياء والجنرال مولاي حفيظ العلوي لكن ستظل القصور في ملكية الملك لكن إدارتها ستسند إلى هذه الوزارة الوهمية أما تمويلها فهو من خزينة الدولة ولتغفير المزيد من الامتيازات للقصر قام الجنرال مولاي حفيظ العلوي بابتكاء استراتيجية جديدة تقديب جعل خدم وموظفي القصر موزعين على مختلف الوزارات من حيث الراتب كما تم نقل العديد من أطور وزارة المالية والضباط السامي للعمل في القصر بمبادرة من عبدالفتاح فرج الكاتب الخاص للملك سيتجرأ الحكم الملكي على زيادة امتيازاته وهو الذي تنفق عليه الدولة بلا حدود هو رجل مهذب غير مزعج ومرطلع على كل الأسرار الملكية المالية يقال إنه كان كثير الولعب الخمور وكان يسكن بالرباط في فيلا رائع تتوفر على مسبح هوليودي والذي لم يستعمله إطلاقا لكنه وضع بجانبه ثلاجتين ضخمتين مليئتين بقرورات الشامبانيا الفاخرة فكرة عبدالفتاح كانت بسيطة بما أن أموال دفع الضرائب تنفق على الملك فلم لا اغتنام الفرصة من أجل تحقيق المزيد من الامتيازات للملك على حساب الدولة لكن ما لم يكن يدركه هو أنه بفعله هذا كان كمن يلعب بالنار هذه الاستراتيجية المستعملة على مستوى القصور الملكية حينها هي نفسها التي سينتهجها محمد الستدس عشرين سنة بعد ذلك لكن على مستوى المغرب بأكمله لأن ولي العد كان له الوقت الكافي لمراقبة ومتابعة مزايا النظام بكل سهولة ووساطة عبدالفتاح فرج كان يدير الحولدينج الملكي المسمى سيجر فأصبحت فروع هذه المجموعة الاقتصادية هي الممون الحصري للقصور والإقامات الملكية كانت ولا تزال شركة بريماريوس المزودة الوحيدة فيما يخص الأثاث والتزيين إضافة إلى أن كل المواد الغذائية المستهلكة في القصر تأتي من شركات الملك ومزارع التي تقدر رسميا بـ 12 ألف هكتار من أجود أراضي المغرب ويحتمل أن المساحة في الواقع تفوق الرقم الرسمي بعشر مرات على كل حال فهي تشمل أجود مزارع المملكة التي توجه منتجاتها أساسا للتصدير على حساب غيرها من المنتجات المغربية كل هذه الطلبات التي يراب فيها القصر يشتريها بأسعار مرتفعة وتدفع الدولة ثمنها من خلال وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة تظل الزراعة في عام 2011 إحدى الدعامات الرئيسية للاقتصاد في البلاد وهي خاضعة لتقلبات الطقس ولذلك فتأثيرها السياسي بالغ الأهمية حيث قال الحسن الثاني يوما إذا كان علي أن اختار بين نشرة أحوال الطقس وتقرير صادر عن الشرطة فإنني أفضل الأولى لأنها قد تكون متبوعة بتوترات في الواقع كان يولي نفس الاهتمام للإثنين على حد سواء على سبيل المثال لقد قرر يوم المغادرة قصر إفران في صفوح الأطلس والعودة إلى الرباط بالسيارة كان موكبه الطويل يمتد على هذه المسالك الجبلية كأنه عرض مستفز لأصناف النعيم والطرف بعد بدعة عشرات من الكيلومترات قرر الحسن الثاني أن ينزل من سيارة روز رايس ويرك وسيارة كاديلاك فتوقف كل الموكب بسيارته الأربعين أمام مجموعة من الفلاحين الفقراء المشتوهين فانزعج كاتب الملك وقال صاحب الجلال أحب السفر بدون إثارة الانتباع لست أعرف من الذي أخبر السكان بمرورنا هذه بلاد الكذب بلا حدود يعرف كل أفراد الحاشية أن الملك لا يطاق أن يجد نفسه وحيدا ولا يكون محاطا ببعض الرعية حوله ولذلك يصدر الأمر لعبان الأقاليم وعناصر السلطة لتحشد المواطنين على عجل وتصففهم في التجمعات السكانية ينتظرون الساعات الطويلة حتى يمر أمامهم الموكب بسرعة البرق جميع المساهمين في هذه المسرحية تجرعوا يوما شيئا من الغضب الملكي والتقلبات مزاجه التي قد تأصف بمستقبلهم لأن الملك يميز بنظرة سريع حجم الحشود ومنها يستنتج حجم الجهود المبذولة من رجال السلطة فالمساعد الذي يعطي الأمر يخشى غضب الملك والموظفون المحليون المكلفون بالتنفيذ يدركون أن مسارهم المهاني قد يتوقف فجأة خلال هذه الرحلة بين إفران والرباط تتكرر نفس الطقوس في كل قرية أو مدينة يمر منها الموكب الملكي حيث يتوقف الموكب في الضاحية وتنتشر قوات الأمن فيغادر الملك سيارته التي يقودها ليمططي سيارة مرسداز خمسماء مكشوفة حيث يكون واقفا عفي جسيه الخلفي ويحيي الحشود المتراصطة أثناء عبوره في ذلك اليوم كاد الملك يفتح ذراعيه للتعبير عن الحب والإخلاص المتبادل مع رعاياه الأوفياء حتى بدأ المطر يحطل بسرعة وغزارة توقف الموكب مباشرة بعد مغادرة القرية فانتقل الحسن الثاني وقد تبلل وشوه بالمطر إلى سيارة كبيرة كانها منزل متحرك حيث كان ينتظره خمسة من أفراد حشيته حاملين الفوطات في أيديهم وهم يتساءلون في قلق من سعيد الحظ الذي سيختار الملك فوطته أمسك الملك واحدة دون انتباه وجلس على آركة مريحة من الجلب رسمت عليها رموز المملكة وبدأ يمسح وشع سأله أحدهم بتواضع مفرط والفوطة في يديه صاحب الجلالة لقد بل لكم المطر كثيرا فأجابه الملك بابتسامة عريضة لا أبدا ليست قطرات المطر التي تسقط الآن بل هي في الحقيقة سبائك الذهب هطول المطر يبشر بموسم حصاد جيد وهذا يعني السلم الاجتماعي فلنفرح به المزارع والضيعات الملكية تستفيد من السقي بعناية وبالتالي لا تختع لتقلبات الطقس ولكن الحسن الثاني كان قد مرر قانون عبر البرلمان واحتفظ به خلفه يعفي من الضرائب جميع المزارعين ومن ثم المزارع الملكية هذا الإجراء الذي قد يبدو نبينا لا يعني في الواقع الأمر أغلبية الفلاحين في المغرب لأنهم لا يمارسون إلا اقتصاد الكفاف ولكنه يسمح لمزارع الملك أن تجني أرباحا دون أن تؤدي الضرائب للدولة هذا التصرف الملكي المزاجي الذي نعطي عنه فقط بعد اللمحات لا زال مستمرا حتى اليوم في بلد حيث الحد الأدنى للأجور الرسمية هو 200 يورو شهريا بل قد يكون في الواقع أقل من ذلك على الرغم من احتجاج النقابات أنجز المهندس المغربي أحمد بن الصديق مقارنة سريعة انطلاقا من الأرقام الرسمية في سنة 2009 بلغ الناتج المحلي الإجمالي المغربي 90 مليار دولار والفرنسي 2750 مليار دولار وعلى الرغم من هذه الفجوة الهائلة بلغ إشمالي ميزانية القصر الملكي التي تنفيقها الدولة المغربية 228 مليون يورو بينما بلغت ميزانية الرئاسة الفرنسية 112.6 مليون يورو إذن فالمبلغ الموضوع تحت تصرف رئيس الجمهورية الفرنسية يساوي نصف مبلغ محمد السادس إن هذه المقاربة لافتة للانتباه في حد ذاتها ولكن عندما نقسم الرقمين على الناتج القومي الإجمالي لكل من البلدين نرى أن الملكية بالمغرب تكلف 60 مرة ما تكلفه الرئاسة الفرنسية لميزانية الدولة هناك مقارنة أخرى تكشف أن المستقبل في هذه البلاد يحيط به القلق وفقا للأم المتحدة 51% من السكان يقل عمرهم عن 25 سنة ورغم ذلك فلو راكمنا ميزانيات أربعة وزارات التجهيز والنقل والشبيبة والرياضة والثقافة والسكن والتعمير سنحصل على مبلغ 2.26 مليار درهم 226 مليون يورو أي أقل من ميزانية القصر الملكي وحده والتي تبلغ حوالي 2.5 مليار درهم 250 مليون يورو خلال السنوات الأولى من حكم محمد السادس شكل الحرمان والفقر والتخلف المسمن الذي تتخبط فيه عدة منادق من البلاد حقلا متميزا للتحركات الملكية ولأجل شرح المغزى من كثرة التنقل كان محمد السادس يستشهد بوالده الذي كانت تعجبه العبارات الرنانة من قبيل عروش الملوك الهالويين توجد فوق سهوات جيادهم في العصر الحادة تحولت الخيل بقدرة قادر إلى مواكب ملكية ضخمة تتحرك ضمن ماكينة لوجستية معقدة وباهدة الكلفة لكي يقضي الملك لحظات قصيرة في الميدان لأجل زيارة إلى مستشفى أو افتتاح مدرسة أو مركب للأسكن الاجتماعي يشهده غالبا منعشون عقاريون يحصلون على امتيازات من الملك ويدفعون مبالغ محترمة إلى حاشيته كثيرا ما تكون التحضيرات متسرعة وسطحية أولا يجب العناية بالديكور السلطات المحلية تعيد طلاء وجهات المنازل وتصلح الأرصفة المعطوبة وتأتي بالزهور للحضائق ويصيح السكان عاش الملك وهم يقولون في أنفسهم بفضله هو نحصل على متعجز الحكومة عن تقديمه لنا وبطبيعة الحال يجهل الشعب أن الدولة تتحمل تكلفة كل التنقلات الملكية في عام 2008 من ضمن 1.9 مليار درهم 190 مليون يورو التي استاثر بها تم إنفاق 38 مليون يورو على تنقلات الملك داخل البلاد وفي الخارج عندما يقرر المكوثة لبدعة أيام في منطقة ما ينتقل إليها الآلاف من عناصر الشرطة والدرك لتأمينها وإذا لم يوجد هناك قصر ملكي تتم مصادرة المساكن الراقية هناك لضمان إقامة الملك وحاشيته من مستشارين ووزراء متملقين ثم تتحرك مواكب السيارات من القصر الملكي في الرباط أو مراكش حاملة الأثاث والأطباق والطباخين والمطابخ والخدم في بعض الأحيان يتكلف الممول المعروف رحال بتحضير الأطعمة في جميع الإقامات التي يقتنها محمد السادس يوجد نظام تكيف الهواء يبقى مستوى الحرارة مستقرا عند 15 درجة إن هذا الإحسان الملكي الظاهر إن لم نقل المزيف يبقى ذا أثار محدودة المحيط الملكي والسلطة المحلية يجتهدان للحصول أول قبل كل شيء على الردى الملكي ولو استدعى الأمر اللجوء للغش على سبيل المثال قد دشن الملك في الجنوب مستشفى جديدا بمعدات طبية حديثة وبعد التدشين فورا أغلق المستشفى لأن المعدات الطبية كانت مستأجرة فقط للمناسبة هكذا يقوم محمد السادس بإبارات جنمه الإنسانية الرحيم بأقل كلفة بينما الثروة الملكية لا تساهم في التخفيف من معاناة الفقراء هذه الأصفر المكلفة عبر المملكة والتي تتحمل الحكومة نفقتها تترك أثارا صلبية عند العامة البسطاء الذين يشكلون الدعامة الأساسية للمملكة هؤلاء لا يدركون أن الملكة يعيش على حساب تلك الأميرة الذابلة الملامح التي تسمى الدولة ويتوهمون أن انعدام الكفاءة والفسادة طبقة السياسية والمنتخبين وهذا واقع فعلا قدر المقدور أن الأمن الوحيد هو النظام الملكي حتى لو طال انتظار منافعه الملموسة وحسناته وهكذا وتبقى لخبراء البنك الدولي فقد تطور المغرب خلال السنوات الأخيرة من عهد الحسن الثاني الذي اكتمل في العام تسع وتسعين أحسن مما تطور خلال إثني عشر عاما من حكم محمد السادس حيث الهوة بين الأغنياء والفقراء مفاتئة تتفاقم الفصل الثالث من شابه أباه فما ظلم محمد السادس يحكم منذ إثنتي عشرة سنة لقد تميز حكمه في نفس الوقت بالاستمرارية والقطيعة مع ثمانية وثلاثين سنة من سلطة والده فقد اجتهد الحسن الثاني لبناء نظام ملكية محترمة وقوية بما يكفي لتكون مهيمينة على المؤسسات وعلى الشأن السياسي لا زال الإبن محافظا على هذا الطبع المطلق والاستبدادي الذي حرص عليه الأب ولكن يبدو أنه يمارسه في مجالات مغايرة كان الاستبداد الملكي زمن الحسن الثاني سياسيا بامتياز ويهدف إلى ضمان استمرارية النظام الملكي المغربي ينعكس الاستبداد زمن محمد السادس أساسا في مجال الاقتصاد ولا تواكبه أي تستراتيجية سياسية لضمان مستقبل الأسرة الحاكمة التي يجسدها لأجل فهم الانقلاب الاقتصادي والمالي الذي أحدثه محمد السادس يجب أولا فهم شخصيته والعلاقات المتشنجة التي نسجها مع وارده هذا يعني أيضا اختراق الكواليس المحيطة بهذا العالم الخاص غير المكشوف للعين أعلم السلالة العلوية كثيرا ما يكون القرب مضلل لأنه يعطي للمرء انطباعا بالفهم إن النخبة الفرنسية سواء من اليسار أو من اليمين تعتقد أنها تعرف هذا النظام الملكي لأن البلد يقع على بعد ثلاث ساعات بالطائرة من باريس بعضهم يدعى بانتظام إلى قصور وإقامات مراكش وفاس ويستمع لمعلومات سرية مزعومة من طرف أشخاص يفترض فيهم القرب من الملك ولكن خلف الجدران المرتفعة المحيطة بالقصر لازلت تنسج المؤامرات وتحكى التسائس بعناية الرغم تعاقب الملوك تتناسل الشائعات ولكن تغيب الحقيقة في بداية فترة حكمه فكر محمد السادس يفتح للعموم عددا من القصور الملكية إلا أن التفجيرات القاتلة بالدار البيضاء عام 2003 والتي أصفرت عن مصرع 45 شخصا عصفت بالفكرة فتحصن كوارده في تلك القلاع الفاخرة المليئة بالخدم الصامتين وبدأ محمد السادس وكأنه يتقمص شيئا فشيئا شخصية أبيه هذا الأخير كان كلما طرح عليه حد هذا السؤال أي مهنة كنت ستفضل لو لم تكن ملكا؟ سارع بالجواب مؤرخ والسبب واضح فلقد واجه منذ سنه المبكر تقلبات التاريخ وتعلم أكثر من غيره أن السلطة كانت سوف تفلط من بين يديه لو لمساعدت الأقدار ابتداء من عام 1912 خضع المغرب لنظام الحماية الفرنسية في عام 1953 أقدمت فرنسا على خلع السلطان محمد بن يوسف الملك محمد الخامس لاحقا ووالد الحسن الثاني ثم نفيه عقوبة له على مواقفه الإيجابية من المطالبة بالاستقلال هذه الأحداث أثرت في الإبن تأثيرا عميقا في مكان السلطان المخلوع نصبت السلطات الفرنسية من أبناء عمومته سلطانا ضعيفة شخصية ومحمد بن عرفة اضطرت باريس بعد ثلاث سنوات لإعادة محمد بن يوسف إلى عرشه تمهيدا للسقلال البلاد محمد الخامس هو الملك الحادي والعشرون من السلالة العلوية التي تحكم المغرب منذ 1659 وأصبح أول ملك للبلاد في عام 1957 في نفس السنة عين ابنه البالغة 29 عاما والرجل القوي في النظام ولي للعهد وهو قرار أوعز له بأبه هذا الأخير كما أوعز به أيضا مستشاره المهدي بن بركة فكان أول انحراف عن التقاليد يقدم عليه الأمير الذي سيصبح مستقبل الحسن الثاني لأن اختيار السلطان الجديد كان دوما بيد العلماء بعد 40 عاما من الأحداث صرح قائلا لقد أمضيت معظم أيام ملكي أجتهد لتقليل الأخطار المحدقة بالنظام الملكي وهذا معناه بالواضح لقد تخليت وفكرت وهندست هذا النظام الملكي في كل عنصر من عنصره لجعله مستداما وغير خادع للنقاش لقد أصبحت السلطة الملكية تحت قيادته سلطة مطلقة لأن الملك له فيها السلطة الروحية والسلطة الزمنية وكل قراراته تعتبر مقدسة أما شغفه بالتاريخ فقد دفعه للاقتناع أن هذا الأخير ليس له بناء موضوعي مستقل كان الحسن الثاني معجبا بأليكساندر دوما لدرجة أنه دفع شخصيا نفقات ترميم منزله هذا الكاتب هو من قال التاريخ ليس إلا كمشجب أعلق عليه أحداثي وأحمله قصصي ربما كان باستطاعة الحسن الثاني أن أعيد الصيارة هكذا التاريخ هو المشجب الذي يحمل الرموز والمؤسسات التي اخترتها لإدفاع الشرعية على سلطة وتعزيزها بعد وقت قصير من اعتلائه العرش سوف يتنصل من الحداثة ويسعى جاهدا لإعادة إنتاج التقاليد في المملكة ماضيا على نهج المصامرين الفرنسيين ويالهام المفارقة في هذا الصدد يقدم المفكر المغربي عبدالله العروي وهو الذي لم يخفي تأييده لبعض أعمال الحسن الثاني تحليلا منيرا لقد خدعت الإصلاحات النجمة عن الحضور الأجنبي للإزاحة وحدة بعد الأخرى رغم أن أكثرها كانت رمزية انتهى عصر تدريب العقول على السيعاب الحداثة وغاص أمناء الوثائق والمؤرخون في المصنفات القديمة كما فعل الوطنيون من قبلهم ولكن لأغراض مختلفة تماما لقد اجتهدوا في إحياء البرتوكور العتيق كما وصفه بالتفصيل العديد من السفراء والمسافرين الأجانب وعادوا لبنة بعد لبنة تشكيل صورة ذلك المغرب الذي مضع والذي أدعت الإدارة الاستعمارية للسناد عليه لإدفاع الشرعية على إصلاحاتها من عصاني فقد عصى الله يشير العروي أيضا إلى أن إعادة تشكيل المغزن يتبع نفس المنطق الذي تبعه نظام الحماية كما بدأه اليوطي هناك نفس الدور التنظيمي للجيش نفس التشبع بالتقاليد القديمة ونفس الاحترام للإسلام الشعبي ونفس الريبة إزاء سكان الحواضر وكأنهم غرباء ونفس الكراهية للقومية العربية وللمذهب الوهابي كذلك تشجيع الركون والابتعاد عن السياسة والتسهل مع من يسعى لربح المال عام 1994 وجه الحسن الثاني رسالة ملكية إلى المساهمين في ندوه وضمنها هذا الحديث النبوي من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله وهكذا فقراراته لا تخضع للنقاش أو للتحفظ ولكي تكون سلطته مطلقة وشرعيته لجدال فيها فقد ارتكز على ثلاثة أسس الأول هو البيعة يوم اعتلائه العرش يأتي زعماء القبائل وكبار الجيش والشرطة وأعضاء الحكومة والأعيان لتجديد الولاء للملك بالانحناء أمامه وهو على صهوة الفرس هذا التقليد الفريد أصبح تقصا سنويا ليرمز إلى إعادة تأكيد الطاع الثاني هو إدراج فصل في الدستور وهو الفصل التسع عشر الذي يمنحه صلاحيات كاملة بصفته الممثل الأسمى سواء في الميدان الروحي أو السياسي لقد كتب بنفسه المواد الأخرى من الدستور وزع صلاحيات الأطراف الأخرى وقيدها بالسثناء سلطته وقد كرس الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وأدف سلطة الرابعة هي سلطته التي تجعله فوق كل الآخرين الثالث كون جميع النصوص الرسمية سواء كانت من الدستور أو المراسيب الملكية أو حتى إصدار قانون المالية الجديد تتصدرها دوما الإشارة لأمير المؤمنين هذا اللقب السياسي والديني والاجتماعي الذي يجعل منه القائد الأعلى للمسلمين فالفصل التاسع عشر من الدستور الأول الذي سطره الحسن الثاني بنفسه ينص على ما يليه الملك أمير المؤمنين الممثل الأسماء للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها يصر على احترام تعاليم الإسلام واحترام الدستور وهو حامي حقوق وحريات الأفراد والجماعات وهو الضامن للاستقلال الأمة وضامن الوحدة الترابية للمملكة في حدودها الحق يرجع هذا الترقب أمير المؤمنين إلى تقليد يتيح بالإضافة إلى السلطة الدينية والرخية أن يبقى سيدا اللعبة السياسية إنه يسيطر على السلطة التنفيذية ويقوم بتعيين الوزير الأول والحكومة وهم مسؤولان أمامه ويترأس مجلس الوزراء كما أنه يحسم في اختيار رجال القضاء وفي قرارات المشاريع وله سلطة حل البرلمان كما تخضع له كل التعيينات الحساسة كل هذا الاهتمام بالماضي وتقاليد سعاد الملك الحسن الثاني في تدعيم شرعية المؤسسة الملكية ومكنه من أداة لفرض طاعة المطلقة التي يلتزم بها كل فرد من الرعية بعد ظهر يوم خريفين ومتنم من 1996 كنت أن إيريك لورون برفقة الحسن الثاني في أحد الصالونات المجاورة لميدان الخيلة فإذا به يفاجوني بمكاشفة غريبة في السياسة كما في الحياة عموما أعمل الحظ مهم للغاية خذ مثلا أسرة العلوية لقد هاجروا من العربية السعودية وقدموا إلى منطقة تفليلات بالمغرب ولم يكن لهم نفوذ بارس في إحدى السنوات جاءت السراب الجراد فأتلفت المحاصيل فغضب الناس أكثر من الدعاء ولكن الجراد عاد في الموسم المقبل فلجأ الناس آنذاك إلى أجداد لكونهم أشرافا من سلالة الرسول عليه السلام وطلبوا منهم أخذ زمام السلطة ففعلوا سكت قليلا ثم أضافوا وجهه مبتهج فتوقفت غارات الجراد لحسن الحظ كان يتصرف بسرامة كبيرة كلما تعلق الأمر باحترام صلاحياته التي حذدها بنفسه ليتحكم في كل الخيوط ذات يوم في قصر إفران كان عشرون شخصا ببذلهم الذاكنة اللون ينتظرونه في الصالون البعد كان يتحدث ولكن الأكثرية كانت صامتة كانت الساعة تشير إلى الثانية زوالا انتظم الجميع في صف طويل صامت خرج الحسن الثاني بعد ذلك بقليل يستقل الجموع فوقف منتصبا ويده اليمن ممدودة وبدأ الحضور يمرون الواحدة والآخر فيقبلونها في خشوع فجأة الرأاني الملك فقال آه أنت هنا سوف نقوم بجولة في السيارة ستركب إلى جانبي ثم استدار وأشرع على ثلاثة من الحجد الوقفين في صمت قائلا أنت وأنت وأنت أركب خلفي أنتم بدلون لكن حاولوا أن تتزاحموا كنا يوما في إحدى الضائعات الملكية وكان الحسن الثاني قد جهز المكان بصهرج نصطناعي لتربية السمك وقرر في ذلك اليوم أن يقوم بصيد بعد السمك لترويت السلمون المرقط قدم له أحد الخدم قصبات الصيد وهو يرتعش بعد خمس محاولات طلب منه أن يأتيه بقصبة الصيد السوداء حاول مرة أخرى لكن دون نتيجة وكنت أسمعه يتمتم آه السمكات لا تريد أن تطيع عشرة أيام بعد ذلك وهذه المرة في قصر مراكش كان هناك خمسة عشر جنرالا ينتظرون جالسين وهم واجمون في قاعة فخمة مجاورة لمكتبه كان الحذر يطبع العلاقات التي كانت للحسن الثاني مع جيشه منذ المحاولتين الإنقلابيتين لتين استهدفتا فجأة فتح الباب وخرج الملك ثم اقترب من رجل في عمر الخمسين ذي شارب كثيف وضع الملك يده على كتفه ثم ربط بسرعة على وجنته وكأنه يداعب تفلا صغيرا ثم قال إذن هذا هو الجنرال الصغير الذي يرغب أن يذهب في زيارته لأسرته حسنا موافق أن يسمح لك بالذهاب انحن الرجل على رقبتيه وقبل يده حينها قال الحسن الثاني لمرافقيه سأراكم فيما بعد ساعتين بعد ذلك كانوا دائما في نفس المكان ينتظرونه ولكن هذه المرة في ظلام دامس حيث لم يتجرى أحد منهم أن يلامس زر الكهرباء ما دام الأمر السام لم يصدر بذلك الانتظار الذي كان يفرضه عادة الحسن الثاني على ضيوفه كان يفهم كرسلة ملتبسة ووجهة لمن يعنيه الأمر فإذا كانت المدة قصيرة أنها لا تتجاوز ساعتين فمن الواضح أن الضيف المعنية لا يزال يحظى بعطف الملك ثلاثة أربع ساعات من الانتظار كفيلتان بإفهم المعني أن الملك ليس راضي عنه تماما لكن إمكانية العفو تظل قائمة لكن عندما تفوق مدة الانتظار الأربع ساعات فالرجل يوجد حتما في خانة المغضوب عليهم هذا ما حدث أحيانا مع الجنرال أفقير الذي كان يعتبر ذراعه الأيمن حينما كان ينتظره يوما كاملا وكذلك خليفته الجنرال أحمد الدليمي الذي اغتيل مباشرة بعد ذلك لا أحد كان يفلط من هذا النوع من المعاملة بما في ذلك ولي العحد كنا يوما في قصر الرباط وكانت الساعة تشير إلى الواحدة زوالا دخل الحسن الثاني بوجه مكفهر إلى مكتبه متبوعا بمستشارية ومن دون أن يتوجه بالتفاتة أو بكلمة للشاب الصغير الذي كان ينتظر واقفا أمام باب المكتب مرتديا جلبابا تقليديا ويتعلق الأمر هنا بمن سيصبح محمد السادس أربع ساعات بعد ذلك كان ولي العحد لا يزال جامدا في مكانه من دون حراك ومع ذلك لم يستقبله والده خطأ في الكروموزومات ولد ولي العحد سنة 1963 في الوقت الذي كان وليده يمر بظروف عصيبة وهو على وشك مواجهة احتجاجات متصاعدة داخل البلاد بالإضافة إلى محاولة لزعزعة استقرار المملكة مصدرها من الخارج وبالتغط من الجزائر أن ذلك كان مستقبل الملكية في المغرب معفوفا بالمخاطر فرض الحسن الثاني على ولده تربية صارمة تتخللها عقوبات جسدية وكان مراقبا بالسمرار وبقدر ما كان الحسن الثاني يعبر عن تعلقه العميق بأحفاده بقدر ما كان يتصرخ بقصوة مع أبنائه وقد عبر ابن عم محمد السادس الأمير هشام عن هذه العقوبات الجسدية بقوله في يوم من الأيام انتبه الملك إلى أن الخدم كانوا متساهلين مع ولده البكر ومعي أيضا فقال لنا ما قاسيتم لم يكن صرخة ألم حقيقي بل مجرد مصرحية ثم بدأ يجلدنا عشرين جلدة للواحد لم يكن ولي العهد الإبن المفضل لدى وارده كان شابا منفتحا وضحوكا ويتصرف بأذب جم وهي الأوصف التي يبدو أنها اندثرت بالمر بمجرد أن اعتلى العرش سنة 1998 كان الحسن الثاني يعاني من المرض وبدأ يبتعد حتى من أقرب المقربين إليه بما في ذلك المهرجين الذين كانوا يؤنسونه في وحدته ويخلقون له جوا من المرح والتسليع كان يعيش وحيدا منطويا على نفسه في قصره وكان يعرف أن خلافه سيتمتع بفضله هو بسلطات مؤسساتية هائلة بشكل غير مسبوق لكن الموت الذي بدأ يورقه حينها كان يخيم على كل جنبات القصر ما من شك في أن الحسن الثاني كان يشعر خلال تلك الأيام الحرجة من عمره بحزن عميق على هذه القوة العظيمة التي ستنتزع منه وكانت تختلج بين جنوباته غير دفينة من سيرثوها بعده في هذا الوقت أدرك الحسن الثاني الفخ بعد أن قام بنفسه بشطب التقليد الذي كان يخول للعلماء مهمة اختيار وتعيين العهل الجديد للبلاد أصبح الولد البكر مفروضا كولي للعهد لكنه فضل عدم المجازفة فأبقى على هذا الخيار لكن دون حماسة أو اقتناع بسبب خشيته من تعريض الملكية للخطر في الأيام الأخيرة من عمره كان الحسن الثاني يشعر أن الوقت أصبح محسوب عليه بدقة فبدأ يكثر من الاعترافات عن طريق جمل قصيرة بليغة ومعبرة عندما سألته هل أنت مطمئن لمعرفتك أن خلافتك ستتم بشكل مستقر أجابني بصوت لاذع لازلت أتساءل والرغم من كل المظاهر فإن اختيار لم أحدده بعد بشكل نهاي توقف لبرهة وكأنه يريد أن يصاعد من تأثير كلامه ثم أضاف لا أريد أبدا أن تصبح هذه البلاد ضحية لخطأ في الكروموزومات من الواضح أن هذا التعبير كان عنيفا جدا ولكنه عندما رمقني أدونه في مذكرتي لم يطلب مني التخفيف من حدته لم يترك الحسن الثاني لابنه سلطة سياسية مطلقة فقط بل ترك له أيضا قوة اقتصادية ومالية هائلة منذ بداية الثمانينيات من القرن العشرين أمر بتحرير الاقتصاد وبدأ في تنفيذ برنامج للحوصصة هنا أيضا مارس الملك سلطته حيث أن الشركات العمومية المزدهرة أصبحت في ملكيته ولكن ذلك كان يتحقق في كل مرة كما لاحظت الصحافة المغربية الخادعة للقصر وفق المساطر العادية وبموافقة السلطات العمومية طبعا اشترى الملك هذه الشركات العمومية عن طريق مجموعة أونة التي اقتناها سنة 1980 والتي كانت تجتمل على ممتلكات مصرف باريبا في المغرب كانت مجموعة أونة الهولدينغ الملكي المالي حذرة مقوة في كل قطاعات الاقتصاد المغربي فازدد توسعها على مرور السنوات أصبحت المجموعة تتحكم في العشرات من الشركات ففي قطاع الصناعة الغذائية اشترت أونة شركة المركزية للحليب ولوسيور كريستال للزيت وشركة السكر كوسومار وايضا شركة في القطاع المالي والعقاري والصناعة الكيموية والمناجم كان روبرت الصراف أحد المسيري للمجموعة لقد صرح يوما دون أن يدرك خطورة أقواله الفكرة كانت تهدف إلى مغربة أكبر عدد ممك من الشركات الهامة لتنمية المغرب ومجموعة أونة كان لها دول القاطر كان الهدف الرئيسي لفريق إدارة المجموعة وهم جميعا من الحاشية المتملقة أن يسعوا لأرضاء سيدهم الملك عبر تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح كان كل فرد منهم واعي بأن بقاءه في منصبه مرتبط بقدرته على تحقيق الربح بين عامي 1981 و1985 تضعف رقم معاملات أونة سبع مرات ومثلات الأنشطة المرتبطة بالصناعة الغذائية 72% منها من السهل أن نفهم لماذا تضم هذه المجموعة 43 شركة في المغرب وتتحكم أيضا في 86 شركة أخرى ويشكل قطاع الصناعات الغذائية مصدر ربح كبير والسبب بسيط فكل من شركة كوسومار التي تحتكر قطاع السكر والمركزية للحليب التي تهيمن على قطاع الألبان وكذلك لوسيور الكريستال المنتجة للزيت كلها تشتغل في قطاعات تستفيد من دعم الدولة للمنتجات ومبالغ الدعم الضخمة تثقل كاهل الميزانية العمومية وتساهم في نفس الوقت في ضمان أرباح هائلات لهذه الشركات الملكية هذا النظام المعروف باسم صندوق المقاص يساهم في إثراء الملك بينما تم إنشاؤه أصلا للشراء السلم الاجتماعي إن استراتيجية تعون تعكس نفسية الحسن الثاني التي لا تقبل أي نوع من المعارضة لإرادته لقد قم بتعيين صهره فؤاد الفلال رئيس للمجموعة التي ثبرت على إزاحة الشركات المنافسة لها بلا رحمة كيفما كان مجال نشاطها؟ على مر السنين أصبح المغرب بلدا غريبا وصورته تخدع المر حيث فقدت الحياة السياسية معناها كما فقدت قواعد اقتصاد السوق معناها كان الحسن الثاني قد سمح على الأقل لبعض رجال القطاع الخاص أن يطوروا أنشطتهم بجانب أونه أما اليوم فإن الاستراتيجية التي تبناها سلفه ضيقت من هذا الهامش كان الحسن الثاني بطلا في التدخل والتحكم حيث يصنع بنفسه الأدوار ويختار من يلعبها على مسرح الأحداث ورسم بنفسه معالم النظام الملكي وجه بنفس الطريق الحياة السياسية هكذا يحكي كنت أسوق السيارة على الطريق حينما قلت في نفسي من المفيد أن ينشأ بالمغرب حزب شيوعي لإغناء الطيف السياسي ثم التفت إلى عليعة الذي كان يجلس بجانبي وقلت له سوف تنشئ حزبا شيوعيا وتكون أنت قائدة كان يدمر احتقارا عميقا للطبقة السياسية التي يريدها خادعة للأوامر والتي يتم اختيار ممثليها حسب قدرتهم على الخضوع والانحناء هذا ما عبر عنه المهدي بن بارك أستاذه في الرياضيات الذي أصبح معارضه الرئيسي حيث قال لاذعان إذا انحنيت كثيرا وقمت بتقبيل اليد فسوف تمنح المكافأة لك دون شك كان يحب التحكم في الخيوط عن بعد كأنه يلهو بالدم المتحرك ذات ليلة بينما كانت الساعة قد تجاوزت العشرة في قصر الصخرات على بعد ثلاثين كيلومترا من الرياض خطبني قائلا لقد عددت لك مفاجأة رتبت لك عشاء مع الوزير الأول والزعماء الأحزاب السياسية الرئيسية شكرا يا صاحب الجلالة متى ذلك؟ الآن إنهم ينتظرونك قالها والفرحة تغمره فهمت بالانصراف لكنه أمرني بالبقاء بإشارة من يده وأضاف لا داعي للعجرة لم يسمع لي بمغادرة القصر إلا والساعة تقارب الواحدة إلى الربع ليلا فلم ألتحق بمكان العشاء حتى الواحدة والنصف فوجدت رجال مسنين يغالبون النوم على أرائكهم فقلت للوزير الأول محمد كريم العمراني أعتذر على هذا التأخير أجبني المسكين وهو يفرغ عينيه ليستيقظ لا عليك كنا ننتظرك ونحن نتجاذب أطراف الحديث حكم مطلق استبدادي بغطاء الشرعية ورغم ذلك فإن الهزالة الفكرية لدى بعضهم كانت أحيانا تثير السياع ذات مرة بينما كانت الحمرة الانتخابية في وجهها أتى إلى ملعب الغولف متبوعا بابنه سألني هل شاهدت الحوار بالأمس على تلفزيون؟ لا حسنا فعلت فقد كانوا جميعا في مصة والرديئة كيف تريدني أن أقنع الناس بالتصويت إن كان هؤلاء عدمي الكفاءة؟ يا لها من طفرة ديمقراطية رائعة اقترب مني ولدي العهدي حندما كان والده منهمكا مع كرات الغولف وسألني كيف الأمور مع والدي؟ حسنا إنها على ميرام شكرا لك اقترب مني أكثر وقال وهو يبتسم كن حاذرا فإنه مناور كبير في الواقع على الرم من الاختلاف بينهما فالأب والابن ينتميان لنفس الصنف من الرجال أي القادة الذين يعرفون أنهم فوق القانون والمساءلة لقد صنع الحسن الثاني نظام سلطة مطلقة ما فاتئة يثير إعجاب الابن الذي استفاد منها بدوره إنها سلطة استبدادية مطلقة ولكنها تتذثر بغطاء قانوني وبواسطة الدستور الممارسات التقليدية كالبيع وإمارة المؤمنين حيث أصبحت حقوق وصلاحيات الملك مقدسة ولا تخذو للنقاش كان ولي العهد يلاحظ بعناية جميع الاستراتيجيات التي وضعها الحسن الثاني وعراء كل اختيار كانت هناك حسابات شخصية إن أكبر باعث للاعتزاز خلال العهد يقول الحسن الثاني هي هذه السدود التي بنيت في ربوع البلاد لقد بلغ عددها 120 كما استحوذت تكاليفها خلال بعض السنوات على 40% من ميزانية الدولة إلا أن سياسة الصدود هذه كانت تخفي عملية السحواذ على جزء من ثروة البلاد لفائدة الملك كان يختر بنفسه المنطقة التي سيقام فيها السد ويقيم عدد الهكتارات التي سوف يشملها السقي فتصبح عملية نزع الملكية فرصة ثميع لكي تنضاف الأراضي الجيدة إلى الضيئات الملكية وبما أن ثلاثة أرباع المزارع في المغرب لا تتجاوز خمسة هكتارات فإن التحكم في الأرض يسهل على الملك الاغتناع ثم يضع تحت تصرفه منظمة فعالة من الرشوة والفساد في هذا الصدد لا يزعم الخبير الاقتصادي نجيب أقصى بمعرفة المساحة الدقيقة التي تمتلكها شركة الأراضي الملكية دومانغويو لكنه يستطيع مقربتها بحساب بسيط وهو مساحة الأراضي التي اختفت معطياتها من السجلات العقارية بعد استقلال المغرب في عام 1956 كانت تقدر بمليون هكتار وأكثر قليلا ومن المعروف أن من هذا المجموع تمت السعادة 325 ألف هكتار رسميا من أراضي المعمرين المستوطنون الأجانب على عادل استعمار خلال الإصلاح الزراعي من 1963 إلى 1975 ثم بعد ذلك تم تقسيمها وتوزيعها على شكل أجزاء من خمسة هكتارات بما في ذلك خلال فترات التوتر الاجتماعي التي كان الحسن الثاني يرعب في إخمادها ثم كان هناك ما بين 200 ألف و250 ألف هكتار في السبعينيات من القرن العشرين عندما انطلقت عملية المغرب تكلفت باستغلالها شركتان عموميتان ومنهم على التوالي صدية المختصة في الأراضي المغروسة وسوجية المختصة في الأراضي العارية وفي النهاية تبقى مساحة تتروح بين 400 ألف و450 ألف هكتار لم تسترجعها الدولة أبدا والتي تعرضت لعمليات تفويت غير قرونية بين المعمرين والمغاربة هل استفادت منها الأسرة المالكة؟ إذا كان الجواب نعم فما حجمها؟ 56 عاما بعد استقلال المملكة ما زال الغموض مخيما إنه موضوع حساس في بلد زراعي حيث أن أدنى إشارة عن حجم المصادرة الملكية قد تنجم عنه عواقب سياسية واجتماعية خطيرة إن آخر إرث تركه الحسن الثاني لابنه هو قدرته على مطالبة المعونة المالية الدولية ثم استغل الوحدون خجل لتمويل مشاريع له فيها هو وعائلته مصالح خاصة بالإضافة إلى البنك الدولي المشارك في تمويل السدود تبدو فرنسا بطبيعة الحال في طليعة الجهات المانحة سنة 1992 استقبل الحسن الثاني في باريس من طرف فرانسوام ترام مرفوقا بجاك شيراك منذ عام 1990 بلغت المساعدات الفرنسية سنويا مليار فرانك فرنسية هذا المبلغ سوف يتضاعف عام 1995 كانت فرنسا أن ذاك هي المانح الأول القروض للمغرب بنسبة 13% وارتفعت النسبة إلى 19% سنة 1999 كما أنها أول جهة مانحة للبلد ضمن العلاقات الثنائية حيث تبلغ مساعداتها للتنمية 50% من الحجم الإجمالي هناك أيضا فرع برو باركو التابع للوكالة الفرنسية للتنمية له مكاتب في الدار البيضاء يتعامل مع الشركات والمصارف المغربية كمساهم في الرأس مال ومانح للقروض في عام 2001 استثمر برو باركو من أموال دفعي الضرائب الفرنسيين مبلغ 160 مليون يورو في المجموعة المنجمية مناجم التي يملكها الملك لتطوير واستغلال منجم للذهب جنوب شرق أغادير كما استثمرت في نفس الوقت في الطاقة الريحية الخاضعة للملك علوة على كونها شريكا في إبلاين تكنولوجيس وهو صندوق استثماري تم إنشاؤه من طرف بنك الأعمال إبلاين التي يقال إن أحد مساهميه المجهولين هو شقيق الملك الأمير مولاي رشيد ازدار النظام الملكي المغربي إذن في ظل الصمت الفرنسي وسهم رجال السياسة المتعقبون سواء من اليمين أو اليسار في السمرار قد اضطر في الآثم هذا حتى أصبحت القاعدة الذهبية المعتمدة في باريسي عدم الاعتراض ولو أمام تصرفات غير مقبولة وهكذا في غياب النقد والضغط أصبح الملك وحشيته يتمتعان بنوع من الحصانة رغم جميع التجاوزات التي يرتكبونها إذا كان ستالين قال يوما أعطني رجلا أصنع منه محاكمة فالحسن الثاني كان بسطعته تغيير الجملة أعطني رجلا أصنع منه متملقا إن رؤية العديد من الشخصيات الفرنسية وهي تتزاحم في حفلات الاستقبال التي كان ينظمها كل سنة منغر يبعث على الحزن في الحادي والثلاثين من ديسمبر كل عام كان يقيم حفلا للسقبال العام الجديد وكانت مئات السيارات تأتي بالضيوف إلى رحاب القصر المضاءة فيقفون فاغرين أفواههم من شدة الدهشة لقد كنت حادرا بنفسي أن إيريك لورونفي واحدة من تلك الصهرات وأستطيع أن أشهد أن المنظر كان مقززا رجال ونساء ببذر وفساتين فاخر يملئون بنها من أطباقهم بالكفيار وكأنهم يخشون المشاع عند نهاية مأتبة العشاء يطوف وفريق من الخدم حملين أطباقا من الهدايا فيتسابق الضيوف لأخذ أكبر قدر ممكن منها قبح الله الطمع لم يكن الحسن الثاني يظهر في الحفلة ولو للحظة واحدة ولكن لا شك أنه كان يراقب عن بعد هذا المنظر ويشعر بالارتياح فيزداد ازدراؤه لطبيعة البشر ويزداد احتقاره الدفيل الغالبية العظمى من الناس الفصل الرابع مملكة الأصحاب واللئام أول زيارة قام بها محمد السادس للخرج كانت بدون أدنى مفاجأة إلى الضيار الفرنسية وقد جرت من التاسع عشر إلى الثاني والعشرين مهار السنة الفين أي ستة عشهر بعد تنصيبه ملك للميلاد وذلك عقب زيارة خاطفة ضمت ما ينيف عن عشرة أيام نزل فيها بالمنتجع الفرنسي كورشوفيل حيث يمتلك هناك شاليها خاصا لقد كان الرهان في منتهى لهمية بالنسبة للملك الشاب إذ كان يرهم من جهة كسب ود الرأي العام الفرنسي ومن جهة أخرى إبراز قطيعة واضحة بينه وبين عهد والده الموشوم بالانتهاكات الخطيرة والصارخة لحقوق الإنسان وقد اعتمد في تحقيق هذا المراد على بعض الشخصيات الفرنسية الموالية له كالصحفي جاماري كفعداء الذي قام بتدبير لقاء غير رسمي بينه وبين زمرة من الصحفيين في أحد أفخم الفنادق البارسية وقد تهافت العديد من الإعلاميين المرموقين للمجيء إلى هذا اللقاء يحدوهم فضول كبير للتعرف على الملك الجديد عبر دردشة مباشرة معه جرى ذلك فعلا في جو هادئ مريح نتسم بالبساطة والثقة المتبادلة وبدل أن ينتهي اللقاء كما كان محاددا له سلفا في وقت لتعدى 15 دقيقة طال وتمدد إلى ساعتين ونصف أمام هذا النجاح تشجع جاماري كفعداء وسأل فؤاد عاري الهم صديقة فولة محمد السادس والوزير المنتدب في وزارة الداخلية لماذا لا يرتب لملكه مع الصحفيين الفرنسيين لقاء رسميا على أكمل وجه تفاجأ الهم بهذا السؤال ورد على السال بما معناه لا تفكر في ذلك أبدا فنحن نخشى إن فعل ذلك أن تشوه صمعته وتتضرر صورته هذا الرد الغريب له من الدلالات ما يثير في المرأ كثيرا من الحيرة والدهشة وهو ما غد بالفعل عددا من الإشاعات التي راجت حول ضعف وتواضع قدرات الملك الفكرية كما أنه أشر إلى تغيير واضح في البلاد بحيث أن رجل وزن في بلاد الحسن الثاني تراجع فجأة إلى الصفوف الخلفية ويتعلق الأمر هنا بأندري أزولاي المعروف عنه تبجحه الدائم بجملة قال لي الملك أزولاي هذا شيوعي قديم يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية وسبق له أن اشتغل في المؤسستين باريبا وأوروكوم وقد عرف عنه تألقه في مجال الأعمال واكتسبه لعلاقات جيدة ونافذة في الإعلام الفرنسي عينه الحسن الثاني مستشرا له سنة 1991 وكان بذلك أول يهودي يحظى بالحصول على هذا المنصب وقد عمل في السنتين الأخيرتين من عهد الملك الراحل على الدفع في اتجاه القيام ببعض الإصلاحات مطاردة الساحرات منذ الشهور الأولى لتنصيبه على العرش بدأ أن من أولويات الملك الجديد المبادرة إلى الإعلان عن حرب متردد الساحرات ضد رموز العهد الحسني البعد وقد كان المستهدف الأول والرئيسي من هذه التصفية هو إدريس البصري وزير الداخلية الحسن الثاني الذي صال وجال في متاهات الحكم والطغيان على امتداد ثلاثة قرون والذي اشتعر بألقابه المخزية التي لا حصر لها من قبيل الصدر العظم ورجل تنفيذ الأعمال الدنيئة ورمز سنوات الرمر والرصاص إلى غير ذلك من النعوت التي كانت تطلق على ذلك المخلوق القصر الخنوع ذي البسمة الحيوانية الباردة وصاحب الجلد الأصمر المدبوغ من شدة تعرضه للشمس طوال حصص الجولف التي كان ليكل أثناءها من الهرولة المتمسكنة خلف سيده لقد حشر هذا الوزير القوي أنفه البوليسية في العديد من الملفات السياسية والأمنية الحساسة للبلاد علوة على إحاطته الدقيقة بالحياة الخاصة للعائلة الملكية التي لم يكن ليحرم نفسه من متعة التجسس عليها أولا بأول لحساب ولي نعمته وهذا بالذات ما سيؤدي ثمنه غاليا بعد رحيل صنعه فقد جاء على لسان الأمير مولاي هشام بن العم الممقوت من الملك ورجل الثالث من حيث التراتبية على خلافة العرش بأن البصر استشعر أفول نجمه يوم وري جثمان الحسن الثاني في التراب لقد وجدته محبوسا في غرفة محصورا بين جنرالين أحدهما كان هو قائد الدرك الملكي الجنرال حسن بن سليمان فشاهدتهما يعني ثانه ويمنعانه من الخروج إلى آخره لقد كان احتقار الجنرالين للبصر على نفس الحجم الاحتقار الذي كان يكنه له محمد السادس إذ كان يرى في وزير داخلية أبيه مجرد سجان سافر يتصرف كالعبد تحت أوامر سيده وهكذا أقل من مهامه وانتهت أسطورته المقيتة يوم التاسع من نوفمبر 1999 وقد حكى عسكري سنين بعد ذلك أنه شاهد بأم عينه صناديقا من الكارتون مملوئة بالوثائق والمستندات تغادر مقر وزارة الداخلية وتشحن في شاحنات وتتوجه إلى مكان معه هل أخذ البصر أسراره معه إلى الأبد؟ ذلك سر دفين ربما لن يحتك حجبه أحد أبدا لقد أنهى الرجل القوي حياته في المقاطعة السادسة عشر بباريسه على حال مزرم من الخيبة والمرارة باستثناء أبنائه الذين دائبوا على زيارته فإن بعض الصحفيين الفرنسيين كانوا يزارونه بين الحين والحين وكانت تلك فرصته الوحيدة للتنفيذ عن همومه وتفريغ حقده ضد محمد السادس وحاشيته ورغم أنه هدد مرات عديدة بكشف المسطول عبر نشر مذكراته إلا أنه على غرار كثير من الرجالات الحاشية لم يجرؤ على تنفيذ تهديده والمؤكد أنه لو فعل لكان حرر مسودة ضخمة طويلة وهكذا انطفأ في الظل يوم السابع والعشرين أو تلفين وسبعا عمر يناهز الثامنة والستين فنقل إلى المغرب ودفن في مقبرة الشهداء بالرباط بعد يومين من وفاته أما خادمه الوفي الذي تبعه إلى منفاه والذي كان يتكلف بتنفيذ كل المهام المطلوبة منه فقد ترك لمصيره الحزين في إحدى مدن فرنسا بدون مال ولا معين أحد العميدة القوية الأخرى للنظام السابق عرف مصيرا أحسن بكثير من مصير إدريس البصري محمد المديوري المكلف بأمن قصور الحسن الثاني كتبت عنه مجلة الكير سنة 2010 ما يليه في ربيع سنة 2000 بينما محمد السادس في زيارة رسمية لمصر صدر بلاغ المقتدب من القصر يعلن بأن المديوري عفي من مهمه كمدير للأمن الملكي على غرار البصري حشر المديوري أنفه في الحياة الخاصة لولي العهد ورصد كل حركاته وسكناته وزاد في الطين بل أنه مباشرة بعد أفاة الحسن الثاني أقدم على الزواج بلاطيفة أرملة الحسن الثاني أي والدة محمد السادس وحسب الصحفي جان بير تيكوا الذي كان يعمل في صحيفة لوموند الفرنسية والذي نشر في سنة 2001 كتابا بعنوان آخر الملوك لدارني هواء وهو كتاب الموثق ونثار سخط القصر فإن شخصين من رفاق ولي العهد كان يستاصيان على الأمن الملكي أولهما ضابط في الدرك الملكي برتبة قبطان في مثل سن سيد محمد كان يسمى قيد حياته مولاي عبد الرحمن كتب له أن يفرق الحياة في حادث سير غامدة الظروف وثانيهما مواطنة باكستانية تسمى مريم كانت متزوجة بأمريكيين عتنق الإسلام كانت تحذى من ولي العهد برعاية خاصة أشيء الذي أثر قلق المخابرات المغربية سيما عندما لاحظت أن زوجها هذا كان كثير التردد على السفارة الأمريكية وأنه علوة على ذلك وهذا أخطر ما في الأمر كان يدأه ولا تدوين مذكراته الخاصة كما أشرت كوافي كتابه كذلك إلى أسرة إيطارية تسمى أورلاندو حيث كانت تحركات كاترينو بالأخص خخويها فريدريك ودومينيك محتى مراقبة من طرف الأمن الخاص بالقصر الملكي وقد لقي نفس المصير رجل آخر من دعائم العهد السابق حيث أزيح عن منصبه بسرعة ويتعلق الأمر بعبداللطيف فرج الكاتب الخاص للحسن الثاني والمؤتمن على ثرواته وإدارة أعماله والذي كان مطلعا على الكثير من أسرار وألغاز تلك الثروة حارص العهد الجديد أن ذاك أن تظل تصفية الحسابات هاته طي الكتمان والسبب هو الحفاظ قدر الإمكان على العذرية التم التي يتمتع بها محمد السادس الذي تميزت خرجاته الأولى كملك بارتباك مؤثر وقد اجتهد أفراد من الحاشية المقرب بتعداد مناقب الملك الجديد والمبلغة في امتذاح أسلوبه في الحكم وتقديمه في صورة حاكم اللطيف يتوخى البساطة في نمط حياته ويميل عاطفي إلى الفقراء والمعوزين من رعيته غير أن الحقيقة بطبيعة الحال هي غير ذلك والواقع إنه كان قد عرض عن صلف وعجرفة أبيه فإنه بالمقابل يعشق البذخ ويحيى حياة سلطان سلطان من سلاطين الحصور الحديثة فهو يصر كل يوم تقريبا أن تصارد سياراته الفاخرة أمامه وعددها يناحز العشرة لكي يتملى ثم يختر أي منها يركب هل الفراري أم أستو مارتن أم أيباك وحيثما يختر أحدها ويركبها ينادي أحد المتملقين من حاشيته ليركب جانبه فيفهمه أنه أكثر حظوة من غيره وتلك عادة لازالت سرية المفعول إلى اليوم مملكة الأصحاب لقد بدأت زمرة من الشباب من سن محمد السادس تتسلم زمام البلاد معودة تدريجيا كهول العصر الحسني الذي رمي به من العهد الجديد إلى الهامش محدثا نوعا من القطيعة في الأسلوب من هم هؤلاء الشباب إنهم أحيانا أصدقاء الملك أيام طفولته وأحيانا رفقاء الصهر والصمر عندما كان وليا للعهد نظر لشبابه العصيب وعلاقته المتشنجة مع أبيه إضافة إلى كون والدته تتقاسم حياتها اليوم مع رجل آخر فإن محمد السادس ليس مطمئن النفس ولا يقبل أن يكون محل اعتبار أو تقييم إنه يحب أن يعامل كما هو وكفى ويتضايق من كل نبرة نقدية ممن حوله وبما أنه يفتقر إلى رباطة الجاش وقوة الشكيمة فقد دحات نفسه بأفراد من طينته هكذا يشرح لنا أحد العارفين بالمغزر المغربي إن أصدقاء الملك ينقسمون في الحقيقة للشبكتين مختلفتين الأولى وهي الأكثر شهرة هي زمرة المدرسة الملكية التي أنشئت في عام 1942 في عهد الحماية الفرنسية في تلك الفتر أراد السلطان محمد الخامس أن يمنح لابنه الحسن تعليما تقليديا وغربيا في نفس الوقت ثم أنشأ الحسن الثاني بدوره عام 1973 فصلا دراسيا لابنه مكون من 12% من أوسط اجتماعية مختلفة منها الميسور ومنها المتواضع وبالأضافة إلى تفوق الدراسي كان المعيار الثاني لاختيار الأطفال هو أخلاق الأسرة حيث عكفت المخابرات على تدقيق في ماضيها لكي لا يجد ملك المستقبل نفسه يوما محاطا بأبناء السفل وذوي السوابق بعدما تولى محمد السادس السلطة رسخت لدى زملائه رؤساء الدول سمعة ملك كسول نظرا لعطلاته الطويلة الأمد في الخارج وغياباته المتكررة عن المؤتمرات الدولية وعلى كل حال فقد عرست فيه أيام الدراسة انضباطا صارما كان الاستيقاظ كل صباح على الساعة السادسة تدخو ساعة تلاوة القرآن قبل الإفطار وكان الأسبوع ممتلئا بـ 45 ساعة من الدراسة الامتياز الوحيد الذي انتزعه ابتداء من عام 1977 وهو الضعيف في مادة الرياضيات هو ترهم البرنامج الدراسي مع ميوله الأدبية وسيكون لهذا التغيير في المنهج الدراسي أثر عميق جدا على مسار الملك المقبل لقد تسبب في رحيل تلميذين موهوبين في الرياضيات وتعوذيهما فورا بآخرين سوف يصبحان مع مرور السنوات أقرب الرفاق وعز الأصدقاء لمحمد السادس إنهم محمد رشد الشريب المنحدر من مدينة ورززات في جنوب المملكة وفؤاد علي الهم القادم من منطقة مراكش كلهما من عائلات متواضعة ويدركان تماما حجم الفرصة المتاحة أمامهما كانت علاقة الهم والشريب مطبوعة بالمنافسة الأدبية بل إن مناظراتهم الكلامية كانت بين الفينة والأخرى تتحول إلى عراق عنيف في لحظة غضب يستياء من تصرفات منافسه الهمة صرخ الشريب يوما في وجه الملك سوف ترى هذا الرجل سيقضي عليك أوما إنه أسوأ من أفقير هذه المقارنة في غاية الخطورة بعد سنوات طويلة من الولاء والأفاء حاول أفقير في أهو تلفين تسعمائ واثنين وسبعون الإتاحة بالنظام الحسن الثاني في انقلاب عسكري لم ينجح فلقي حتفه في عملية انتحار مدبرة وسرعة بينما اعتقلت زوجته وأطفاله الستة في سجن سري يقال إن رشد الشريبي أبعد عن القصر لبعض الوقت على إثر هذه المشاجرة وهذا التحذير وهذا تصرف مألوف لقد دفل حداهي فؤاد علي الهمة في نهاية المطاف في فرض نفسه كأقرب صديق لمحمد السادس وأكبر مؤثر عليه كما أبان عن قدرة عجيبة في نصر الفخاخ الغامضة لمنافسيه في صيف عام 2011 استطاع على الأقل مؤقتا أن يهمش منافسا إضافيا وهو محمد المعتزم وهو رجل قانون مرموق ومستشار ملكي يحظى بالتقدير ذلك أن المسكين بلغ التهور أن تحدث عبر الهاتف بقصوة عن حزب الأصالة والمعاصرة الذي أنشأه محمد السادس من الصفر ويقوده الهم لمواجهة إسلامي حزب العدالة والتنمية خلال فترة تدريبية دمت عدة سنوات في غزارة الداخلية تحت قيادة أدريس البصري تعلم فؤاد علي الهم تقنيات المخابرات لا يبدو أنه ترك انطباعا متميزا لدى معلمه السابق الذي لم يكن يتحمله إلا على مدد وقال عنه عندما انتقل لمنفا في باريس إنه لم يكن مواظبا في العمل وكان يفضل الصهرات مع ولي العد على عكس السين المنصور الذي كان مواظبا هذا الأخير درس أيضا في المدرسة الملكية وهو اليوم الذي يصير المخابرات الخارجية المغربية كان لفؤاد علي الهم سمعة عاشق الصهرات فالرباط كان ولي العهد وأصدقائه يرتدون بانتظام نادي الراقي يدعى أمنيسيا كان لفؤاد شقة في الطبق العلوي ومصعد خاص وهكذا كان الملك المقبل ورفاقه يلجأون إلى مربع كبار الشخصيات دون المرور عبر مدخل العمومي كانوا يأتون وكأنهم نزلوا للتو من صاروخ هكذا يتذكر أحد المشرفين على النادي كانت تلك الصهرات مما أزعج كثيرا الحسن الثاني حتى صرخ يوما وعبر عما يجيش في صدره لما علم أن ابنه مقبل على تعيين الهم مديرا لديوانه إنه يحتاج لأناس جديين أما الأصدقاء فيكفي لقاءهم في الصهرات ومع ذلك قبل وفاة الحسن الثاني بوقت قصير بدأ الهم في حبك الدسائس وراء الكواليس لفائدة الملك المرتقب وفقا للصحفي المغربي وكاتب الرأي الشهير خالد الجامعي بدأ صديق ولي إلى حد يتصل بالصحفيين ويحدثهم عن الصفات الحميدة التي يتمتع بها هذا الأخير شاب عصري ومتسامح ومتحمس للديمقراطية لقد انطلقت الحيلة على الصحافة قبل أن تنتبه بسرعة إلى تهورها كانت بدعة انتقادات لمحيث الملك كافية ليتكبد من أطال لسانهم العقوبات القاسية منع الصحيفة المعارضة للجرنال في أكتوبر 2000 إغلاق المجلة الصخرة دماء سنة 2003 والحكم على مديرها بالسجن ثلاث سنوات هذا الحكم الذي تحول بعد سنتين إلى حكم بمنع ممارسة مهنة الصحافة لمدة عشر سنوات وهي سابقة عالمية حسب شهادات متطابقة لعدد من الصحفيين لاعب فؤاد علي الهم دورا فعال لتشديد من الحصار علي الصحافة صورته سيئة للغاية لدى الرأي العام المغربي الذي يحمله مسؤولية الجوانب القمعية والسياسية المظلمة في عهد محمد السادس منذ هذه الحلقات وعلاقاته متوترة مع الصحافة المستقلة ولا تتحسن مع أفراد المحيط الملكي الآخرين ومع كبار الموظفين كانت له مشاجرة عنيفة مع فاضل بن يعيش أحد المقربين من الملك ولكن حياة المحيطين بالملك تتأثر دوما بمزاجه وبنزواته والهم نفسه ليس استثناء وقد سبق له الراحة ضحيتها في عام 2005 غضب عليه الملك عدة أشهر جمعه خلالها لقاء صاخم مع المدير الجديد لمراقبة التراب الوطني عبداللطيف الحموشي حيث اعتبره الهم سب تهميشه واتهمه بالتجرسس عليه في الفنادق القصر عالم غريب حيث الكراهية لا تعرف النسيان مملكة اللئام ثروة الملك الضخمة يديرها كاتبه الخاص محمد منير الماجيد الذي هو الآخر على غرار فؤاد علي الهم منبوذ من طرف الشعب سمعته سيئة ويوصف بأنه عديم الضمير على عكس غريمه الهم لينتمي المجيد إلى فريق زملاء الملك في الدراسة ولكن من عصابة أخرى ليست أقل شأن بالنسبة لمحمد السادس هم أستقاء واحد من أعز الناس إليه إنه ابن عمته نوف العصمان الذي وفته المنية مبكرا بسبب المرض سنة 92 نوف العصمان هو نجل للا نسها كبرى شقيقات الحسن الثاني التي توفيت في حادثة سير عن سن نناهز السادس والثلاثين وهي زوجة السياسي أحمد عصمان الذي سيصبح فيما بعد رئيس حزب ووزيرا أول عصمان الابن عاش وتربى في الولايات المتحدة الأمريكية بعيدا عن فلق المخزن ويقال إنه هو من علم ولي العحد رياضات التزلج والجيسكي على وجه التحديد لقد أصبح الملك فيما بعد مدمنا على تلك الرياضة إلى درجة أن فنانا صخر ممنوع من الظهور على التلفزيون المغربي منذ 20 سنة يدعى بزيز أطلق عليه لقبا موفقا ساما جاسكي في الحقيقة إن حاشية نوفر التي تتكون من خمسة أو ستة أفراد من المهوسين بالحفلات كانت متنفسا لولي العهد للخروج من أجواء المعهد الملكي وزملاء الدراسة الذين كان يقضي بجوارهم كل أوقاته يروي أحد أصدقائهم آنذاك يؤخذ منتقدون مجيد عليه مستواه الثقافي الهزيل لكنه أبعد من أن يوصف بالغباء ذلك أنه بفرل تفوقه الدراسي تسلل إلى دوائر القصر وبالضوط عند مجلز المستوى المتوسط الثاني ابتدائي في مدرسة عمومية عادية وكان ورد نوفر قرر في تلك السنة إنشاء مدرسة خاصة في منزلهما لكي يكون ابنهما محاطا بأطفال المختلفين من النخبة الرباطية من المدارس الأخرى أي أنهما أراد تقليد المدرسة الملكية وحرص أن تكون معايير الولوج إليها بدورها صارمة للغاية من حيث التحصيل الدراسية محمد عثمان صنيعة الحسن الثاني الذي طبع حياته السياسية كلها رجل مخلص لكنه أيضا متملق بامتياز قراره هذا لإنشاء مدرسة تشبه المدرسة الملكية خير دليل على تقليده العامل شخص يدين له بكل شيء هكذا إذن سيغادر محمد منير المجيد بيت أسرته وسينتقل بعد قبوله إلى بيت عائلة عثمان وهو الرحيل الذي سيغير حياة الفتى رأسا على عقب كان ولي العهد ابن عمته نوفل في نفس السن الأول يتردد كثيرا على بيت الثاني وكانت هناك حاشية المدرسة الملكية تستحبه فكان اللقاء الأول بين الملك المقبل والمجيد الذي كان خجورا خلال تلك اللحظات بعد سنتين في الولايات المتحدة حيث حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال ودراسة في الإعلاميات في سترسبرغ عاد المجيد إلى أرض الوطن حيث بدأ حياته الميهنية كتقنقرات في الحلديق الملكية أونى ومنه إلى صندوق الإداء والتدبير وهنا سيعود مرة أخرى إلى الاحتكاك بمحيط الأمير وبدأ يحضر بانتظام لصعاراته إلى أن عينه سنة ألفين كاتبه الخاص وكما هو شأن بالنسبة لحاشية المدرسة الملكية فإن محيط نوفل كان يشهد خروبا داخلية دفع ثمنها حسن البرنوس الذي ينحضر من عائلة رباطية ميسورة بالرغم من أنه كما يشهد بذلك أحد أصدقائه كان أكثر أصدقاء نوفل إخلاص لولي لحد إلا أن حصوم البرنوسي أقنع الملك الجديد عندما تولي الحكم سنة 1999 أنه بسطت التخطيط لمؤامرة بدعم من جهات فرنسية للإستلاء على الخيرات الاقتصادية المغربية شاهدنا لم يقدم دليلا على قوله إلا أن ثمت ما يؤكد زعمه وهي شائعات كانت أطلقت ما بين 97 و 98 مفادها أن حسن البرنوسي كان يستعد لشغل منصب صاحب الخزينة الكبرى ولكن في الأخير فإن محمد منير المجيد هو الذي استأثر بهذا المنصب بعد أن سقط غريمه في لائحة المغضوب عليهم أحد أصدقاء المجيد فضل هو الآخر عدم الكشف عن اسمه يتذكر أن صديقه بدأ بالفعل يمسك بزمام السلطة عندما تم تعينه كاتبا خاصا للملك فيقول أود أن أقول أنه مدين للتطور السريع الذي طرأى لهذا المنصب في عهد الملك محمد السادس فالكتابة الخاصة أصبحت تلعب في ذات الآن دور بنك خاص وعيدا مهمة تطوير العلاقات خصوصا مع الإماراتيين والقطريين كما هو شاء بالنسبة للشيخ حمدان الذي سيصبح ولي عهد إمارة دبي إذ أن محمد السادس لم تكن لديه ثاقة في إدارته العمومية ولذلك يطلب كل مرة من كاتبه الخاص أن يستقبل هذه الشخصية أو تلك من دول الخليج لقد تعلم المجيد بسرعة لا يترك وراءه بصماته التي قد تورطه بعدما وجد نفسه أمام مهم حساسة ومحاطة بأعداء منه فؤاد على الهم الذي ينصب له الفخاخ يروي أحد الأشخاص الذين تعاملوا معه ليس لديه بريد إلكتروني ولا يرسل الرسائل القصيرة للجواب على التي يتوصل بها ولا يترك رسائل مكتوبة أبدا والأهم أن المجيد يرتجف خوف من أدنى تعكر في مزاج سيده صاحب الغضبات الشهيرة والتي يرافقها الضرب واللكم في بعض الأحيان إن العلاقات التي تربطه بالملك تتأسس على ارتباطات متبادلة فؤاد علي الهم ومجموعة المدرسة الملكية ومنير المجيد وفرقة نوفل أصدقاء صاحب الجلالة يحوزون في أوائل السنوات ألفين مفاتيح كل المناصب الهم في المملكة باستثناء المجال العسكري البحت في باريس والرباط على السواء قد أولئك الذين يحذرون من المخاطر النجمة عن امتلاك السلطة باعتماد مقاييس المحسوبية تتفوق على الكفاءة هذا ما فعله نواب الذي يحرس على كتم هويته ولكنه دق مبكرا ناقوس الخطر قائلا هو النجاح النسبي لمن قدوا جزء من حياتهم ينظمون الصهرات وليس لديهم أي خبرة حكومية ليست لديهم فكرة سواء كانت سيئة أو جيدة عن ممارسة السلطة هذا النجاح النسبي يصيبهم بالغرور ويعتقدون أنهم قد فازوا في المعركة إن هذا النظام لا زال يبحث عن نفسه وليس بقادر على تغيير عميق وأصيل تحليل استشرافي جدير بالتأمل الفصل الخامس بلاط الملكي أم حلبة صراع مع بداية حكم محمد السادس كانت أوضاع شركة أونى التي تعود ملكيتها للملك وعائلته كارثية فقد اضطرت سنة قبل اعتلاءه العرش إلى اقتراض خمسمائة مليون درهم من البنوك لتبعد الخطر الذي يشكله عثمان بن جنلون أحد كبار المستثمرين بمحاولته شراء أغلب شركة S&E هولدينج ملكي آخر المتوفر في البورصة خلال السنتين من 1999 إلى 2001 ستتخبط أونى في مجموعة من المشاكل بسبب السياسات الكارثية لمديرها العام مراد الشريف يلقبه موظفوه بمراد الثاني فيشار للسلطان العثماني مراد الأول مراد يعيد انتج سلوكيات المخزن مذعن منباحة حن مع الأقوياء وبغيد ظالم مع الضعفاء كان لا يخشل أن يترك بعد أعضاء مجلس إدارة الشركة دانون ينتظرون أكثر من ساعتين رغم أنهم شركاء أونى لمدة طويلة في المركزية للحليب لكن الأسوأ من كل هذا هو أن مراد الشريف كان يخال نفسه صاحب نظرة استراتيجية ثقبة للمجموعة التي يرأسه ولكي لا يفوته قطار العولمة حسب زعمه فهو يؤمن بضرورة عقد تحالفات استراتيجية مع شركات عالمية كبرى بأي ثمن وبما أن الشركات التي عقدت في عهد الحسن الثاني مع لفارج ودانون كانت نجحة فمراد الشريف فكر أولا في فرنسا الحريف الوفي للمملكة العلوية وقرر أن تكون للمجموعات الفرنسية امتياز في اختياراته هذا التصرف ليس نادرا عند خدام المغزن البارزين خصوصا منهم أولئك الذين درسوا بفرنسا أو الذين تربطهم علاقات وثيقة مع القوة الاستعمارية القديمة الاستراتيجية الهاتفة لمنح فرنسا الأولوية افتتحت من طرف أندري أزولاي مستشر الملك الحسن الثاني الذي طبقها لصالح المجموعة الفندقية أكور وبوبليسيس أيضا لم يبتكر محارض الشريف جديدا في هذا المجال لكنه كان متحمسا جدا للدفاع عن المصالح الفرنسية بالمغرب فقد سرع بادئ الأمر ببيع الشركة الإفراقية للتأمينات في ظروف أقل ما يقال عنها أنها لا تكاد تصدق فقد بدأ الصفقة بعرض مفاده أن تحتفظ أونى بوضع شريك له أقلية من رأس المال قبل أن يغير رأيه ويبيع كل الأسهم بثمن قال الخبراء أنه أقل بكثير من القيمة الحقيقية في السياق نفسه فوتت أونى مجموعة من الأسواق الممتازة مرجاء لشركة أوشان بثمن أقل من القيمة بالموازة مع ذلك قام مدير أونى بشراء بعض الشركات في صفقات غير مضمونة العواقب شركة البسكويت بيمو بسعر 440 مليون درهم وشركة صغيرة متخصصة في صناعة الجفريت والفول السوداني نتائج هذا التهول لن تتأخر طويلا ففي سنة 2001 تراجعت قيمة سهم أونى بنسبة 40% وكانت المجموعة ترزح تحت وطاة ضيون قياسية لن تتم إقالة مراد الشريف من مهامه إلا سنة 2002 ومما زاد الصورة قدام تلك العلاقة المتوترة التي جمعت القصر برجال الأعمال المغاربة والذين اشتهروا رغم كل هذا برضوقهم له مع السثناءات قليلة لم يكن رجال الأعمال يستثمرون بشكل كاف بالمملكة كان الأفق مسدودا يعترف مستشار اقتصادي عمل على البحث عن محرج للأزمة لصالح السلطات المغربية مضيفا لكن يتوجب فهم موقف رجال الأعمال فخلال السنوات الأخيرة راكمت الدولة متأخرات كبيرة حتى أن بعض الشركات صارت بدون سيولة مالية ونظرا لكون الوضع يحرجا والطلب ملحا فقد تم الإفراج عن المال العام بسرعة لتحدث المعجزة فقد بدأ رجال الأعمال بإعادة الأمار التي وضعوها بالخارج إلى المغرب يعلق المستشار صاخرا حينها صارت سويسرا مؤقتا ثاني مستثمر بالمغرب إدراب المفتعل عن الاستثمار وجد رجال الملك محمد السادس خصوصا فؤاد عريل حمى الوزير المنتذب بالداخلية ومنير المجيد الكاتب الخاص لجلالته وجدوا في هذا الإدراب المفترض فرصة لتأديب أصحاب الشركات واستغلين بلا حياء حجة كاذبة مضمونها أن رجال الأعمال حاولوا أن يضربوا عن الاستثمار لأنهم ليثقون في الملك الجديد هذا كذب يرد أحدهم سبب انتظارنا هو الظرفية السيئة وكون احتمالات الربح ضعيفة فكرة الإدراب كلام فارغ كل هذا التلاعب ليس من قبيل الصدفة ففي بداية عحد حكم محمد السادس كانت هناك تتحركات خلف الستار تهدف الاستثار بإدارة الثروة الملكية ذلك أن محمد السادس لم يخفي أنه سيجعل منها واحدة من أولوياته ومن ثم فالمشاركة في تسيرها وسيرة النجعة لكسب ود السلطان وفي مارس الفين عين الملك أديس جط على رأس أونع اختيار هذا الرجل الحديء الكتوم الذي طالما تفخر وزير الداخلية البصري باكتشافه سنة 1995 كان موفقا على عكس الأطر المؤهلين أكثر من اللازم والمتغطرسين المحيطين بمونير المجيدي فجط ليس من خرجي البولي تكنيك أو المدرسة المركزية إنه رجل أعمال في ميدان الأحذية راكم مجموعة من الوظائف العمومية دون أن تكون له صمعة سيئة لحد الساعة على الأقل جد تعرف بكفاءته كوزير الارتجارة والصناعة ثم وزير للمالية بعد ذلك عندما صار الممثل الرسمي لمصالح العائلة الملكية داخل أونع فقد كان من الطبيعي أن تصفه الصحافة الرسمية بالخادم المخلص للعرش العلوي انطلق رجل في مهمته الجديدة بهدوء وبعيدا عن الأضواء رسم ملامح الاستراتيجية الجديدة لأونع التي ستطبع العهد الجديد حاملا هدفا سريا كسب الكثير من المال لصالح الملك وعائلته المهمة بدت صعبة فعندما استلم جطوم هامه وجد الشركات الملكية في حالة يرثى لها تعمها السراعة مع الأجراء حسب لقطة خبير الاقتصادي فؤاد عبد الممني بعض المسيرين لم يكنوا يؤدون الأجور وقوى الأمن دأبت على التدخل لتهديئة النفوس رغم هذا الجو المكهر فقد اعتبر أنه يجب التخلي عن المساهمة في الشركات التي كانت أونع تملك غالبية أسهمها وفضل المساهمة في شركات تنشط في مجالات متنوعة لا تملك فيها الأغلبية جطو كان مقتنعا أن أونع معها الملك ليجب أن يكون لعبين أساسيين في المشهد الاقتصادي المغربي بل أن يكتفي الهولدينغ الملكي بدور تدبير المساهمات حسب قول رشل الأعمال السالف الذكر لن يكفي الوقت إدريس جطو ليتم تنفيذ خطته لأنه تم تعينه وزير للداخلية دون سابق إنذار بعد ذلك أي في 2001 اختيارات رغبات الملك تفرض على الجميع أعوضه مونير المجيد في مهامه كان الأخير مقتنعا أنه بفضل عمله تحت إشراف جطو قد تعلم ما يكفيه لتسهير الثروة الملكية وسيساعده في مهمته هذه شخص غير معروف اسمه حسن بوهمو الذي تم تعينه في 2001 على رأس الهولدينغ المراكي سيجر وشه السمين وحاجباه الكثيفان يعطون انطباعا بأنه ودود لكنه انطباع مخادع بطبيعة الحال يتميز بذكاء يفوق أفراد المحيط السخيفي المقرب من محمد السادس كان هذا الرجل يحب التكتم يقال عنه أنه لا يرحم أنه عزم على جعل نفسه مقربا من الملك مسيرته ناجحة لحد الساعة تخرج من مدرسة البولي تيكنيك ثم مدرسة المعادن بباريس ثم اشتغل مهندسا في شركة شولنبرغر وشغل منصبا في البنك المغربي للتجارة الخارجية بعد عودته إلى المغرب سنة 92 حيث عرفه أن ذاك أحد المقربين من منير المجيد فقدمه بسرعة للكاتب الخاص للملك الذي كان يبحث حينها عن مسيرين شباب وطنيين ومتعلقين في عام 2001 لم يكن أحد يعلم شيء عن الدور الذي سيلعبه حسن بوهم في مؤسسة الافتراس الواسعة التابعة لمحمد السادس شكل بسرعة بالغة حالفا استراتيجيا مع المجيد فأصبح مساعده الخفي وظله الذي لا يفارقه في تلك الأثناء يوجه الثنائي المجيد بوهم مشكلة اسمها دريس جطو يعد الثنائي المرحلة الأولى لمخطط واسع يرمي لبسط السيطرة على البلاد يمر هذا المخطط من وجهة نظرهم عبر بروز شركات كبرى كأبطال وطنيين في عالم الاقتصاد إلا أن هذه الاستراتيجية تتقع على النقيد تماما مما ينادي به جطو يسعد الاعتقاد في القصر بأن البطل الوطني يجب أن يكون رائدا في مجاله وأن يكون بمثابة قاطرة للشركات الأخرى وأن يستخدم كحافز لدفع القطاع نحو التمييز بعد بدء السنوات يتبين أن البطل الوطني في الواقع ليس إلا إحدى الشركات التي يساهم فيها الملك والتي لا تقبل العمل إلا في بيئة احتكارية أو في أحسن الأحوال شبع احتكارية لا يسمح بأي منافسة حقيقية وسأتم استخدام كل الوسائل لتحقيق هذه الأهداف إقصاء إضعاف المنافسين إلى آخرة بما في ذلك استخدام القضاء البعيد تماما عن الاستقلالية لا يتردد الثنائي الهجهنمي لأجل إقناع محمد السادس بتبني نظرية الأبطال الوطنيين والتي لم تدخل بعده إلى حيز التنفيذ بأن يشرح للملك بأن شركاتها ستخلق العديد من فرص العمل الهم وغيرته العنيفة على الصعيد السياسي حيث لا يتحكم رجلان الأوضاع أخذة في التدهور في ربيع عام 2002 أصابت ضعف الحكومة الاشتراكية برئاسة عبد الرحمن اليوسف في إطار من خيبة الأمل العامة أجريت انتخابات برلمانية في سبتمبر ولكن على غير العادل يخترى محمد السادس رئيس وزرائه من واحد من الحزبين السياسيين الرئيسيين وهم الحزب الاستقلال والاتحاد للشراكي للقوات الشعبية ولكن اختياره سيقع في الدقيقة الأخيرة على صاحب ماليته السابق إدريس جدو فجأة هذا التعيين الكثيرين فالرجل غير منخرة في أي حزب إلا أنه أي تعيين اعتبر بمثابة بادرة من الانفتاح والحوار يتمتع جدو بشبكة واسعة من العلاقات وهو رجل ودود عليم بأعراف المخزن كان إدريس جدو ذكيا بما فيه الكفاية لوضع شبكة علاقاته تحت تصرف محمد السادس وتكريس ما عرف عنه كسابع مطيع أبدي لابد من القول إن لشبكات جدو تشعبات كثيرة بالفعل يملك جدو علاقات جيدة مع كبار جنرالات الجيش المغربي الذين يشكلون العمود الفقرية للنظام كما يتمتع أيضا بدعم من مجتمع رجال الأعمال الذين لا يعتبرونه واحدا منهم فقط ولكن أيضا ممثلا للأمازيغ بحرصه على أرضاء الجميع يعتبر إدريس جدو على نحو المعرجل المحوري للنظام الملكي إنه يعلم أفضل من أي شخص آخر أنه من كان يرغب في الارتقاء والاستمرار في هذا النظام فعليه أن لا يظهر أي عزة ولا قوة شخصية بدأ نجاح جدو في إغضاء فؤاد علي الهم الذي يستغل بل ويفرط في استغلال قربه من الملك للتحكم في خيوط الحياة السياسية في المملكة كلما شعر الهم بوجود منافس بدأت مشاعر الغيرة العنيفة تتكون اتجاهها يؤخذ الهم على جدو نجاحه في تنظيم الانتخابات التشرعية عام 2002 عندما كان وزير للداخلية وقدرته على إيجاد دينامية للعمل جعل الدور الهم الصديق القديم للملك يتلاشى فإذا أضفنا إلى ذلك نجاح إدريس جدو في استمالة أصحاب الشركات الكبرى والسفارات الأجنبية التي أصبح يحظى باحترامها لقد خض الهم حربا بلا هواتة ضد الوزير الأول المعين من قبل الملك محمد السادس رغم تلك الهجمات السطاع جدو الحمصموت إلى غاية عام 2007 عندما عزل من منصبه ولكن بأي ثمن خلال كل هذه السنوات في السلطة تعرض جدو إلى مؤامرات الهمة أحد الشهود الذين رفقوا المستشار الملكي خلال تلك السنوات تذكر الكلام العنيف الذي كان يتفوه به الهمة لقد قال يوما جدو هو حقير كبير يوهم الناس بأن كل المبادرات الملكية تأتي بإعاز منه قبل أن يعزل من منصبه استطاع خصوم جدو الهمة أولا ثم منير المجيد وحسن بهم ثانيا تحقيق نصر أولي عليه لم يعد محمد السادس وجه الحديث إلى وزيره الأول وتوقف تقريبا عن استقباله بدأت التكاهنات تعرف طريقها إلى وسائل الأعلام بعدها يسند إلى دليل والآخر يفتقد إليه في عام 2006 كشف أن الوزير الأول قد يكون ألقى بثقله للدفاع عن المدراء السابقين للمكتب الشريف للفصفات والذين تردتهم الإدارة الجديدة بعد أن اكتشفت تجاوزات مالية مروعة تكاهنات أخرى أقل مستقية تحدثت عن أراضي تم حيازتها بشكل غير قانوني قد تكون هدايا ملكية أو مقدمة من جانب بعض السياسيين حدث كبير في تاريخ المعاصر للمغرب سيضع حدا بشكل مؤقت للنزاعات الداخلية للمخزن بتاريخ السادس عشر من ماي 2003 فجر انتحاريون من خمس خلايا أنفسهم في الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية لمملكة مما أسفر عن مقتل خمسين وأربعين شخصا بينهم 12 إرهابيا وإصابة أكثر من ماء بشكل عام استهدف الجهاديون أماكن يربطونها بالفجور والصهيونية أو ببساطة بالأجانب ساحة في المدينة القديمة فندق فرح لكزا دي اسبانيا نادي التخالف اليهودي ومطعم بوزيتانو سرع كبار رجال الأمن وعلى رأسهم الجنرال حميد العنيكري مدير الدي أستي إلى اتهام شبكة القاعدة الإرهابية وأسامة بلادن الذي لا يزال يعيش نشوة حجمات الحادي عشر من ديسمبر ولكن كل الانتخاريين هم غاربة خرجوا من نفس الحي المهمش المكوم من أكواخ قصدرية وممرات موحلة حيسي دموما حيث تتكدس الأسر القادمة من البوادي والتي يتعذر على شبابها إيجاد مكان في النسيج الحضرية وجد السلافيون ودعاة الكراهية في هذه الأماكن آذانا صاغية أحدثت الصور المرعبة للجرح وجثث القتلى صدمة عميقة للرأي العام في المغرب لقد دخلت المملكة عصر الإرهاب الإسلامي بعدما استطاعت البقاء خارجه حتى الآن ظاهريا فقط على ما يبدو كما لاحظ ذلك الصحفي بن شمسي في نص ممتاز نشر بعد تفجيرات الدار البيضاء أشر المقال إلى أنه قبل أشهر من الهجمات الانتحارية شهد المغرب عدة إرحاصات إرهابية من الدرجة الأولى أولها على شكل أعمال إجرامية معزولة كما حدث في الثالث والعشرين مارس 2002 عندما تم رجم شخص في حالة سكر حتى الموت في الشارع من قبل خلية يقودها وعظ يتقمس دور الأبطال الأسوأ من هذا حوالي شهرين بعد ذلك تم تفكيك خلية نائمة لتنظيم القاعدة تضم ثلاثة سعوديين كانت الخلية تخطط لنصف بارشة أمريكية تبحر عبر مضيق جبل طارق أخيرا في مارس 2003 تم إحباط هجوم على مجمع لصالات السينما في الدار البيضاء ميجراما تم تفادي المجزر بأعجوبة إرهاب من أصل أجنبي أو إرهاب ناشئ من الداخل أي أن كان في المغرب على مفترق الطرق ومنذ فترة طويلة وحتى لو كان الملك يعيش في أجواء يملؤه الهدو والخمول إلى درجة تجعله يميل إلى النسيان واللامبالات إلا أن الأجهزة الأمنية كانت العلم بأن ما لا يقل عن سبعين مغربيا توجهوا إلى أفغانستان في الثمانيات لمحاربة الروس جنبا إلى جنب مع المجاهدين الأفغان ثم وفي بداية عقد الألفين ولدت الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة المعروفة اختصارا بجي إي سي أم في أفغانستان وأنشأت معسكرا لتدريب الجهاديين القادمين من المملكة إنهم يدفعوننا للعودة إلى ممارسات حقبة أفقير لقد كانت الفوضى والالتباس لذني السوداني بالمغرب لصالح فؤاد عريلهم الذي استغل انتهازيته للتدخل في ملف محاربة الإرهاب رغم كفاءاته المحدودة في هذا المجال يعرب مصدر بالمصالح الفرنسية للإستخبارات دي جي أس او مكلف بمراقبة صديق الملك من خلال مذكرة هام موجهها لرئيسه حيث نقرأ حول الحم أن فكرته الرئيسية هي أن هذه الدربات نقدت صورة الاستثناء المغربي فيما يخص الأمن وجلالة الملك سيقوم بالتدابير اللازمة في الأسابيع المقبلة سيلعب الحم بعد ذلك دور السقر للحمامة هي الأكبر وجوه الإسلاميين المغاربة إلى حد أنه بدأ بالتهديد سننتهج أسلوب العين بالعين كأنهم يريدون من الرجوع لحقبة أفقير وهو ما معناه تصفية الإسلاميين يقوم الوزير المنتدب بالداخلية بطريقة جد حماسية وجريئة بالتحمل على المسؤولين عن نشر إيديولوجية العنف ويعتقد أن مصدر تمويل المجموعات الصغيرة والكبيرة هو دول الخريج ثم عمليات التهريب لإسبانيا وبال المخدرات فيما يخص التمويل العربي الأصل يشتبه فؤاد علي الهم في الجمعيات السعودية التي تعمل بتواطئ مع جزء من مصالح المخابرات المهم أن وثائق دي جي أسو تذكر أنه بعد أحداث السادس عشر من ماي الفنين وثلاثة بدأت مكانة صديق الملك تتصعد في فلك الأمنيين الذين يحومون حول العاهل وهذا لا يروق للجنرالات وخاصة حميد العنيكري مدير مراقبة التراب الوطني أنذاك الذي لا يتقبل أن يتدخل أحد في مهامه في ألفين واثنين أدل إدريس البصر من بريس بتنبؤات لعناصر الدجي أسوى الفرنسية قائلا أن الملك سيقوم بتغيير جذري في مؤسسات المملكة وخاصة الجيش ومصالح الأمن ولكن بطريقة تدريجية وبدون عشوائية رغم كونه متقاعدا فإن البصر لم يخطئ ولكن محمد السادس لم يبدأ عملية التغيير التي تسهدف كبار الضباط إلا في فبراير ألفين وخمسة لقد كان الجنرال الحرشي أول ضحية للتطهير كان يدير المخابرات المغربية الخارجية ومتخصصا في الحركات الإسلامية الراديكالية حيث تم تعويضه بيسين المنصور في ذلك المنصب لمجرد أنه درس في الإعدادي الملكي مع محمد السادس ثلاثة شهور بعد ذلك في ماي 2005 تم استهداف الجنرال عروب المعروف بنزاهته والذي كان يسير المكتب الثالث للجيش وذلك عندما اندلع نقاش حول جدوى افتتاح متحف المريشال مزيان الذي كان مساندا قوي للقائد الإسباني فرانكو وفي يليو 2006 جاء دور الجنرال باللبشير الذي يدير المخابرات العسكرية إثر قضية غريبة متعلقة بالمجموعة الإرهابية المعروفة باسم أنصار المهدي وأخيرا في سبتمبر 2006 قام القصر بتغيير منصب حميد العنيكر الذي اضطر قبل ذلك لمغادرة مديرية مراقبة التراب الوطني بعد أحداث سنة 2003 بالدار البيضاء والذي انتقل بعدها لإدارة الأمن الوطني لقد تم تعيينه مفتشا عاما للقوات المساعدة أي كمسؤول عن الحزام الأمني الذي يقف في وجه المظاهرات وقد وذفت لإزاحته من المنصب اعترافات بارون من بارونات المخدرات حول مقرب الله كان يشغل منصب رئيس الأمن القصور الملكية وهكذا وبفرل هذه التغييرات كانت السلطة الأمنية قد عادت في نهاية 2006 إلى نفوذ محمد السادس وفؤاد علي الهمع ولم يتبقى من النظام القديم سوى الجنرال حسن بن سليمان وهو أقوى من الآخرين فظل مسؤولا عن الدرك الملكي وحماية الملك عند تنقلاته الفصل السادس مؤامرة ضد المصالح الفرنسية في المغرب يحلم الشبان ذو الطموح وعدمو الدمير أن يلجو عالم المغسن لقد وصف أحد المراقبين هذا الوضع بالعبودية الطوائية في عالم حيث جميع السلطات سواء كانت تنفيذية أو تشرعية أو قضائية لا تتجاوز دور التمثيلية سيختار كل طموح تقرب من سيدنا صاحب الجلالة إنه الحاكم المطلق وإذا نجح واحد في التسلل إلى النظام يمكنه بدوره أن يتحكم في شبكة من أتباع والمتعاونين وبكل سلطوية ومنهم سيكون الضحايا المحتملين لتعصف هذا الطمح الجديد عندما يريد الانتقام من الإهانة التي سيمارسها عليه الملك في الواقع محمد السادس الملك ليشبه كثير ولي العهد الذي كان قبل ذلك لقد تحول الشاب المهذب والخجول إلى شخص سلطوي ومزاجي كثير تجاوزات معروف بغطباته العنيفة التي تدفعه أحيانا إلى ضرب أقرب مساعدية إن وصول ملك جديد إلى العرش تصاحبه دائما فترة من الارتباك وكذلك إتاحة الفرص وبمجرد ما توجى محمد السادس حتى برز رجال من جيله يطمحون للإستلاء على السلطة وجني ثمارها سواء في شقها السياسية والاقتصادية كانت أونى رغم ضعفها وسوء تدبيرها تشكل قوة متعددة الأذرع كانت أقصر طريق لنيل ثقة الملك المطلقة هي التلويح بخطر يهدده وإقناعه أنهم شخص الداء ويمتلكون الدواء من يحيك مؤامرة حقيقية يعرف أن أحسن وسيرة لإخفائها هو صناعة مؤامرة أخرى وهمية وتلفيق طهمة باطلة في عام 2003 سمع محمد السادس كاتبه الخاص لأخي مونير الماجيد يسرد على مسامعه خبرا مذهلا إن فرنسا تحاول استغلال بداية فترة عكمه وعندها مخاطط خبيث هدفه هو السيطرة على الاقتصاد المغربي وخاصة أونة المعلومة كانت وهمية ولكن محمد السادس خذها على محمل الجد لأن الحقيقة نادرا ما تشهد لها موطئ قدم في هذا العالم المغلق والمهووس الذي يشكله القصر الملكي حيث يكفي للمناورين أن يبسطوا أكاذيبهم بمحارة لتحقيق مآربهم بالإضافة إلى أن الدسائس في هذا العالم تحاك يوميا وأن الأدلة المكتوبة نادرا ما توجد وأن بضعة كلمات قد تكون كافية لتتحول إلى ضربة قاتلة وهكذا قيل للملك أن الفرنسيين قد اختاروا فعلا رجلا وفيا لتنصيبه على رأس أونة عندما يفوزون بالمعركة وأنهم يتحكمون به بسهولة كالدمية عندما نتقوا اسمه أصيب الملك بالخيبة والإحباط إنه حسن البرنوسي أحد أقرب أقربائه من أكثرهم وفائل له منذ كان وليا للعهد شرح المتملقون المتأمرون للملك أنهم يتفطرون حزنا لإخباره عن الغدر الذي حدث لقد كان قرب حسن البرنوسي من الملك يقف حجرة عثرة أمام استراتيجيتهم ولذلك وجب التصدي له فتم يقصائه فعلا من الضائرات الملكية الأولى ولكنه نظر للطبيعة المنحرفة للنظام استمر في التوصل على مر السنين بالدعوات لحلول المراصم في القصرة فيولبيها ويرى بأم عينيه كيف يتجافله الملك باعتقاره كل مؤامرة تتطلب مخططا استراتيجيا وفي هذه الحالة كل الشهادات تجمع أن المؤامرة ضد الفرنسيين لم يتفتق عنها فكر منير المجيدي الكاتب الخاص للملك ولكن حسن بوهم الرجل الذي يجلس دوما إلى جانبه منذ أن أصبح يشتغل معه أو كما يصفه البعض العبقري الشرير هذا الرجل البالغ من العمر 43 سنة الذي يرأس الآن هولينغ الملكي سيقر تخرج من مدرسة البوليتكنيك للمهندسين له أسلوب هجومي ومزعج الذين عملوا معه في إدارة الثروة الملكية صفونه هكذا ذكي معقد بل ميكيفيلي ولئيم في الواقع الرجل الذي فكر في المؤامرة الفرنسية يكره فرنسا قرحا شديدا رغم أنه تخرج من مدارسها الكبرى إنها كراهية لا تصدق يقول أحد الأشخاص الذين عملوا معه كان يحكي أنه أثناء دراسته تعرض للإهانة ولتصرفات عنصرية في عام 2003 عين بوهم رئيس للشركة الوطنية للاستثمار أسنئي الهولينغ الذي يعتبر الرافعة المالية الملكية وصاحبة أغلبية رأسماء الأونة لقد أصبح الرجل في قلب السلطة الملكية وطلع على ما يكفي من الأسرار حسن بوهم ومونير المجيد سوف يحاولان إغراء الرأي العام الوطني بفكرة إنشاء أبطال الوطنيين في الاقتصاد وهذا تكرار لكلام قديم ردده من سبقهم على رأس أونة من المسؤولين عن إدارة ثروة الملك إنه خطاب ظاهره الوطني وباطنه الافتراس اعتبارا من عام 2003 بمجرد تحديد الخصم بوضوح ودع الملك تحت التأثير انتقل الرجلان إلى مرحلة الهجوم كان هدفهم فرض ميزان قوى جديد على المجموعات الفرنسية مبدأه الأول من الآن فصاعدا نحن أصحاب القرار بين عامي 1999 و2002 اتخذ مراد شريف رئيس أونة مبادرة التوقيع على شركة مع عدة مجموعات فرنسية كبيرة منها أكسا وأوشان عند الإطاحة به في عام 2002 كان جزء كبير من المؤخذة التي ساقها المجيد وبهم لقد منح كل شيء للفرنسيين لم تكن الحجة باطلة تماما الشريف كان يكن إعجابا بلا حدود للرأس مالي على النمط الفرنسي ويحتك بالعديد من رجال الأعمال الكبار في هذا البلد ففتح لعدة مجموعات فرنسية أبواب أونة على مسرعيها من أجل الاستفادة من خبرتها ودرايتها كما كان يشرح لمساعدئها كان الاتفاق مع أوشان في النسخة الأولى ينص على توزيع رأس المال مناصفة 50-50 مما لم ينل رضى الجهة العليا فاستبدل بالساطة الأخرى تنص على 51-49 لصالح أونة ولتمرير هذا التغيير أوضح مراد الشريف لمدراءه وفقا لما ذكره أحد مقربيه أن الأمر رمزي محد وأن المجموعتين سوف تمارسان تسهيل المؤسسة المشتركة على قدم المساواة تغيير بسيط سيعرف المجيد كيف يحوله إلى خطأ جسيم إن الأخطاء التدبيرية في عالم كالبلاط والقصر لا تكفي دائما للتخلص من الخصم إن المعلومات المسيئة والقذف المحبوكة بإتقان للعبان دور الأسلحة الفتاكة لم يكن مراد الشريف والمراد رجلا متواضعا ولم يدرك جيد أن العهد قد تغير كان ينظر المجيد كشخص باهت ينفذ رغبات الملك دون أن ينتبه لحظة للطموح الجمح الذي يحرك الكاتب الخاص للملك في أنظار المجيد وبهم كان مراد الشريف رجلا مدانا ينتظر فقط الفرصة المناسبة للإجهاز عليه وبالفعل حدث ذلك في عام 2002 أثناء زيارة له إلى جمهورية غينيا ذهب الرجل يتجن مركب منجمي ينتج الذهب تديره شركة مناجم التابعة لأونة ولقي ترحيبا رائعا في هذا البلد الإفريقي تخللت حفلات استقبال جديرة برئيس دولة بهذا التصرف أقدم الرجل على تجاوز الخط الأصفر ولو دون سوئينية استجمع مولير المجيد عن هذه الرحلة الإفراقية كل التفاصيل التي من شانها أن تثير انزعاج الملك وربما غضبه ثم رواها بشيء من التضخيم والتهويل لترصيخ فكرة أن تصرف مراد الشريف ذنب لا يغتفر حتى جاء القرار الحاسم القاضي بإقالة الرجل غير أنه عين فورا على رأس المكتب الشريف للفصفات بداية من عام 2005 تصدت أونر لمجموعة إكسا الفرنسية فانطلقت مواجهة طويلة بين المجيد وبهم من جهة وكلود بيبيار الرئيس المؤسس لمجموعة إكسا من جهة أخرى المفاعدان المغربيان أراد فرض شروطه مع العملية الشراء الشامل لإكسا بينما بيبيار صر على التقييم الرسمي للمجموعة ولزيادة الضغط على شركة إكسا أخضاعها المغرب لعملية مراجعة ضربية هنا سيلعب جان ريني فورتور رئيس السابق لمؤسسة فيفيندي الذي يقيم كثيرا في المغرب دور الوسيط بين المعسكرين المتنافرين ذلك أن اتفاقيات الشركة التي وقعها الطرفان على عهد مراد شريف كانت ترجح مصالح المجموعات الفرنسية وفي حالة شركة إكسا كان المسؤولون الفرنسيون هم من يديرون عمليا المجموعة الجديدة حيث كان نصيب أون حين ذاك هو 49% فقط من رأس المال في هذا السياق الذي كان غير ملائم لهم اتخذ رجال القصر قرارا جذريا وهو تطوير شركة تأمين الوفاء المنافس المباشر لشركة إكسا للمغرب الذين كانوا قد وضعوا عليهم أيديهم لدى الدمج بين البنك التجاري المغربي وبنك الوفاء عن ذلك يقول وحد المسؤولين بأكسا أون ترعنتنا من الخلف في عام 2007 تخلت أون عن حصتها من رأس مال أكسا فاضطرت المجموعة الفرنسية لشراء جميع تلك الأسهم متغطر صون بشكل مخيف في 2006 دخل المجيد في صراع مع شركة أوشان يملك هذا العملاق الفرنسي في ميدان التوزيع حصة مهمة في سلسلة متاجر أسيمة ومرجان أحد أهم فروع الحلدين الملكية قامت أون بتمرير قرارا بناء على تصويت بالأغلبية البسيطة يناقض رغبة شريكه الفرنسي يرفع عدد الأعضاء التابعين لأون في مجلس إدارة مرجان وأسيمة من واحد الاثنين قرر أن يهمش أوشان ويقود الاتفاق المغقع بين الطرفين سنة 2000 والذي يضمن إدارة مشتركة بالتساوي للشركتين فشلت كل محاولات التوفيق التي أجراها الفرنسيون بساذجة بالغ وجهل مطبق لواقع البلاد طلبت إدارة أوشان أن تتم تسوية النزاع عن طريق التحكيم بموجب مذكرة الاتفاق الأصلي تتكون هيئة التحكيم من ثلاثة حكام واحد من كل طرف بالإضافة إلى رئيس معين من قبل المحكمة التجارية في الدار البيضاء رفضت الحيئة بالطبع وكما كان متوقعا مطالب الطرف الفرنسي مؤكدة أن أحكم مذكرة عام 2000 لغية وباطلة فيما يتعلق بالنزاع كريستوف دوبرو الرئيس مجلس إدارة أوشان لن يخفي غضبه هذه النتيجة مذهلة بكل المقاييس فهي تخالف تماما كل ممارسات القانون الدولي وكل أراء الخبراء القانونيين المغاربة الذين تصنى بهم بشأن هذه المسألة أجد نفسي مجبرا أن أستنتج أن بروتوكولات الاتفاقيات الدولية التي وقعتها أونالا قيمة لها في المغرب أوشان قررت البقاء والانتظار في عام 2007 توصل الطرفان إلى اتفاق يحسم رحيل أوشان وبيعها نصيبها البالغ 49% لصالح شركة أونالا الاتفاق سأدمر لأوشان رغم ذلك تثمين المريح للنصف المباع بقيمة 327 مليون يورو ترك هذا الإخلاء المذل طعم مر لدى الفرنسيين في حين أطلق أيدي المخططين الاستراتيجيين للملك بالطبع فقطاع المتاجر الكبرى يشهد معدلات نموين تكفل تحقيق أرباح كبيرة في السابق كان توريد مخازن المتاجر الضخمة يمر عبر مركز الشراء الموحد لأوشان أما الآن فإن الشركات التابعة لأونالا هي التي تتولى مهمة تزويد مرجان وأسيمة طريقة تسيير مغلقة تقل من التكاليف وتزيد من الأرباح وفق لأونالا يمثل قطاع المتاجر الكبرى هذا 25% من حجم المبيعات الإجمالية بالإضافة إلى كونه آلة لضخص سيولة النقدية تدر أكثر من 7 مليار درحم أدحق تسام هذه الكعكة مع مجموعة أجنبية أمرا غير مستساغ هذا دون الإشارة إلى الأفوق الواعد لهذا القطاع الذي لازلت أمامه فرص كبيرة للنمو ففي عام 2006 لم يكن التسوق من المتاجر الكبيرة قد بلغ سوى نسبة 8% من مجموع مشتريات المواد الغذائية في المغرب والذي يقدر بين 140 و150 مليار درحم أتح رحيل أوشون للملك ولمنفذي إرادته أن يفرض قواعد جديدة للعبة بعيدا عن الأنظار ولا علاقة لها مع تلك السائدة في اقتصاد السوق الحقيقي يروي أحد من شاهد هذه الممارسات هذه المجموعة تضغط بكل دهاء على الحكومة لكي تصبح حامية لمصالح القصر التجارية فتوافق على منحها بقعا أرضية تابعة للدولة في كل أنحاء المغرب بسعر شبه مجاني لتقيم عليها متاجر مرجان في ختام هذا الصراع مع المجموعات الفرنسية قال أحد مسؤولي أون المغارب بشكل عفوي صخر عندما يكون هناك طبق طعام يكفي لشخصين ولكن في الآخر يأكله شخص واحد فإنه سيكون بخير من الآن فصعدا إذا كان الفرنسيون يريدون العمل في المغارب فإنه يجب عليهم أن يمتثلوا للقواعد الجديدة التي أرصها مونير المجيد وحسن بوهمو يقول أحد المقربين من الرجلين هم متغطرصان بشكل مذهل عندما يوجهان حديثهما إلى الفرنسيين يقولان لهم باختصار عليكم أن تفعلوا ما نريد وعليكم أيضا أن تدعمون في ملف الصحراء الغربية هذا الموقف يخلق انزعاجا كبيرا في الأوساط الاقتصادية الفرنسية بكل سذاجة كان رجال الأعمال الفرنسيون يعتقدون أن تبعية السوق المغربي لفرنسا أمر مفروغ منه كانوا يظنون أن العلاقات الوثيقة بين ملك المغرب الرئيس الفرنسي جاك شراك تشكل نوع من الحصان التي تحمل مصالح الفرنسية في عالم يعج على نحو متزايد بالاعتراض على المصالح الفرنسية لقد كانوا يظنون أن المغرب لا يزال ملاذا آمن للمصالح الفرنسية لم يكن هذا الطرح إلا انطباعا خدعا تسبت خلخل أوضاع شركتي أوشون وإكسا في وقوع ززال حقيقي كان على سفارة فرنسا في الرباط مواجهة شكاوى رجال الأعمال الفرنسيين فيما تقدم بعضهم بشكاواه مباشرة إلى قصر الإليزي هنا أصبح الكل يتساءل عن هوية الضحية القادمة كما في قصص الجرائم المتسلسلة وسرعان ما ظايف اسمها إنها مجموعة دانون المحددة بالطرد من مركزية الحليب التي كانت شركة فيها في أخير لحظة قرر أن تترك في مكانها بسبب المنافسة التي كان على الشريك المغربي أن يواجهها على أي حال استقبل جاك شيراك على التوالي كلود بيبيار من شركة إكسا كريستوف دوبرول من شركة أوشون فرانك ريبو من شركة دانون جاءوا لمكتبه يتباكون في ذروة الصراع المفروض من طرف الدولة المغربية الملك لا يصغي إلى شيراك أصبح الرئيس الفرنسي يخشى أن تؤثر هذه التوترات على العلاقات بين البلدين بشكل دائم كان يعلم أن محمد السادس لا يصغي إليه بل يتضايق مما يقوله له فقرر التحدث مع أخت الملك المفادلة لديه للا مريم طالبا منها التدخل لدى شقيقها لعله يعود إلى رشده لم تفلح الأميرة في إقناعه لأن الملك كان محصرا على الزيادة في أرباحه والكفة عن اقتصامها مع مجموعات فرنسية وكانت نيته أن يتعامل مع شركاء جد لا يتشبثون بحرفية احترام مذكرات التفاهم وتطبيق المعايير الدولية أي شركاء لهم في ميدان الأعمال نفس النهج الذي ينتهجه أمراء الإمارات العربية المتحدة الذين تبرم معهم الصفقة بمجرد الموافقة الملكية خالد الوديغر المصرفي الذي يعتبر من جهابذة ميدان المالي بالمغرب حيث أنشى أكبر بنك في البلاد وهو في ملك الملك التجاري وفى بنك قبل أن يصير ضحية دسائس القصر يلخص الوضع الجديد قائلا مونير المجيد وحسن بهم يحصلون على أرباح خيالية ويعتبرون أنفسهم رجال أعمال ولكن إن الاقتصاد الحقيقي عندما يكون كل شيء مسنودا بالتعصف الملكي عندما تستقو بالإرادة الملكية من سيعترض عليك؟ إن التعصف والمزاجية تجزء من واقع البلاد والمثيل للدهشة أن مجموعة مثل أشو أعتقدت أنها ستستفيد من محاكمة عادلة تعرض مصالح الملك وفقا لخرد الوديغير الذي يضيف إن العدالة لم تعد تحتاج إلى تلقي الأوامر بل تستبقهم أن الضم مؤسس على الخنوع لدرجة أنه أصبح يشتغل بشكل مستقل عندما طرح السؤال على الرئيس الفرنسي السابق فرنسوان متران حول تعريف السلطة أجاب أن السلطة الحقيقية هي سلطة التعيين وفي المغرب ليس هناك مؤسسة أو منصب مهم ليخضع لتعيين الملك من رئاسة اتحاد المقاولات بالمغرب إلى رئاسة جامعة كرة القدم وهذا في الحقيقة ما جعل السلطة المحيطين بالملك تتجاوز الحدود الملك يعين ولكن قل ما يختار بنفسه غالبا ما يصادق على الأسماء التي اقترحها عليه مقربوه تلك الأسماء التي تشترك في شيء واحد هو انتماؤها إلى البلاط أو طموحها إليه وتعلم أن ما أخذت اليوم يمكن أن يأخذ منها في أي لحظة نجح حسن بهم ومونير المجيد من مكتبيهم الفاخرين المزينين بالرخام الأبيض في مقر الحولدينج الملكي سجر المجاور للقصر الملكي بالرباط بنسج خيوط العلاقات التي تربطهما بتابعيهما ويتعين عليهم أن يتوخي الحذر كل الحذر لأن أي زلة قد تعصف بالخطة كاملة مثل ما حدث سنة 2002 عندما تم تعيين بسيم الجاي الحكيمي على رأس اونا وهو خرج مدرسة البولا تكنيك الفرنسية وحاصل على ديبلوم جامعة ستانفورد الأمريكية إلا أنه يفتقد إلى الكاريزمة كان يقيم في باريس حيث اشتغل في ميدان الإعلاميات والذين يعرفونه أن ذا قالوا إنه كان يقتن شقة متواضع وإمكانياته كذلك قرر أن يعود إلى المغرب وهناك التقام النير المجيدي الكاتب الخاص للملك فقام بتعينه على رأس بريماريوس وهي المقاولة الملكية بتزويد القصور الملكية بالأثاث والمفروشات وبعد ذلك توالت الأحداث بشكل نسرع فبعد الاتحب المدير العام لأونا مراد الشريف الذي لم يكن خنوعا رأى المجيدي وبوهم في الحكيم الرجل المثالي لتعويده تم اقتراح اسمه على الملك فقابل دون أن يكون قد التقى به المجيدي وبوهم كان يهدف أن يعطى الهولدينغ الملكي صورة مقاولة عصرية شفافة تتوافق مع المعايير الدولية وتتمتع بشراكات مميزة في جميع أنحاء العالم وكل ذلك يستزم استراتيجية تواصلية محكمة تفوق بكثير انطاقات الحكيم فهو لا يستطيع أن يؤدي المهمة بشكل مطلوب الحكيم رجل جدي إلا أنه يفتقد الهيبة واتضح أدوه المتوادع في مشاركته التلفزيونية إلى حد أن الملك ذات مر استشاط غضبا فاتصل بمنير المجيد على هاتفه المحمول ولم تمر سوى ربع ساعة بعدها حتى وجد هذا الأخير نفسه في القصر غرقا في وبل من السبب والشتم من طرف الملك الذي أنهى كلامه قائلا أترده ذات القرار أدخل المجيد وبهم في حالة التراب ذلك أنهما لم يسبق لهم أن فكر في خطة بديلة أي أن يعدى مرشحا لخلافة الحكيم في منصبه الحيوية وشعر بالخوف من الدسائس التي كانت ستظهر بكل تأكيد داخل المحيط الملكي حيث يعلمان أن لهم أعداء كثر كانت همسة واحدة في أذن الملك مع قدر كافي من الإقناع تكفي الاقتراح شخص آخر فيحسم في تعيينه ويبقى بعيدا عن انطاق سيطرتهما وهكذا تحول كبوسهما الأسوأ بالفعل إلى حقيقة والمرشح الجديد لم يكن سوى شخص اسمه سعد بنديدي كان إلى حدود الساعة يشغل منصب المدير العام لشركة الاتصالات ميديتيل وقبلها كان رئيسا مساعدا لفينانس دوت كوم لمالكها الملياردير عثماء من جلون ربما لم يكن يعلم بنديدي أنه ليس إلا أداة في صراع بين معسكرين غريمين من أجل كسب ود الملك لكن الأكيد أن ثمة أمر لا يستطيع أن يجهله وهو أن لديه عدو لدود اسمه حسن بوهمو كان بنديدي يكن الإصدراء للرجل الذي بات يسير ثروة الملك مع المجيد وفي جلساته الخاصة لا يتردد في التصريح رغم أنه يعرف أن تصريحاته ستصل إلى من يهمهم الأمر ويقول كان بوهمو يشتغل تحت أمرتك أطوار صغير لما كنت أسير بنك بنجلون أقوال خطيرة بالنسبة لرجل كحسن بوهمو لا يعف ولا ينسع استغرق الأمر من الرجلين ثلاثة سنوات من الجهد الشاق للإطاحة براء السعد بنديدي ففي 11 أبريل 2008 على الساعة الخامس عصرا قام مجلس إدارة أونى باستدعاء الرجل لأجل الإعفاء من مهامه بهذه الطريقة غير العادية تم التخلي بها مجية عن الرجل في عالم تعود أن يقذف إلى الجحيم بكل من سقط ضحية المزاج الملكي ولم يحصل بنديدي حتى على بيان الشكر الكلاسيكي بعد إتمام مهمته بل على عكس ذلك تماما فقد تضمن محضر الإقالة كلمات قاسية جدا كانت بمثابة لائحة اتهام تضرب بالحصيح كفاءة الرجل في الصميم والحجة شركة وانا المتخصصة في الحواتف النقالة تكبدت خصائر هامة وهي واحدة من مئات الشركات التابعة لأونى هكذا فوجئ بنديدي كيف لا وقد تلقى قبل بضعة أشهر ذلك مكالمة من الملك يهنئه على إطلاق وانا في الواقع شركة وانا كان مشروعا سيء التصميم رأى النورة والآخر بسبب سعي المجيد وبهم لأرضاء الله في الملكي لمحدود راء المال وذلك لكي يتسنى له الحصول على موطئ قدم في قطاع الاتصالات المتنامي أحد القطاعات القليلة التي لا يسيطر عليها حتى الآن وبعد أن اتضح أن وانا مشروعا استنزف أموالا كثيرة فما أسهل من أن تحمل خصومك مسؤولية أخطائك هكذا إذن تمت تضحية بسعد بنديدي بمغرر ضعف الكفاءة رغم أنه من الواضح أنه مجرد ذريع ومنذ ذلك الحين ظل منصب رئيس أونى أي كان من يشغله مجرد آدات بالسلطات المقزمة لأن المجيد وبهم يعملان على توسيع هيمنة الهولدينج الملكية على الاقتصاد الوطني إلى أقصى الحدود وبالإضافة إلى ذلك سيواصل المجيد منذ سنة 2002 بفضل المراوغات المالية التي أسرره بها الحكيمي الذي أقيل منه والآخر من رئاسة أونى الاستمرار في تعزيز المراقبة التي يمارسها الهولدينج الملكي سيجر وفي عام 2003 أعلن المهندسان الملكيين مبادرة مدهجة لقد أصبحت شركة سانية على الرغم من سعر حجمها هي الشركة القابدة الأم لشركة أونى وبقيت بدورها في ملكية الهولدينج الملكي الأول سيجر بنسبة 60% إنها تركيبة معقدة تتحدى قوانين الجاذبية الاقتصادية ولأسباب وجيها لقد تحولت نسبة 13% التي كانت الوصلة المالكة تمتلكها في أونى إلى 60% دون الحاجة لضخ أموان جديدة بل فقط نتيجة سحر الهندسة المالية أما التبرر الذي قدم للعموم لتفسير العملية فهو الحاجة لتخفيض المديونية وتعزيز استقلالية الشركات الفرعية لقد انتهى عهد الانسجام بين الملكية وعالم الاقتصاد وجاء ظاهرة سياسية جديدة حيث الملك يتوفر على سلطة مطلقة إلهية وسياسية واقتصادية كل المشاريع تشترط موافقة الملك ودعت المجموعة الجديدة تحت قيادة حسن بوهمو وأطلق مدير أونى الحكيمية على العملية اسم دوران المساهمات في الرأسمال أو رتاسيان دي باتيسي باسيان إن هذه الصيغة التقنية تخفي وراءها تراعبا دنيا قبل تنفيذها بشهر صدر الأمر لمدراء صناديق التقاعد الرئيسية في البلاد وهي مامدا واركار وسيمير لكي يبيعوا بسعر منخف للخولدينج الملكي سجر مساهماتهم في رأس مال أونى والهدف بسيط للغاية السمح للملك بتقوية سيطرته المالية في المجموعة الرسالة التي تم تمررها إلى هؤلاء المسيرين مفادها أن مبادرتهم الطيبة تلك سيتم اعتبارها هدية للأمير ولي العهد بمناسبة عيد ميلاده بعضهم أمعن في الخنوع فسرع للعودة على عجل من عطلاته ليشرف بنفسه على سير إجراءات البيع كنت إذن عملية ابتزاز بامتياز تلك التي أقدم عليها القصر والخاصر فيها هو السناديق التقاعد أي ملايين المغاربة الذين تتصرف تلك السناديق في مدخراتهم هل سيقتنع هؤلاء الرجال والنساء المداخرون بالسخرية البلاغية التي تطبع خطاب الذين استحوذوا على أموالهم هدفنا أن نصنع للمغرب بطرة اقتصادية من مستوى دولي يسهم في النمو وينفع الجميع بينما الواقع هو تمكين محمد السادس من الحصول على القدرة المالية التي كان بحاجة لها أحد مسيري الحيئة الاستثمارية يصف العملية هكذا عملية سطو ملكية ضد مصالح المجتمع كشفت العملية بالمناسبة أن استقلالية هذه السناديق كلام الفارغ كان يسيرها معينون بظهير ملكي أو تابعون لصندوق الإداء والتدبير السديجي وهي مؤسسة عمومية خاضعة كلية للقصر ومديره العام يختاره الملك والرئيس له غيره هذه المؤسسة هي أيضا أكبر مستثمر مؤسستي في البلاد ودعا السكرتر الخاص للملك على رأسها أنس العلمي وهو صديق حسن بهم ورفيقه في الدراسة إنه شخص يتوفر على جميع الضمانات لحسن السلوك حيث إلاه لن يقدم على أي مشروع إلا بعد موافقة الملك منذ أصول محمد السادس للحكم وهذه المؤسسة تساهم في تمويل المشاريع الملكية ولسيما عندما نصح المستشارون الملك أن يستثمر في كلوب ميد لكيصبح حسب زعمهم فائلا رئيسيا في قطاع السياحة كانت حصيلة هذه العملية بالنسبة للسديجي خصارة تقدر بعشرات الملايين من اليورو الشيء الذي لم يمنع من تكرار المحاولة مع العملاق الألماني تي اي فانتهت المغامرة أيضا بخسارة مماثلة ولكونها في خدمة القصر فإن السديجي توجد خارجة عن نطاق مرقبة الحكومة رغم أنها تتصرف في أموال عمومية توظفها حيث ما أرادت وقد تهدرها في سنة 2010 كان مبلغ ودايع المدخرين عندها يناحز 56.7 مليار درهم من جهات أخرى فإن السديجي تشارك غالبا في المشاريع الكبرى التي تطورها مجموعة سن اي اونا الالدينك الملكي بعد تغييرات 2003 هذه الشراكات تنطوي على فائدتين اثنتين أولا أنها مصدر تمويل جيد وثانيا أنها تسمح لرجال القصر أن يتحركوا في الخفاء زاعمين صورا أنه من خلال هذه المؤسسة أن الفاعل هو الدولة المحايدة إن المتملق الماكر هو من يعرف كيف يلبر غبات الملك بشكل السبقي أي حتى قبل أن يكشف عنها ويعرف كيف يبعد عنه كل دواعي الإزعاج ولذلك من الضرورة القصوى أن يتم تمويل الأخطبوط الملكي اونا بعناية مؤخرا قدمت جميع المصارف المغربية قروضا لهذا الهولدينك الملكي الذي وصل إلى عتبة الحد الأقصى للقروض البنكية فتم العثور على الحل لقد طلب القصر من مديري السيديجي أن ينشئ بنكا للأعمال هو في بار فحصل على التهرخيص بسرعة البرق ومنح قروضا لأون على الفور الفصل السابع كيف تصنع مجرما مسار الرجل الذي سننوي في هذا الفصل قصته يختزر لوحده من صعوده لقمة التألق إلى عبوطه لحديد المخضوب عليهم أخلاق القصر الملكي ونزوات الملك وكيفية اشتغال جهاز قضائي خاضع للأوامر يصنع المجرما حسب أهواء الملك ومحيطه قد أخارد الوضغير خمسة عوامر في وضعية البنكي الأكثر نفوذا بالمملكة كما كانت تصفه الصحافة قبل أن يتحول مساره فجأة وتتراكم عليه التهم والإدانات الثقيلة ولد في مدينة فاس عام 1957 وتخرج من المدرسة المركزية بباريس للمهندسين ويحمل الجنسية المزدوجة المغربية والفرنسية وهذا التفصيل ليست تافيح ولا بريئا لفهم بقية القصة التحق سنة 1992 بالمجموعة البنكية بيان بي باريبا وسهم في عملية الاندماج بين المؤسستين فاكتسب خورة مهنية متميزة للتذكير فقط هذا البنك توجد لديه منذ عهد الحسن الثاني عدة حسابات تعود للعائلة الملكية المغربية ولكن ذلك ليس له أي تصرة مباشرة بالواقع التي سنسردها في عام 2002 بعد أن عين خلد الودغير مسؤولا عن أنشطة البنك في منطقة الشرق الأدنى والمتوسط التي كان يديرها من مكتبه في باريس اتصل به مونير المجيد الكاتب الخاص للملك محمد السادس واقترح عليه منصب رئاسة البنك التجاري المغربي الذي تمتلكه مجموعة أونة حيث كان المجيد قبيل ذلك قد ققدم على إقالة الرئيس السابق ويراوده حلم تعيين فريق جديد من الرجال الأكفاء ينصبهم على رأس الشركات التابعة للمجموعة الملكية المالية كان له خطاب واضح إليهم جميعا إن الملك وضعني في هذا المنصب بهدف تنشط الدورة الاقتصادية لشركاته وإحكم السيطرة وتحقيق أقصى قدر من الأرباح وها هي قواعد العمل أن رئيسكم المباشر أحذى بثقة الملك ذلك أن السلطة السياسية والمالية في المغرب دائبت منذ القدم على الإذعان لأوامر المستشارين الذين يمثلون السلطة الملكية إلا أن توجهات الودغير لن تكون منسجمة مع رؤية القصر هذا البنكي البالغ أن ذاك أربعا وأربعين عاما كان واعيا بقيمته وكان مشوعا بقيم المدرسة الجمهورية التي تحترم الكفاءة وبالتالي كان يجهل تماما الأعرفة المخزانية وخصوصا منها المتجذرة في البلاط لم يكن سادجا ولكن لم يدرك أنه يتحرك في حقل يعج بالألغام بعد تنصيبه بمدة قصيرة في رئاسة البنك اتصل به مونير المجيد وطلب منه الحضور إلى مراكش لأن الملك يريد استقباله انتظر الودغير أن يحدد له الموعد ثم اتصل به المجيد على الهاتف مجددا ليخبره وهو محرج أن الملك ليس له الوقت الحقيقة أن الملك شخص منعزل ومتقلب المزاج ولا يرتاح إلا في صحبة رفاق المدرسة المولوية الأقدمين الذين أصبحوا مهسشارين لديه ناهيك عن بعض الأشخاص ذوي المسارات المثيرة للتوجس هذا الطوق الأول من الرفقاء الذين يحومون حوله يقومون بحجب الحقائق عنه ويشكلون حاجزا بينه وبين الواقع ولذلك فهو لا يعير اهتماما لما يحدث في العالم من وراء ذلك الحجاب والودغير ينتمي إلى هذا العالم على كل حال فقد استطاع هذا الأخير أن يوفر أرباحا قياسية على رأس البنك الملكي ولكن الملك لم يستقبلهم باشرة صحيح أن وظيفة الحجاب التي تقوم بها تلك الضائرات الأولى من الرفاق تعمل في الاتجاهين تحجب الملك ليبقى بعيدا عن الواقع وفي نفس الوقت تقف حاجزا صارما أمام كل من يسعى بساعة أو أخرى أن يتقرب منه بدأ خالد الودغير يكتشف شيئا فشيئا هذا العالم الغريب كنت أعتقد أني أدير بنكا من القطاع الخاص ولم أستوعب في البداية أن كل شيء في الواقع مرتبط بالإرادة الملكية الرجل يأكد أنه عندما السلم مهمته في أوائل عام 2003 استعرب من غياب أي مشروع واضح للمعالم لدى حسن بهم ومونير المجيدي وكأنهما يفتقران للأفكار بين الحضوة الملكية والصخط الملكية في شهر نوفمبر 2003 بينما كان المغرب يتأهبون للاحتفال بنهاية شهر رمضان هز الأسواق المالية خبر كالقنبلة وفاجأ أصحاب القرار الاقتصادي والسياسي إنه اندماج البنك التجاري المغربي تحت إشراف الودغير مع بنك الوفاء المملوك لعائلة الكتان المعروفة بثرائها لقد جرت المفاوضات في سرية تامة ولأن المدير العام لبنك الوفاء بنفسه لم يعلم بالخبر إلا دقائق معدودة قبل التوقيع على عقد البيع لأن من أدار صفقته وسعد الكتاني كبير ورثة مؤسس المجموعة المالية المالكة للبنك كان اختيارا موفقا على اعتبار أن هذا الرجل معروف باهتمامه بالمتعة أكثر من إدارة الأعمال مما سهل حسب مراجأنا ذاك الاتفاق معه على سعر أقل من القيمة الفعلية للبنك وسمح لمحمد السادس انتحكم فيما سوف يصبح قريبا أول مؤسسة مالية في البلد ومن ثم السيطرة على اقتصاد المغرب إن الحذوة الملكية التي تلف بعض القوم من جهة والسخط الملكي الذي ينصب على قوم آخرين من جهة أخرى أمور جديرة من ذكر هنا وتظهر مدى تدخل السلطة في الحياة التجارية تعامل سعد الكتان بليونة بالغة خلال عملية التفاور لبيع البنك الذي كان بحوزة أسرته للملك فتم تعينه بعيد ذلك رئيسا منتذبا للجنة الوطنية لترشيح المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم لعام 2010 لا يهم إن كان البلد لا يتوفر على البنيات التحتية والملاعب الرياضية لاحتضان المباريات يكفي أن يقتنع الملك من طرف حاشيته أن مملكته تتوفر على فرص حقيقية انطلقت إذن الوفود المغربية تجرب أفخم الفنادق في العواصم العالمية للترويج لهذا الترشح لتنتهي بفشل ذريع ولكن ذلك لم يمنع الكتان من الحصول على منصب آخر المندوب السامي لتخليد ذكر مرور 1200 سنة على تأسيس مدينة فاس والتصرف مرة أخرى في ميزانية ضخمة انتلق كالمرة السابقة يجرب العالم يوزع كياس النقود على مساعدية كان ذكر من حاتمي مع المال العمومي لدرجة أنه ذات مرة دعت منه حقيبة تحتوي على بضعة آلاف من الأروات فلم يشتهد الحضور عليها واكتفى بترديد المثل الشعبي المعبر عن الاستهتار بالمال العام وتبذيره الحبة والبارود من دار المخزن كانت نزوات الكتان نسخة مصغرة لنزوات الملك في إطار مهامه كرئيس لجمعية ذكرى فاس 1200 سنة أقدم على تنحية أحمد بن الصديق من منصبه كمدير تنفيذي للجمعية فذهب هذا الأخير ضحية بريئة للمحيط الملكي هذا المهندس المتخرج أيضا من المدرسة المركزية بباريس شغل قبل ذلك لمدة سنة منصب المدير العام لأحد فروح صندوق الإيداع والتدبير سيدي جي هو الشركة الطبية المعدنية لمحطة مولاي عقوب الموجودة قرب فاس انقلبت حياته رأسا على عاقب يوم قام الملك بالزيارة هذا المنتجة في نهاية الزيارة تحدث مع الملك وطلب منه تدخله للدفع بمشروع تطوير الحامة التي وجد بها اختلالات كبيرة منها كون مديرها الطبي يفتقر إلى الرقصة القانونية لممارسة مهنة الطب ومنها كون بناية الحامة الشعبية التي تستقبل ألاف الزبائن كل يوم آئلة للسقوط حسب تقرير خبرة تقنية فوجئ محمد السادس في بادئ الأمر ثم أصعى باهتمام فالختام خرج ابن الصديق من محفظته مجلة المدرسة المركزية للمهندسين وقدمها هدية للملك وفيها صورة لشاب فرنسي ترعرع في المغرب ويمارس ريادة تسلق الجبال وهو يحمل العلم المغربي على قمة الإفريست على جبل في العالم الملك شكره وأخذ المجلة عندما انصرف الموكب الملكي وحس ابن الصديق بارتياح كبير بعد إصاء الملك إليه بعد بدعة الشهور ستقوم الإدارة العامة لصندوق الإداء والتدبير بإقالته من منصبه متهمة إياه بمضايقة الملك وعدم احترام على سلطة في الملاد ابن الصديق الذي لم يكن يوما صاحب موقف معارض للملكية نزد عليه القرار كالسائق واكتشف الظلم الملكي المزاجي كما اكتشف كيف أغلقت جميع الأبواب أمامه بسرعة بعد فترة طويلة من الإحباط استجمع طاقته من جديد وقرر الترويج لفكرة تراوده نظر لشغفه بالتاريخ وهي تخليد ذكرى مرور 12 قرن على تأسيس مدينة فاس التي كانت لفترة طويلة عاصمة المملكة المغربية استطاع أن يقنع أحد مستشعري الملك بالمشروع فقام هذا الأخير بطرح الفكرة بدوره على الملك وأخبره أن صاحب المبادرة هو ابن الصديق اقتنع الملك بالفكرة وكان قد نسي لقاء مولاي عقوب فقرر تعيين ابن الصديق مديرا تنفيذيا للمشروع ففرح هذا الأخير كثيرا واعتقد أن المتاعب انتهت واستمر في الترويج للمشروع وطنيا ودوليا ربما ظن في لحظة سذاجة أن من محسن الملوك الكبار أن يصلح قرارا تعصفيا ومزاجيا بقرارا وديا يعيد الاعتبار لكن أحمد ابن الصديق لم يكن يعلم بما يحاكم من خلف الكواليس لقد اكتشف مونير المجيد السكرتير الخاص للملك والذي يسعى دوما للإطلاع على جميع التعينات أن ابن الصديق هو بنفسه الذي نجحت الداخلية في نفيه من إدارة شركة مولاي عقوب فإذا به يصبح معين من طرف الملك فيجب إذا انتدارك الأمر قام المجيد بإخبار الملك فورا سيعود ابن الصديق إلى الجحيم وسيحصل الكتان على الضوء الأخطر لإبعاده ليستاثر وحده بتفسير المشروع التاريخي رغم فشله في ترشح المغرب لاحتضان كأس العالم أمام هذا الإقصاء العنيف قام ابن الصديق وهو في حالة من اليأس بمراسلة القصر لكن دون جدوى وترق كل الأبواب دون طائل أحاتت به ضائقة مالية وانفض من حوله جل أصدقائه وكاديار قفل انهيار العصبية في هذا المشوار الطويل بحث عن الإنصاف أسر له بعض المسؤولين بمعلومات دقيقة حول دواع الصمت والتعصف المحيط بمنح الامتيازات حول بعض آليات الفساد وهكذا اعترف له عبد السلام أبو دران رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أن الدوان الملكي طلب منه أن لا يفتح ملف المحطة الاستشفائية مولاي عقوب كما كشف له إبراهيم فرج الحاجب السابق للملك الحسن الثاني والذي لا يزال يحتفظ بنفس المنصب لدى محمد السادس أن تعيين الكتان في منصب المندوب السامي كان مكافأة على إذعانه لدى إبرام صفقة بيع بنك الوفاء للمجموعة القابدة الملكية في آخر المطاف سوف يقدم ابن الصديق على خطوة لم يتجرأ عليها أي مواطن مغربي قبله ففي شهر يوليو 2011 بعث رسالة مفتوحة للملك يذكره فيها بمعاناته قائلا لقد ظلمتني أشد الظلم أيها الرجل وكل يوم يزداد ظلمك شدة وإيلاما لقد قابلت إخلاصي لوطني بالإهانة والمبالاة وفائي بالجحود والاحتقار وإهدار الكرامة وأضاف لقد خلعت بيعتك من عنقي ونقدت كل عروة كانت تربطني بك ففعل مبادلك واقتني مرة إضافية ولا تكترث كعادتك بهذه المبادرة الفريدة التي استادفت الأساسة التي بنيت عليه الشرعية الملكية يكون ابن الصديق الذي فتح ثقبا صغيرا في جدار سميك إلا أن الثقب قد ينساب منه الماء شيئا فشيئا قبل أن يتدفق بسرعة ويتغسى الثقب فجأة ويحادد البناء بأكمله اقطع كل رأس تجاوز الرؤوس القطيع هدف هذه الفقرات هو فهم تصرفات الحاشية ومناخ المؤامرات الذي تتبلور خلاله الاستراتيجية الفتراسية الملكية من جهة أخرى ينبغي التذكير أن عملية الاندماج بين مصرفي البنك التجاري المغربي من جهة وبنك الوفاء من جهة أخرى كانت موضوع وجهات نظر متباينة وهكذا كان مونير المجيد وحسن بهم يزعماني أن العملية انطلقت هندستها من المقر الرئيسي لمجموعة سيجر وأن خلال الودغير بقي على الحامش هذا الأخير يفند هذا الزعم بالحجج والتفاصيل المقنعة ويرتب الأحداث حسب تسلسلها الزمنية إنهم يفبركون وقائع مزيفة اليوم ويروجونها لتصبح عقائق في الأذان لكي يعطل استراتيجيتهم بعض المصداقية الودغير يؤكد من مكتبه القريب من قرص النصر في باريس أن المجيد وبهم يحاولان إعادة كتاب التاريخ حسب روايتهم عندما باشرت المفاوضات المتعلقة بالاندماج لم يكون مقتنعين بفرص نجاح الصفقة ولكن تركاني أحاول قائلين الكتان الذي تجري معه المحادثات سوف يتحول عليك لإضاءة الوقت كان هدفي تأسيس بطر وطني في ميدان البنك والمعاملات المالية حيث أطلقت دينامية للنمو واشتريت بنك سي بي او في السنغال وبنك الجنوب في تونس وفوتت مجموعة القرد الفلاحي الفرنسي للشرائف روعي في إفريقيا هذا النجاح الذي حققه الودغير جلب له المتاعب والعدوات انتلاقا من المبدأ كل رأسنا ارتفعت قليلا يجب قطعها يوما مع تربس المجيد وبهم قليلا وترك الرجل ينفذ استراتيجيته الكيان البنكي الجديد سمي بعد الدمج الاقتصادي التجاري وفا بنك إنه حقا عملاق المالي يلعب دور برج المراقبة الحقيقي لاقتصاد المغرب كما يلعب دور هاما في المنظومة الاقتصادية الملكية كمدخة ضخمة تمكن من الحصول على السيولة اللازمة إن كل محاولة للاقتراب ولو قليلا من تفاصيل هذا الاندماج وانعكاساته تصطدم بالرفض الصارم في هذا الصدد أسر لنا عبدالسلام أبو درال رئيس وهيئة المركزية للوقاية من الرشوة هذه العملية تدخل ضمن الافتراس الاقتصادي ونجمت عنها نزاعات شتعة المشكل أن تصريحات أبو درال لا ثقل لها إنه على رأس إحدى الهيئات العديدة الفارغة التي لا تمتلك أي سلطة والتي أقدم محمد السادس على إنشائها لتعزيز صورة التغيير الوهمية هذا ينطبق أيضا على مجلس المنافسة المسؤول نظريا عن البتف التصرفات التي تعاكس المنافسة التجارية الشريفة ولكنه لا يكاد يجتمع نظرا للخلافات التي تمزق أعضاءه أصبح التجاري وفى بنك الفرع الأكثر ربحية من بين جميع فروع مجموعة هنا في عام 2005 سجد أرباحا بقيمة مليار درهم وعام 2006 مليارين من الدراهم بالموازات مع ذلك ازداد خارد الودغير ثقة بنفسه وأقدم على خطوة لا تتقبلها الأعراف السارية بسهولة لقد انتقد عدن استراتيجية مونير المجيد وحسن بوهم المبني على الاستضامة مباشرة مع الشركات الفرنسية ونظرا لعلاقته الجيدة مع رجال الأعمال الفرنسيين فقد عرب عن عدم فهمهم وقلقهم إزاء هذه الوضعية لم يستسغ الرجلان المكلفان باستراتيجية الوسرة الملكية هذا الموقف إن السايا الحثيث للإطاحة برجل عبر تدنيس سمعته عمل دقيق يتطلب الوقت والصبر والمجيد وبوهم لهم ما يكفي من الصبر والوقت وهم يملل المجيد ما يذا يجب أن يحمس في أذن الملك إن فكرة المؤامرة تدد المصالح الفرنسية التي طورها اكتسبت عنصرا إضافيا مع قدوم الودغيري فهو يحمل الجنسية المزدوجة ويحتفظ بعلاقات جيدة مع باريس ولذلك يسهل اتهامه ولدمنية بالولاء المفرط لباريس وبتعسيز وحماية الرأس مال الفرنسي بالمغرب في غياب رد فعل صريح من الملك فإن على المتملق أن يحسن التعامل مع هذا الغمود ويستشف من نظرة وحركة سريعة ما يضمنه سيده ويسارع لتأويل النظرة في اتجاه التسجيع هو المجيد متمرس في هذا الميدان ولو أن الغيظ الملكي انهل عليه على الأقل مرتين في شكل ضربات مؤلمة لقد أشبعه الملك ضربا وشتما على رؤوس الأشهاد ثم عدف أسبغ عليه الردى والعناية بعدما سكت غضبه فالملك يشهد بخصار المجيد أمام المقربين منه قائلا إنه يعرف كيف يكسب المال يبدو أن المهارة في كسب المال هي أم الفضاء لدى الملك الثالث والعشرين من السلالة العلوية أمسك وثيقتك فإني لا أرغب في الاحتفاظ بها في شهر مارس 2006 اعتبر الماجيد وبهم أن رأس الودغير قد أينع وحان قطافه قبل ذلك بوقت قصير بدأوا بإقناع محمد السادس أن البنك يتوفر على صحة جيدة تسمح بتغيير رئيسه دون خشية عشية عقاد مجلس الإدارة تلقى الودغير مكالمة من بهم يبلغه فيها أنهم قرروا تغيير هيكالة البنك بإحداث مجلس للرقابة وأنه أي الودغير سوف يكون رئيسه المعرف أن هذا المنصب شرفي يسمح بالتخلص من صاحبه بلا باقة يقول الودغير لم أكن عبيا ولكني أجبته حسنا إذا سأعلن ذلك بنفسي أمام مجلس الإدارة وفي الغد قدمت عرضا عن نجاح عملية الاندماج والتطور في الخارج والحصول على رخصة مصرفية في فرنسا في نهاية العرض أعلنت أنني قررت أخذ مسافة من التدبير الفعلي في الواقع كان الودغير يدرك أن إنشاء منصب جديد يتطلب إدخال تعديل على النظام الأساسي للبنك عن طريق عقد جمع عام فلعب بدوره على عامل الزمن وبعد ثلاثة أشهر تخلى خصومه عن الفكرة كلها لكنه كما يقول كنت على يقين أن النهاية اقتربت لأني كنت غير خاضع لسيطرتهم أما علام السوى المظهر وصل المجيد وبهمه الودغير ترديد نفس الخطاب عن الحاجة إلى إنشاء أبطال وطنيين يحسنون التكيف مع المنافسة العالمية في المجال الاقتصادي والمالي في الحقيقة نفس المصطرحات كانت تعبر عن رؤيتين متعارضتين رؤية الودغير وكانت تجمع بين تشجيع ظهور أقطاب تنموية كبرى وانسحاب الملك وأسرته تدريجية من النشاط الاقتصادي في البلاد لتجنب مساوئ الخلط بين السلطات والمال والتوترات السياسية أما بالنسبة للمجيد على العكس من ذلك ففكرة الأبطال الوطنيين في ميدان الاقتصادي هدفها هو التمويع وإخفاء تحكم الملك في الحركة الاقتصادية والمالية في يوم من أيام سبتمبر 2006 دخل خالد الودغير إلى مكتب المجيد الفاخر في مقر المجموعة البلاكية سيجر وقدم إلى السكريتر الخاص للملك دراسة تصورية حول الآليات الممكنة لإنهاء هيمنة الملك وأسرته على الاقتصاد المغربي هذا المنهج الذي اختاره الودغير يعتبر نوع من الانتحار كمن يشير على مريض بالسمنة المفرطة بالتوقف عن تناول الطعام المجيد قرأ الوثيقة وتغير لونه وأعادها إلي على الفور قائلا أمسك وثيقتك فأنا الأعراب في الاحتفاظ بها بعد هذا التصرف يقنت أن هدفهم هو السيطرة على مكامن اقتصاد البلاد ولقد نجحوا فعلا في ذلك اليوم بالنسبة للمجيد يوبهم ليس تجاري وفا بنك مصدر أرباح فقط ولكن حفوق ذلك أداة من أدوات التحكم والسلطة لا يمكن تمويل أي مشروع كبير دون مساهمة أول بنك في البلاد وبالمقابل إذا رفض التمويل أو أوقفه فإن ذلك يعتبر كمن يملك مفتاح الموت والحياة بالنسبة للمقاولين وحتى الأفراد وعليه إذا رغبوا في إضعاف شركة ما تمهيدا لشرائها بثمن زعيد يكفي خنقها بأرمانها من القرود أعلى النقيد من ذلك فإن الأصدقاء وأفراد الحاشية يستفيدون من القرود ولو بدون مبرر معقول هذا هو تصور المجيد للنشاط المالي ولكن تنفيذ هذه الاستراتيجية يتطلب أولا التخلص من الودغير في نفس السياق فإن التحكم في والي بنك المغرب يسمح برفض الترخيص لفتح المصارف الأجنبية وإذا اقتدت الضرورة التخالف مع شركاء أجانب مثل سونسايد مع شركة أرسيلور ميتال فالهدف هو الاستفادة من خبراتهم ودراياتهم وباختصار فالسلطة الملكية في الميدان الاقتصادي تسعى جاهدة لتكون مطلقة كما هي في الميدان السياسي والملك يجب أن يكون دائما في وضع يسمح بتوسيع مساحة هيمنته ولا ينبغي أن يقتسم مع غيره تماما كما هو الشأن من حيث الامتيازات والصراحيات لمحدودة التي يتمتع بها للقيام بمهمته بينما واجباته غامضة وغير دقيقة في الربع الأول من عام 2007 تجاوزت أرباح التجاري وفابانك 700 مليون درهم وهو رقم قياسي لن يشفع للودغير ففي مايو 2007 تم تقارته من رئاسة البنك مما لم يشكل لهوية مفاجأة لأنه كان موقنا أن أيامه معدودة في ذلك المنصب نحن لم نعد نتفاهم فلنفترق إذاً هكذا خاطبه المجيدي ولكن هذا القرار جاء مصحوبا ببادرة غير عادية لقد منح الودغير مكافأة مالية قدرها 2.3 مليون يورو وتم تخويلها على ثلاث دفعات إلى ثلاثة مصالف فرنسية الأرجح أن الغاية هو أن تبقى العملية غير علنية في المغرب من السهل أن ندرك السبب ذلك أن العمل في خضيرة الملك يتضمن القبول باحتمال الإقارات في كل لحظة ولكن لن يكون ذلك عبر الفصل من العمل مقابل تعويض كما هو متعرف عليه أبداً والهدف واضح فبالإضافة للعقوبة الاقتصادية هناك إرادة خبيثة للإهانة لكي يشعر المعني بالأمر بابتعاد أستقائه عنه وتشير الأصابع إلى أسراته بالريبة ويحص بفقدان السلطة والمكان التي كانت لديه وعندما تبر الأشهر يصبح نفسياً متقبل للخضوع لكل الإهانات وبعد أن يفرغ صبره في انتظار الشفقة يبدأ مشواراً مذلاً حيث يتوسل لمن كان واستقاءه أن يطلب من الملك العفو والرأفة به فينتزع منهم بصعوبة وعوداً غامضة ثم تنغلق في وشه أبواب القصر إلى الأبد ويتحسر على حذوته الضائعة لدى الملك وأخيراً لا يفارقه الندم والأسع الملك يحب المال الملك رجل لا يتعامل دائماً بمرؤة ولذلك فرغم ثروته الهائلة ونفقاته الضخمة فهو لا يستصيغ أن يحصل رجل لم يعد ينال رضاه على أدنى مبلغ من المال إنه لا يؤيد أن يأخذ الرجل أي مبلغ من المال لو كان زهيداً بالنسبة إليه هكذا تكون الحكامة الجيدة ومما زاد في الطين بل أن الودغير لم يكتفي بالحصول على مكافأة دون موافقة مسبقة من الملك مما اعتبره هذا الأخير كهيانة لشخصه ولأنه حصل بعد ستة أشهر في شهر مارس 2008 على منصب المدير العام لواحد من أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية وكأن الملكية هناك تسخر من ملكية المغرب وتريد دمنياً أن تستقف بسلطتها بعد وقت قصير من توليه هذا المنصب الجديد وضعت ضد الودغير شكاية قضائية يوم الفتح من أوت 2008 تتهمه بالرشوة ويأتي هذا الإجراء أربع سنوات بعد الوقائع المزعومة وسنتين بعد مغادرته المغرب وهي صادرة من رجل الأعمال عبدالكريم بفتاس وهو ابن أخ الوزير السابق بفتاس الذي يرأس نادي القولف دار السلام المجاور لأحدى الإقامات الملكية هنا سوف تبدأ فصول قضية غريبة حيث لن يقوم أي طرف من أطراف النزاع بلعب الدور الذي يراد له أن يلعبه لقد تمت حالة الشكاية إلى النيابة العامة في نفس اليوم الذي عدعت فيه وتم فتح ملف قضائي بالضبط يوم الخامس من أوت سرعة فائقة من نسبة لشكاية تفتقر للأدلة ومقدمة بعد انقضاء أربع سنوات عن الوقائع عندما تولي الوضغير لرئاسة التجاري وفا بنك بلغ إلى علمه ملف قرض في مرحلة ما قبل النزاع القضائي مع رجل الأعمال بفتاس الذي كان ذائنا بمبلغ 175 مليون درهم ولازال في ذمته كان يمتلك بقعة أرض في مراكش مرهونة لضمان القرض فالتجأ البنك كالعادة لمسترة بيعها في المزاد العناني للاستخلاص الدين استطاع بفتاس بعد مفاوضات مع البنك الحصول على تأجيل عملية البيع عبر المزاد التي كانت مبرمجة ليوم 16 من مارس 2004 في المقابل تعحد بدفع مبلغ 45 مليون درهم فورا إلى البنك الوضغير وافق إذن على منحه مهلة زمنية لتسديد المبلغ المتبقي وإلا سيقوم البنك ببيع البقعة مرت الأمور بصفة عادية وفي اليوم السابق للتاريخ المزاد اجتمع المسؤول عن النزاعات بالبنك مع الموثق محمد الحجري الذي يكلفه بفتاس بإجراءاته العقارية ووقع اتفاقية يلتزم بمجبه الأستاذ الحجري بدفع 45 مليون درهم للبنك كما سبق التفاهم في مقابل تأجيل المزاد نحن الآن في شهر مايو 2004 حيث النزاع يبدو في طريقه للتسوية في عام 2005 اعتبر البنك أن الملف قد أغلق وانتهى الأمر في الشكاية المقدمة بعد ثلاث سنوات في أوت 2008 يقول عبدالكريم بوفتاس أن الوضغير طلب وتلقى مبلغ 13 مليون درهم لتأجيل هذا المزاد صاحب الشكاية يحظى بدعم محام ذي نفوذ محمد النصري محام القصر والذي سوف يعين بعد ستننتين وزير للعدل على الرغم من موقعه الجديد كوزير سوف يستمر من خلال مكتبه محامل للمشتكي وسيستمر معاونه في تدخل في الملف هذا الخلط بين الأدوار يوضحك فتستخف الإرادة الملكية باستقلال القضاء على كل حال ستتحول هذه الدعوة النابعة أصلا من رغبة انتقام شخصي إلى مأساة بعد تقديم الشكاية تصل عبدالكريم بفتاس هاتفيا بموثقه وصديقه محمد الحجر الذي كان يقضي عطلة في مدينة مربية الإسبانية لا داعي لعودتك للمغرب سرع فالقضية يتابعها القصر الملكي عن قرب في هذه اللحظة لازل الموثق يجهل تفاصيل الدور المركزي الذي عهد إليه به دون استشارته في الواقع أكد بفتاس أن الموثق هو الذي كان قد اقتطع مبلغ 13 مليون درهم وسلمها إلى الودغير وعندما عاد إلى المغرب اكتشف الموثق أن مكتبه خضع في غيابه لمداهمة بوليسية وهذه مسترة غير قانونية ففي دولة الحق والقانون كان المفروض أن ينتج عنها إلغاء الدعوة أصلا لقد صدرت الشرط كل ملفاته ولكن أمام القاد الذي استمع إليه كشاهد قام بدحل كل ادعاءات بفتاس وعندما سألته المحكمة في وقت لاحق اعترف بفتاس أنه لا يستطيع إثباته لإداء بأيتي حجة على مزاعمه فلأترف أنه من الصعب تقييم حجم الرشوة كما أعلن شاهدا آخر أن بفتاس أسر له أنه ضفع دفع لتقديم شكايته وأنه ليس صاحب الإرادة في الحكاية كلها استراتيجية الخناق في هذا الملف المحبوك بعنائه لم يكن المطلوب من التحقيق أن يقوم بفحص دقيق للوقائع ولكن أن يثبت ويؤكد الإدانة لقد قالها بفتاس القضية يتابعها القصر الملكي عن قرب وكان هذا الأخير أي القصر يتوفر على أحد خدامه الأوفياء وهو القاضي جمال سرحان كانت ولا تزال ثمعة هذا القاضي معروفة في أنحاء المغرب حيث يكلفه القصر بالملفات الأكثر حساسية وحماسه المبالغ فيه يدفعه في كثير من الأحيان أن يتناسى دور القاضي وينحز كليا إلى صف الاتهام وهكذا عندما طلب منه القاضي الفرنسي باتريك راماييل الذي اشتغل على عناصر جديدة في ملف بن بركة السمح له بالاستماع للجنرار القوي حسن بن سليمان أحد عمدة النظام أجابه القاضي بأنه لا يعرف عنوانه القاضي سرحان يفكر حسب معادلات بسيطة رجل يسوي ملعف يسوي مدان في شهر نوفمبر 2008 خضع المواثق والودغير لإجراءات البحث دون معرفة الأسباب بينما قام القاضي بالسبعاد شهادة المسؤولين في البنك ومنهم الرئيس المدير العام الحالي والتي كان بإمكانها يلقاء بعض الضوء حول طبيعة تلك الصفقات في المعاملات البنكية وقد تكون في صالح المتهمين أما الودغير فلم يتم السداؤه أصلا المعطيات تشير إلى أن الهدف الوحيد لقاضي التحقيق هو إدفاع صبعة جدية على قضية ملفقة من أليفها إلى يائها في الوقت النفسه يتم تطبيق استراتيجية الخناق ضد البنكي المقيم في العربية السعودية حيث ترقى رسائل مجهولة المصدر وانحالة رسائل الصباب على البريد الإلكتروني للمساهمين في البنك الذي يديره أما والي بنك المغرب قد اتصل بنظيره السعودي قائلا ينبغي عليكم التوقف عن توظيف هذا الرجل فلدينا ملفات تدينه حسنا ابعثوا لي تلك ملفات إذن لا لا أردت فقط إخباركم شفويا خلال هذه الفترة يقول الودغير ذهبت للعمر من جدة إلى مكة المكرم مع زوجتي وفي طريق العودة وقفنا في مطعم على جانب الطريق السيارة هناك استوقفني مغني المغربي شاهير فسلم علي بحرارة ثم أتم صحوبا بعم بفتاس الذي اتهمني بالرشو فبادرني بالقول إنها قصة حزينة لقد ألق القبض على ابن أخي ومارس عليه الضغط لإجباره على اتهامك في يونيو 2009 أرسل المحام الفرنسي بير هايكو هو محام الودغير رسالة للقادي صرحان يطلب منه موعد للقائه بعد مدة عادت الرسالة إلى عنوانه فوجد أن الظرف قد تم فتحه وقد كتبت عليه هذه العبارة مارفود من طرف القادي ثم جاء دور المجيد للتدخل فاتصل السكرتير الخاص للملك السعودي ليخبره أن محمد السادس يرجو أن يتم طرد الودغير فورا هذه المحاولات الأولى لم تنفع فعود المجيد الكرة بعد بدعة أسابيع بأسلوب المفاجئة إن ملك سيتصل مباشرة بملكك لأجل الحصول على ما يريد أصبح الضغط قويا جدا على مشغلي الودغير فغادر مهامه ثم غادر المملكة العربية السعودية في يوليو 2009 غايدا إلى فرنسا ونصب محامي المحمد التبر أحد رفاق بن بركة لقد اطلعت على الملف عند زميل الذي يدافعني الموثق فتبين لي أنه فارغ لقد فعل ذلك عمدا إنها قضية سياسية والقضية السياسية لتستدعي الترافع بل التفاوض لازلت أتذكر جيدا يقول الودغيري الجاسة كانت مقررة ليوم الثلاثة وفي يوم الأحد التي سبقها التصل بي المحامي قائلا هل أراك في باريس يوم الثلاثة؟ ولكن ألن تكون حاضرا في جسد المحكمة؟ هناك جديد والأمر خطير قادم إلي إلى باريس فقال لي سوف يحكمون عليك باستجن مدة طويلة بتهمة المساهمة في الرشوة كشريك للموثق فلا داعي لسفرك إلى المغرب قلت بذهول ماذا يمكن أن نفعل؟ ثم سرد لي أسطورة عن معركة غير متكافئة بين الذئب والحمل كل هذا ليخبرني أنه لم يعد بإمكانه فعل أي شيء وأنه ينسحب إن شبح القصر مخيف لقد تلقى اتصالا هاتفيا من المجيد الذي حذره إذا كنت تدافع عن الوضغير فأنت ضد صاحب الجلالة أصدر القاضي قراره بالتأمل في ديسمبر 2009 ولكن وجب انتذار النطق بالحكم في شهر يوليو 2010 لمعرفة قصاوة العقوبات الموثق حكم عليه بعشر سنوات سجنا وأتقل على الفور والتهمة التزوير في وثائق عمومية ونصب أما الوضغير فقد حكم عليه غيابيا بخمسة عشر عاما سجنا والإثنان حكم عليهم بغرامة 35 مليون درهم بالتضامن بينهما كتعويدا لبوفيتاس حقا كانت قضية غريبة حيث أن عبدالكريم بوفيتاس هو الطرف الذي وجه الاتهام بالرشوة واعترف بكونه راشي للوضغير لم تستمع عليه المحكمة إلا كشاهد ثم كترف مطالب للحق المدني وينوب عنه محمد النصر محام الملك ووزير العدل آنذاك لقد تم التخلي عن تهمة الرشوة لتتم إعادة تكييف التهمة لتصبح التزوير في وثائق عمومية ونصب وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة أما الموثق فإن حيثيات الحكم تعاملت معه كموظف الوضغير مساهم معه تم بعد ذلك حجز ممتلكاته في المغرب وتشديد العقوبة في مرحلة الاستئناف شهر فبراير 2011 بينما كان الموثق البريء أيضا من التهم الموجهة إليه يقبع في سجن الدار البيضاء أضفت للوضغير سنوات سجن أخرى ليصبح الحكم عشرين سنة إن الحدف ببساطة هو أن تتحول حياته إلى جحيم وتضيق عليه الأرض بما رحبت هكذا تكشف العدلة المغربية مرة أخرى عن وشهها القبيح فتتحول إلى آلة طحن لا أخلاق لها وذلك لأرضاء الإرادة الملكية يقول أحد المقربين من الملف معلقا عندما نقرأ قرار القاضي سرحان ندرك أنه ليس هناك أي دليل ولا أية شهادة الدخار للوضغير كل حسابته البنكية وحسابة أسرته خضعت لمراقبة دقيقة بين عامي 2003 و2008 حتى بعد رحيله من المغرب المغثق نفع للدوام دفع رشوة للوضغير ولا يمكن إثبات أي صلة بين الرجلين إنها قصة بائسة تظهر قبل كل شيء أن السلطة في المغرب مرتكزة أولا قبل كل شيء على مستويات من القرار ما يربط بعدها ببعض هو الخنوع والطاعة العمياء المستوى الأول هو الملك طبعا ثم أولئك الرجال الذين يدعون التحدث باسمه يقال في كثير من الأحيان لقد مرت العدالة من هنا لكنها في الحقيقة عدالة تستند إلى صوتة إقطاعية ومطلقة لملك يتبع تقاليد العصور الغابرة الفصل الثامن جريمة سطو ناجحة في ميدان البورصة أنس الصفريو أرحل بهذا الشعار استهدف متظاهر حركة العشرين من فبراير الذين استلهموا الثورتين الجريتين في تونس ومصر استهدفوا شخصية جديدة يطالبونها بالرحيل عن المشهد الاقتصادي والسياسي وهو المطلب الذي ظل إلى حدود الساعة مقتصرا على الضائرة الأولى من المقربين من محمد السادس أولئك الذين يعتبرهم الرأي العام مسؤولين عن كل الأفات التي تعاني منها البلاد بدءا بالفساد إن الهجوم على أنس الصفري ورمز الإنعاش العقاري والرئيس المدير العام لمجموعة الضحى لم يكن من قبيل الصدفة فقد بات من المعروف منذ صيف 2011 أن هذا المقاول ينتمي إلى الضائرة المغلقة لمليارديرات الخفاء كما تصفهم وكالة الأنباء الأمريكية بلومبرغ إذ تقول نطلق هذا الوصف على الذين فاقت ثروتهم المليار دولار وأكثر ولم يسبق أن وردت أسماؤهم على القوائم الدولية والبارسة للأثرياء ومن المؤكد أن أنس الصفري بثروة تقدر 2.3 مليار دولار أي 61.74% من رأس مال شركته يستوفي بامتياز معايير تصنيف بلومبرغ أنس الصفري هو إذن ثاني أغنى أغنياء البلاد بعد الملك محمد السادس لقد سقط الخبر كنقنبلة في أوساط الأعمال بالمغرب وفي الصالونات الفارهة في فيلات الدار البيضاء عاد الحديث عن تلك الحكاية الطريفة التي تتردد بشكل كبير حول كون أنس الصفري ويحاقق سنة 2008 أرباحا فاقت أرباح الملك أو الباس كما يحلو لخبراء البارسة أن يلقبوه قل إن أرباح الصفراوي وصلت 263 مليون درهم مقابل 244 مليون درهم للملك بالرغم من أن التحفظ يظل لازما بشأن صدقية هذه الأرقام الكل يتهمس أن رجلا غير متميز مثل أنس الصفريوي لابد أن يكون مدعوما من طرف القصر الملكي وأن أفراد من العائلة الملكية يشتركون معه في ميدان الأعمال ويحمونه بل أكثر من ذلك أنهم يعتقدون أنه قد تم اختياره بسبب خنوعه ليكون واجهة لشخصيات نافذة في محيط الملك تملك حصصا من مجموعته يتضايق الرئيس المدير العام بسبب الضجرة الإعلامية التي تثار حول شخصه كيف لا وهو الذي يردد دائما أنه مجرد عبد ربه ورجل مثل أيها الناس السي أنس كما تلقبه حاشيته كلها عمل ولكن السي أنس لا يمانع في العيش مثل كل المليارديرات لكن رغم طائرته الخاصة وصياراته الفاخرة فإن أبعد أرباب الشركات المغاربة يفقونه بذخا وترفا وهذا ما يثير الانتباه أيضا في شخصه فهو رجل عادي ومظهره الخارجي بسيط ككل رب أسره وحده أناقة اللباس بقميص وربطة عنق ذكنين تذكرك أن رجل من النخبة ولد أنس السفريو سنة 1957 وسط أسرة من تسعة أطفال تنتمي إلى الطبقة البرجوازية الفاسية التي ظلت تسيطر على عالمي الاقتصاد والسياسة في المملكة قبل أن تضايقها اليوم نخبة الدار البيضاء السي أنس من المحظوظين الذين ولدوا في فمهم ملعقت من ذهب ولده كان من مسيري البنك الشعبي بفاس أعلوة على كونه رجل أعمال ناجح عائلة السفريو تستغل منجم للغسول تلك المادة الطينية التي تنعش البشرة الحساسة وتصدره للخارج نشأ أنس السفريو في تلك البيئة الاجتماعية المالية المتميزة وغادر الدراسة في سن السابعة عشر بعد ذلك سيعود لينوح بمساره العصامية إذ يقول سنة 2006 في حوار مطول كله كليشيات وأحاسيس رقيقة خاص به الأسبوعية جون أفريك أردت أن سير والدي وأنتعلم منه كل شيء الدراسة مهمة فعلا لكنها لم تكن لتعلمني الأهم أي الحس السليم والتواضع وفوق كل شيء الالتزام بالقول والوعد مهما كلف الثمن ثم أضاف والدي كان معجبا مما كنت أمتاز به من تفانن ومثابرة في العمل لقد كنت أقضي وقتي على الطريق بين الضار البيضاء وأكادير وفاس لتتبع الأشغال عن كثف مناجمنا ومصانعنا لإنتاج ورق التغريف ثروة مبنية على السكن الاجتماعي من خلال كثرة الأصفال تلك سيصبح أنس رجل أعمال ويقوم بتطوير مقاولات عائلته وابتداء من سنة 1980 سيدخل ملياردير المستقبل عالم العقارة كان حكيما عندما فكر في الابتعاد عن ميدان البناء الذي يكلف استثمارات ضخمة واخترى أن يدخل قطاع الإنعاش العقاري لأن المضاربة في منظوره ستمكنه من تحقيق ثروة سريعة وهكذا بدأ بتأسيس مقاولة صغيرة سنة 1988 أطلق عليها اسم إنعاش تجى مجموعة الضحى وانتظر بصبر حتى سنة 1994 لجني الثمار الأولى لرهانه في تلك السنة كان الحسن الثاني قد قرر بعد عقود من تجاهل التنمية الاجتماعية لرعاياه أن يعطي الانطلاق لما وصف أن ذاك بمرنامج 200 ألف سكن الاجتماعية عرف المغرب وقتها انفجارا ديمغرافيا كبيرا وبدأت الهجرة القروية تزيد من أحياء الصفيح سنة بعدها أي سنة 1995 أطلقت مجموعة الضحى أول برنامج لها 1371 منزلا في عين السبعة أحد الأحياء الهامشية الأكثر تلوثا بالدار البيضاء الذي يضم مقار العديد من المقاولات المغربية كان اختيار الصفريو صائب للغاية ذلك أن قطاع الإنعاش العقاري سيصبح في بداية عهد الملك محمد السادس من الأوراش ذات الأولوية بل من محركات الاقتصاد مع انطلاق المشاريع الكبرى لتطوير البنية التحتية هذه المشاريع غالبا ما تمر بتوقيع اتفاقيات شراكة مع الحكومات تخول للمنعشين العقاريين امتيازات ضريبية كبيرة وحيازت الأراضي بأسعار منخفضة تقول صحفية اهتمت لفترة طويلة بملف مجموعة الضحى بفضل السكن الاجتماعي تمكن أنس الصفريو من بناء اللبنات الأولى لثروته ومن المخصي أن تعلم أن هذه البرامج التي تم إطلاقها لفائدة الفئات المعوزة محدثت الطريق أيضا أمام فئة معدودة جدا من المنعشين العقاريين لتكديس ثروات هائلة الفقراء مصدر اغتناء الأغنياء السكن الاجتماعي في المغرب يتم تشهيده بمواد بناء غالبا ما تكون دون المتوسط ويدر أرباحا تتعدى نسبة ثلاثين في الماء كانت المرة الأولى التي اقترب فيها أنس الصفريو من القصر الملكي أواخر عهد الحصر الثاني كما يروي شاهد المقرب من دوائر السلطة بالمغرب كان الصفريو من المقربين من الرجل القوي سيء الذكر وزير الداخلية السابق أدريس البصري وكان أيضا وهذا تفصيل مهم يقول شاهدنا على علاقات وطيدة بشخصيات نافذة في الدار البيضاء هؤلاء كانوا شركان في سرية تم بحصة 15% من مجموعة الضحى من المستخيل التثبت من هذه المعطيات ولكن الأكيد أن الصفريو اقتنع بأن الوصول إلى محيط الملك طريق يجلب الأرباح بعد وفاة الحسن الثاني سنة 1999 أقدم محمد السادس على إقالة إدريس البصري ومن ثم إبعاد كل الأسماء المقربة منه ومن بينهم شخصيات الدار البيضاء التي تحدثنا عنها أعلى لقد وجدوا أنفسهم يقول شاهدنا مجبرين على التخلي عن حصصه في مجموعة الضحى لفائدة القصر الملكية مرة أخرى معلومة دون برحان ثم يواصل شهادته أعد أنس الصفريو لتوطيب علاقاته مع القصر بداية سنة 2006 مع الكاتب الخاص للملك محمد منير المجيد على وجه التحديد قبل أن يردف دون أن ننسى أن الشقيق محمد منير المجيد متزوج من ابنة عم أنس الصفريوي إنها صلة دم تساوي ذهبا يجب الاعتراف أن أنس الصفريوي كان ذكيا وأدفع لمقاولته جاذبية أكثر عندما أطلق سنة 2003 ما أصف بالشباك الوحيد كانت فكرة جيدة مؤداها أن يجمع في مبنى واحد كل المصالح أبناك ومغثق ومصالح الماء والكهرباء وغيرها التي يحتاجها الذين يقدمون على اقتناء السكن الاجتماعي ومعظمهم أميون وليس لهم حساب بنكي الأدف هو استكمال كل المصاطر الخاصة باقتناء السكن في يوم واحد تلك المصاطر كانت عادة ما تستارق أسابيع عديدة وربما أشهرا ظلت مجموعة الضحى ولمدة لا يستهان بها تسير لعاب المغاربة الراقبين في سكن جديد عبر أنس الصفريوي خلال الحوار الذي خص به مجلة جون أفريك عن ارتياحه وهو يعلن أرباح نمى بين سنتين 2002 و2005 نهز الثلاثين في المئة من رقم المعاملات والأرقام التي حققناها سنة 2005 تقارب 60 مليون يورو وميزانيتنا تفق 150 مليون يورو الشطط في استغلال المعلومة أفضع جريمة في تاريخ البورصة بالمغرب عرفت سنة 2006 تغيرا ملحوظا بعد إدراج 35% من رأس مال الضحى في البورصة أسبوع بعد ذلك لمح بعد مدراء الشركة أن ضغوطا من طرف المحيط الملكي هي التي كانت وراء فتح رأس مال الشركة بدأت عملية الإدراج في البورصة بتاريخ السادس من يوليو 2006 ببيع أسهم في ملك أنس الصفري ونفسه وكانت التوقعات متفائلة وتجمع لأن عملية الإدراج تلك كانت عملية ناجحة بامتياز كتبت مجلة تلك الأيام قبل ذلك أولى التوقعات تفيد أنه قد تم اكتتاب السروم الشركة أزيد من 15 مرة الطلب يتجاوز العرض 15 مرة أما الخبراء والمحللون الماليون فقد أشروا إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها إدراج مقاولة عقارية بالبورصة وهذا من دواعي الثقة إلا أن الواقع غير ذلك كما يقول الصحفي ذلك أن الطلب على الاكتتاب فاق 18 مرة العرض مما أدى حتما إلى ارتفاع المهول لقيمة السهم ولكي يبقى حجم التدول حرا على سهم ارتفعت قيمته كثيرا قام الصفري وانسجاما مع القانون بقسمة قيمة كل سهم على نصفين وبذلك تضاعف عدد الأسهم لقد استطاع استخلاص مبلغ 2.7 مليار درهم 270 مليون أورو حتى البسطاء من الناس حقق أرباحا من هذه الصفقة تحكم السشارة من الضار البيضاء متخصصة في التواصل المالي أنها وزوجها استفاد من هذه العملية الفريدة واستطاع أن يدفع ثمن سفر إلى الخارج وأن زميلا لها دفع تسبيق مسكنه بفرل الضحى وفي محيطها كان الكل يعلم أن أسهم الضحى كانت ستدر عليهم أموال هائلة رغم أن لا أحد يعلم كيف الأشهر التي أعقبت عملية الإدراج تلك ستكشف أن هناك أشخاص آخرين في الظل صنعوا ثروات حقيقية بفرل الضحى إنها عملية سطو يعتبرها المحللون الماليون والبانكيون أكبر جريمة شطط في استغلال المعلومة في تاريخ البورس بالمغرب الملاحظ الدقيق لتحولات أسعار أسهم الضحى سيارة جليا أن الأمور حسمت منذ الأشهر الأربعة الأولى التي أقبت فتح رأس المالي بالبورسة وبالتبط عبر ثلاثة مراحل خلال الفترة الممتدة بين السادس من يوليو وعشر نوفمبر حيث عرفت أسعار الأسهم ارتفاعا مريبا وغير مبرر حسب المحاللين الماليين فإن القيمة المتداولة شهدت ارتفاع بشكل معقول إلى أن وصلت إلى حدود ثمانية درهم للسهم الوحد وذلك بسبب مصلحة مبررة اقتصادية بالنسبة للمنعش العقاري بعد ذلك تاتي المرحلة الثانية حيث سنشهد أول حالة لانفلات السوق والسبب صدر مذكرة تحليلية من فرع التجاري وفبنك المتخصص في البورسة يقدر سهم مجموعة الضحى بقيمة 1050 درهم وبحكم السلوك القطعي للمستثمرين وصغار المساهمين وصل سعر سهم الضحى بسرعة إلى هذه القيمة وهو ما سيتعزز عندما أصدر نفس الفرع مذكرة أخرى تقدر فيها سهم الضحى بقيمة 1400 درهم إنه لأمر غريب غريب جدا خصوصا عندما تعلم أن تجارية وفبنك تابع لأونا أحد الهلدنات الملكية ابتداء من هذه اللحظة حيث أصبحت قيمة تداول الأسهمها 1490 درهم قامت مجموعة الضحى بالتوقف عن البيانات الرسمية خصوصا فيما يتعلق بشراء الأراضي ذلك أن أي معلوم بهذا الشأن تمكن دائما من السباق قيمة المجموعة في البورسة وهنا ستبدأ المرحلة الثالثة والتي وصفها البعض بجريمة السطو في ميدان البورسة تميزت بتزايد مستمر لقيمة الضحى بفعل الإشاعات والمضاربات إلى أن وصلت يوم العاشر من نوفمبر 2006 سقف 2014 درهم وفي نفس اليوم سلت قيمة تداولها حدود مليار درهم 100 مليون يورو وهو رقم قياسي أي ما يعادل ثلثي رقم معاملات البورسة إنها سابقة في تاريخ بورسة الدار البيضاء وذلك ما سيفسره هذا الحدث الذي وقع في الغد يوم الحد 10 نوفمبر 2006 قم أنسي الصفريو بتوقيع اتفاقية مهمة مع الدولة بحضور الملك للاستثمار 11 مليار درهم تضم الاتفاقية مشروعين سياحيين لم يخدع قتل أي طراب عروض أو مناقصة إذا كان الملك لا يوقع نفسه الاتفاقية فإن حضوره يبرهن على اهتمامه بها خلاصة الاتفاقية أن الدولة تبيع الأراضي بثمن جد منخفض المنعش العقري وهو يلتزم بتطويرها المشروع الأول مساحته 53 هكتار ويخص حقيقة الحيوانات السابقة بمدينة تمار قرب الرباط حيث التزمت الضحى أن تحولها إلى شقاق سكنية وفلات راقية مشروع يتطلب منها استثمار قدره 4.65 مليار درهم أما المشروع الثاني فيتطلب غلافا ماليا قدره 6 مليار درهم على مساحة تبلغ 450 هكتار ويتعلق الأمر ببناء قطب سياحي في مدينة الرباط بالنسبة للكثيرين فإن الارتفاع الساروخي الذي يعرفه سهم الضحى في البرصة والإقبال الكثيف على اقتنائه لا يفسره إلا شيء واحد وهو أن بعد الرسخين كانوا يعرفون مسبقا أن الملك سيمنح امتيازات للمجموعة على شكل أراضي تمكنها من الرفع من رقم معاملاتها وإذا علمنا أن قيمة مقاولة عقارية ترتبط أساسا بإمكانياتها في حيازة العقار فمن الواضح هنا أن الأمور حسمت بعناية بعد اشتراط عدم ذكر أسمائهم أشر العديد من المقربين من الملف إلى الدور الجوهري الذي لعبه المحيط الملكي في محاولات منه لخلط الأوراق أعمل صديق الملك والوزير المنتدى في الداخلية فؤاد علي الهم إلى نشر شائعة مفاده أن الأمير مولاي رشيد هو من يقف وراء هذه القضية هل يريد أن لا تتجه الأبصار صوب محمد السادس؟ لا علم لي بهذا الأمر أكيد أنه ليس هناك دليل رسمي يورط الملك في هذه القضية إلا أنه في المقابل أيضا لم يتم الكشف عن هوية المساهمين الجدد في المجموعة يستحضر الصحفي ويقول وقتها كنت أقمت الدنيا ولم أقعدها بحثا عن هوية هؤلاء إلا أن السر تم تكتم عليه بعناية فايقة وعندما طرح السؤال على نور الدين الأيوب المدير العام للمجموعة في حوار أجرته صحيفة يومية مغربية مقربة من السلطة أيام قليلة بعد التوقيع الالتفاقية بحضور الملك محمد السادس علق لتفادي الأسيرة المحرج قائلا فعلا كانت هناك إشاعات لأساس لها بخصوص قدم مستثمرين جدد إلى رأس مال المجموعة نحن ليست لدينا مشاكل مالية بل عكس ذلك تماما وبالتالي فإن دخول مساهمين جدد في رأس مالنا أمر غير وارد إنه كلام غير مقنع بتاتا لقد مرت ست سنوات على إدراج المجموعة ولا تزال هويات مالكي رأس مالها عبر البورسة خاضعة لسرية تامة حتى مديرة التواصل ببورسة الدار البيضاء أسير والراق تقول إنها لا علم لها بالأمر يا للغرابة لو كنا بسدد سوق منظمة بشكل محكم فإنما يمكن أن نصفه بقضية الضحى يستدعي تقيق من حول الشرطة في استغلال المعلومة إلا أن المجلس الأخلاقي للقيم المنقول الذي من المفترض أن يلعب دور شرطي البورسة فضل أن لا يعير أي اهتمام للأمر أما بالنسبة لأنس الصفراء فقد ظل دائما ينكر بقوة أي دعم أو امتياز يتمتع به من قبل الملك منذ سنة 2006 وهو يؤكد دائما للصحافة المغربية لا شيء يميز مجموعتنا عن الآخرين ولا وجود لشخصية نافذة تدعمنا ولم يسبق لنا أن سربنا معلومة متميزة وإلا كيف يتأتى لنا أن نفعل ذلك ونعطي لآخرين معلومة يغتنون بها على حسابنا إلا أن ثم تراجل أعمال آخر يتجرأ منذ سنة 2007 للاحتجاج والتنديد عبر المنابر الإعلامية بالامتياز الذي يحظى به في نظره منافسه الرئيس المدير العام لمجموعة الضحى فبالنسبة إليه كل ما هو ملك للدولة يجب أن يباع وفقا لطلب عروض هكذا يقول اسم هذا الرجل الوقح إن حميلود الشعب الرئيس المدير العام لمجموعة إينا هولدينغ في ميدين البناء والصناعة والمتاجر الكبرى والسياح والصلب والتي تحقق رقم معاملات سنوية تجاوز مليار يورو إنه حقا للسثناء بين رجال الأعمال المغاربة لا شيء يجمعه بمنافسه الأبدي أنس الصفريوي أسي أنس من فاس وميلود الشعب بدوي نريد في قرية صغيرة قرب الصويرة على الساحل الأطلسي إذا كان أنس قد ترارع وسط عائلة برجوازية فإن ميلود الشعب في ربيعه ثاني عشر كان يرعى الماعز قبل أن ينطلق في العمل في ميدان البناء في سن المراهقة ما يجمع الرجلين ربما شيء واحد هو كونهما عصاميين أسس الشعب أول مقابلة له عام 1948 واختر قطاع البناء أنس كان صديقا حميما للوزير الداخلي الوزير القوي في عهد الحسن الثاني أما الشعب فقد كانت علاقته دائما متوترة مع المؤسسة الملكية دون أن يتخطر خطوط الحمراء يختار ميلود الشعب اليوم اعتماد سياسة الهدوء تارك لابنه عمر مهمة رفض المقابلات الصحفية لقد عمل أواخر سنة 2006 على تفجير قضية حديقة الحيوانات التي استولت عليها مجموعة الضحاف نوفمبر 2006 بموجب اتفاقية الاستثمار الشهيرة لقد اعترف نوردين الأيوب المدير العام لمجموعة الضحاف حوار خاص به صحيفة أوجردويلو ماروك أن هذه المساحة الأرضية من 53 هكتار تم اقتناؤها بمبلغ 420 مليون درهم أي 820 درهم للمتر المربع وبما أن هناك أستاكا كهربائية من توتر عالي يجب دفنها فقد ارتفعت التكلفة إلى 100 ألف درهم للمتر المربع إنه ثمن جد منخفض ذلك أن ثمن المتر المربع عن ذاك يناحز 20 ألف درهم للمتر المربع وعندما حدد ميلود الشعب لإزعاج الضحى بتقديم عرض لشراء المساحة الأرضية المذكورة بثمن السوق لقى تجاهلا هائلا من قبل السلطات لم تكن تلك الفضيحة هي الوحيدة التي ارتبطت بحديقة الحيوانات لقد تعهدت مجموعة الضحى بموجب الاتفاقية أن تشيد حديقة حيوانات أخرى إذ قال الرئيس المدير العام كلفتنا الدولة بتشيد حديقة حيوانات على مساحة تبلغ 50 أكتار وفق المعايير الدولية العالية وقد بدأنا في ربط الاتصال بخبراء عالميين مختصين من أجل هذا المشروع الذي سيقام على بعد كيلومتر واحد من حديقة الحيوانات الحالية حتى سنة 2010 وتحت ضغط الرئي العام الذي كان ينتظر مشروعه خصص أنس السفريو 420 مليون درهم لبناء المشروع الذي كلف الدولة في نهاية المطاف 800 مليون درهم وهو المشروع الذي تم تجينه في يناير 2012 بالنسبة لبعض المراقبين لأمور ملكية يعتبر إدراج الضحى في البورصة بالإضافة لكونه نموذجا للشطط في استغلال المعلومة نقطة تحول جوهرية في نظام الافتراس الذي أنشأه الملك ومحيطه هنا وجهة نظر أحد الرجالات البلاطة الذين احتكوا لفترة طويلة بمحيط الملك محمد السادس يقول الرجل إن جريمة استغلال المعلومة لا تنحصر فقط في امتلاك معطيات مسبقة حول سعر السهم في البورصة إن التناعب الحقيقي هو أن تمنح أراضي من الملك العام بأسعار منخفضة مع العلم أن سعر السهم سوف يرتفع بالسمرار لقد فهموا من خلال الضحى أن اقتصاد المالي أسهل وأسرع للاقتناء من الاقتصاد الحقيقي لقد طوروا آليات معقدة لمنح أنس السفريو احتياطيا عقاريا جعل أسهمه في البورصة ترتفع قيمتها ولرد على السؤال من هم المستفيدون من العملية ابتسم وقال هم الذين يعملون في المحيط الملكي وهم في الواقع يشهدون على الطابع السائد في عصرنا هذا الذي يسير نحو المداربة والاغتناء بلا حدود وإخضاع الاقتصاد لسلطة المال ياله من اكتشاف الفصل التاسع الدولة تدعم شركات صاحب الجلالة ليست السرية إحدى الخصار التي يتمتع بها الرجال المحيطون بالملك خصوصا عندما يتعلق الأمر بالنتائج المالية للشركات التابعة للهولدينج الملكية تدار هذه الشركات من قبل تكنوكراب معظمه من خرجي مدارس المهندسين الفرنسية الشهيرة تكونوا وفق النظام الجمهوري الفرنسي لكنهم عادوا لخدمة جلالة الملك في هذا السياق الذي لا يرحم حيث يتنافس التملق مع وجوب تحقيق أحسن النتائج يصبح استعراض حسن الأداء الاقتصادي كما تستعرد عدلات الجسم الوسيلة الأمثل لحفاظ على المقاعد المحددة في أي لحظة مجموعة أونا هي أول معنية بهذه الأعراف قبل الاندماج في عام 2009 مع الشركة الوطنية للاستثمار أسانئي أظهرت الشركات التابعة لهذه الأخيرة أداء لا يمكن أن يثير شهية أي مسؤول تنفيذي كل الشركات كن يحتللن موقع أقع قيادية في ميادينهن ينطبق الأمر على شركة المركزية للحليب بحسة في السوق تقارب 62% من منتجات مشتقات الحليب كما ينطبق على الوسيور كريستال المسيطرة على قطاع الزيوت بيمو شركة البسكويت أومورجان وسيمة في قطاع التوزيع التجاري بعض الفروع مثل كوسيمار في قطاع صناعة السكر تملك امتياز الاحتكار المطلق أو تتمتع بامتياز التفرد على المسة والوطنية مثل سوبريام الموزع الحصري لعربات بيجو وستروان في المغرب ولكن دعنا نعترف بالحقيقة فمحمد السادس ليس هو المحرض الوحيد على هذا النظام الملكي المفترس متفرد عن نماذج أخرى مماثدة في المغرب العربي ففي تونس مثلا استطاع رئيس العبدين بن علي وزوجته ليلة ترابلسي أن يسيطر على قطاعات كاملة من الاقتصاد ويسخرها لمصلحة المقربين منهم يشهد التاريخ أن الحسن الثاني هو الذي كان السبق إلى إنشاء هذا الاخطباط الملكي الذي تحول فيما بعد إلى ما يعرف الآن بأونة لكن باستثناء الزراعة والضيعات الملكية التي كان يحرص عليها لم يكن الملك المسن يدير أعماله بدقة لذلك أوكل منذ التسعينيات إدارة شركاته الزراعية المعروفة باسم الضيعات الملكية إلى صاره خالد بن حريبة زوج ابنته الأميرة للا حسنة السيد الصحر كان طبيب قلب ولم تكن له أي تدراية بإدارة المزارع لذلك فقد قام بتسيير الضيعات قرابة عقد من الزمان دون كبير موهبة ولكن دون كوارث كانت شركة أونة بالنسبة للحسن الثاني قبل كل شيء وسيلة لتعزيز سلطته السياسية انسجاما مع رغبته في تكريس الاستبداد الملكي لا بد لهذا الاستبداد أن يشمل كل المجالات ومنها المجال الاقتصادية الأمر مختلف مع محمد السادس فبمجرد وصوله إلى الحكم بمساعدة من صديقه المخلص مونير المجيد سرع الملك الشاب إلى تنمية المشاريع العائلية والتي أصبحت مجبرة أن تدر أرباحا ومن ثم فإن أي منافس يتجرأ على مواجهته في الميدان الاقتصادي يعرض نفسه لحرب بلا هوادة حرب أخرى بين الإخوة الأعداء هذه المرة نشبت في سرايا القصر بين عامي 2006 و2007 طرفها رجل القصر القويان الذراع الأيمني وفؤاد علي الهم الذي يحرك الخيوط في وزارة الداخلية والذراع المالي مونير المجيد الذي يدير الثروة الملكية إحدى هذه المعارك دارت رحاها سنة 2006 وكان لفرنسا دور محوري فيها تحت تأثير الصدمة من خشونة الأسلوب المستعمل من طرف رجال الملك لتهميش شركات فرنسية مثل أكسا وأوشان اشتكت السلطات الفرنسية إلى محمد السادس من سوء المعاملة التي أصبحت تلاقيها في المملكة لكن هذه المبادرة لم تكن موفقة لقد كان مونير المجيد يجتهد في صمت لأجل فك التحالفات التي كانت شكلتها بعد فروع أونى مع عدة شركات فرنسية تحت حكم الحسن الثاني ومع ذلك عملا بقاعدة فرق تصد كلف محمد السادس الهم بالتحقيق في التظلمات الفرنسية استشعر الهم في هذا فرصة ذهبية لتوجيه ضربة إلى منافسه المجيد فقام بالتعاون مع مدير المخابرات المغربية ياسين منصور بإجراء استجواب بوليسي صارم للسكرتير الخاص للملك هذا هو مصير المصالح الفرنسية في أوسط عقد 2000 تغذيه الصراعات الشخصية في الملعب الخلفي للقصر منافع صندوق المقاسة محمد السادس كالحسن الثاني لا يتردد في توظيف سرطة الدول لأجل مصالحه الشخصية بينما يسعى لتسويق صورته كملك الفقراء لشعبه وكذلك للمجتمع الدولي لكنه في الواقع يستمر في الاستحواذ على المال العمومي على نتاق واسع وتعتغطاء قانونية كما يتضح من قضية الدعم الموجه لحصول المواطنين على المنتجات ذلك الدرورة الأولى النفط والبوتغاز والسكر والزيت منذ أربعينيات القرن الماضي يتوفر المغرب على منظوبة للمقاسة يديرها صندوق يحمل الاسم نفسه تحمل مداخل الرباية ومدفوعات الخزينة العامة والغرامات الإدارية وغيرها ويمكن من الاوقاع على مستوى المقبول من أثمان المنتجات الأساسية أقل من ثمانها الحقيقي لكن مع ارتفاع أسعار المواد الخام ونمو السكان ارتفعت مصاريف الصندوق بشكل مخيف لتصل إلى 20 مليار درهم 2 مليار يورو في عام 2007 وأكثر من 36 مليار درهم 3.6 مليار يورو في عام 2008 و45 مليار درهم 4.5 مليار يورو في عام 2011 بغد النظر عن الضغط الذي تشكله هذه الأرقام على ميزانية الدولة فهذا هو ثمن السلم الاجتماعي ومن ثم يعرف محمد السادس أن كل زيادة في حجم الدعم ينتج عنه ارتفاعاً ولو طفيفاً في أرباح شركاته ومع ذلك توجد البدائل الممكنة لهذا الصندوق على سبيل المثال يقول نجيب أقصب الخبير الاقتصادي والأساذ المعروف في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط الدولة يمكنها أن توزع بعد الدخل على الفقراء كنوع من الدخل الأدنى ثم يشرح يقدر عدد الفقراء في المغرب بين 4.5 و5 ملايين من الأشخاص تقريباً مليون عسرة إذا كانت الدولة توزع عليهم ألف درهم شهرياً مئة يورو فالكلفة الإجمالية هي 1.2 مليار يورو سنوياً أقل بكثير من المبلغ الحالي 45 مليار درهم 4.5 مليار يورو ولو أضفنا مليون عسرة أخرى من الطبقة بين الفقيرة والمتوسطة ومنحناها نفس المساعدة المباشرة فإن الكلفة تبقى أقل من النظام الحالي للمقاصة وأكثر نجاعة وأنصافاً نحن نؤدي ثمن عدم إصلاح هذا النظام مع الأسف يبدو أن هذه الاعتبارات المالية تعوالم بعيدة جداً عن شواغل صاحب الجلال ومحيطه إذا كان مونير المجيد حسب رأي المراقبين الذين تعاملوا معه يعيش في طرف وبذخ كبير فإن زوجة السيد فؤاد علي الهم حريصة بدورها على التشبث بامتيازاتها كما يتبين من هذه الحكايا بعد قضائها بضعة أيام في باريس شهر أوت 2006 ركبت السيد الهم طائرة الخطوط الملكية المغربية لتعود إلى المغرب برفقة ابنتها وخادمتها وعندما انتبعت إلى أن هذه الأخيرة تتوفر على تذكرة الدرجة الاقتصادية فقد بدل الدرجة الأولى ذهنت وقررت إصلاح هذه الحماقة فطلبت على الفور من المسؤول عن المخابرات الدياستي لدى سفرات المغرب بباريس أن يتدخل لدى شركة الطيران لكن الشركة رفضت الرضوخ للتهديد والوعيد وخاصة أن الطائرات ممتلئة بالركاب في هذا الوقت من السنة هنا تدخل شخصيا عبد الرزاق الجايد القنصل العام للمغرب في باريس عبر الهاتف أزعم أنه يحمل أمرا مباشرا من الملك الحكاية لا تخبر في أي درجة سفرت خادمة الهم ولكن على العموم لازل هذا المستوى من مقاومة التسلط السيثنائيا والحكومة المغربية تعرف ذلك جيدا لأنها تعيشه باستمرار في عام 2005 أعلنت الحكومة أنه في إطار الخوصصة بعد كل الحصص العمومية من رأس مال أربع مصانع للسكر إلى شركة كوسومار بثمن إجمالي قدره 1.367 مليار درهم وزير المالية أنذاك فتح الله والعلو وهو اليوم عمدة مدينة الرباط وصف هذه العملية بكونها تندرج في إطار مشروع كبير لتطوير صناعة السكر في المغرب وتبرهن على إرادة الدولة دخاء دينامية جديدة في القطاع الزراعي والصناعي على السواء ولكن الوزير نسي أن يشير إلى أن بعد بيع الشركات الأربع لشركة كوسومار التي تمتلكها بدورها أونة أصبحت المملكة في حالة فريدة من نوعها كيف يعقل أن يستسمح الخاصة لشركة يمتلكها رئيس الدولة أن تتمتع بوضعية احتكار المغربة يحبون السكر ويستهلكون منه كل سنة حوالي مليون طن نصفه منتوج محلي ونصفه مستورد منذ عام 1996 حددت الدولة الإعانة العمومية في مبلغ 2000 درهم للطن المصفة لكي تضمن للأسر الاستمرار في شرب الشاي بالنعناع يقول الأستاذ نجيب أقصبي وإدريس بن عطية ونوردين العوفي في كتاب المخصص للزراعة المغربية نشر عام 2008 تحت سيطرة كوسومار التابعة لمجموعة أونة تتكون صناعة السكر من ستة مصانع للسكر الخام وسبعة للسكر الأبيض واثنين للتصفية وبما أن مبلغ الدعم تدفع مباشرة إلى وحدات الإنتاج ومستوردي السكر المصفة بناء على الكميات المباعئة بعبارة أخرى إلى كوسومار وحدها وعسب الأرقام التي تصرح بها الشركة هذا الوضع يطرح مشكلة يواصل نجيب أقصبي بما أن شركة الكوسومار تحتكر كل قطاع السكر الإنتاج والتحويل والتوزيع فهي بالضرورة تشارك الدولة في تدبير صندوق المقاس في الجزء المتعلق بالسكر تمر الأمور في تعتيم تام بين هذين الطرفين من ناحية شركة قوية من المجموعة الملكية ومن ناحية أخرى الإدارة التي لا تملك الوسائل وربما والأهم الإرادة والرابط في مراقبة ما تدلي به الشركة من أرقام في فاترة الدعم كل الاحتمالات تبقى واردة المزارع الملكية كل شيء سري تنتمي الأراضي الانفلاحية التي يمتلكها الملك إلى شركة خاصة كانت تسمى الضيعات الملكية دومان غويو وأصبحت اليوم تسمى الضيعات الفلاحية دومان أغيكل هذا كل ما هو معروف رسميا عن هذه الشركة الغامدة كل ما يتعلق بها خادع للكتمان إلى درجة أن مسؤولية التواصل هناك تجيب الطلاب الجامعيين الذين يتصلون بها لأبحاثهم المعلومات كلها سرية ولا يسمح لأحد بالإطلاع عليها في سنة 2008 قامت المجلة الأسبوعية المغربية الناتقة باللغة الفرنسية تلكال برفع الحجاب عن جانب من تلك السرية فكشفت أن مجمل رقم وعملات شركة الضيعات الملكية يقدر بحوالي 150 مليون دولار ثلثاها من عائدات التصدير وخاصة الحوامد وأن الشركة تحتل المركز الأول لمصدري الحوامد والبواكر المغاربة بأكثر من 170 ألف طن ولكن الغموض يلف عدد الهكترات التي تملكها الأسرة الملكية هل تعد بالألاف أم مئات الألاف؟ أما منتجاتها فهي متنوعة جدا البواكر والحوامد والمشتقات الحليبية والعسل وتربية المواشي وتربية الأسماك والورود والنباتات العطرية الرقم المصرح به عن حجم المساحة من الهكترات ليتجاوز 12 ألف هكتار هو رقم يثير شكوك وصخرية الخبراء الذين يقدرونه بأكثر من ذلك بكثير إنهم يعلمون عين اليقين أن مزارعها توجد بضواح الرباط وأكادير ومراكش وبني ملال وفاس وأيضا في الشمال وحتى في الجنوب الغريب أن محمد السادس انتظر خمس سنوات بعد اعتلائه العرش ليكتشف أن الأراضي التي يمتلكها تستطيع أن تذر عليه أرباء طائلة في هذا الصدد كان الخطاب الذي وجهه للشعب يوم الثالثين من يوليو 2004 بمثابة طلاق استراتيجية جديدة للاستفادة من الأراضي الفلاحية فقد قال نحن واعون بحجم العجل الذي يعانيه الوسط القروي لذلك نعتبر أن إعادة هيكلة اقتصادنا يمر أساسا عبر استراتيجية فعالة للتنمية القروية وأيضا عبر تحويل الميدان الفلاحي من النمط التقليدي إلى نمط أكثر حداثة وعصرية ومردودية في الواقع فهو عندما يقول إعادة هيكلة الوسط القروي فإنما يعني على وجه الخصوص إعادة تأهيل حقوله الزراعية لقد وافق بسرعة على إقالة زوج أخته الذي كان مسؤولا عن تسهير تلك الضيعات واستبداله بأحد المقربين من منير مجيدي لقد أشرت مجلة تلكال في 2008 جميع القرارات الهمة للمجموعة يتخذها أو يوافق عليها الكاتب الخاص للملك أما الرئيس المدير العام بعمار بعمار فهو يكتفي بتصريح الأمور العادية للمجموعة بينما كل ضيعة يسيرها مدير المسؤول تحت إمرة الرئيس المدير العام الذي يوجد بدوره تحت سلطة المجيدي وفي هذا السياق بدأت الضيعات الملكية تعرف تحولات عميقة في سبيل الحدثة والمردودية ولكن للأسف لا يمكن القول إن مستوى معيشة سكان القرى المغاربة ارتفع بنفس الوتيرة التي ارتفع بها رقم معاملات الضيعات الملكية حرية التعبير تحت الخناق مهنة أخرى ستعاني من نفس العوائق له وهي مهنة حرية التعبير بعد فترة تنفس فيها الصعداء ما بين 2005 و2007 ربما لتراجع نفوذ الجناح المتشدد من الأمنيين في القصر ستعاني الصحافة الحرة والمستقلة تكميما غير مسبوغ للأفواح لقد بدأت سنة 2007 وهي سنة تنظيم الانتخابات التشرعية بإجراءات تعصفية فقد صدر يوم الخمس عشر من يناير الحكم الابتدائي على دريسك سيكس مدير النشر بالجريدة الأسبوعية العربية نيشان وعلى الصحفية سناء العاجب ثلاث سنوات سجنا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية تقدر بثمانين ألف درهم هذه الأسبوعية الناتقة بالدرجة المغربية تعرضت لحكم بالتوقف لمدة شهرين ما السبب إنه ملف يحمل عنوان النكت حيث تطرح المجلة السؤال كيف يضحك المغاربة من الدين والجنس والسياسة ثلاثة أيام بعد ذلك اضطر أبو بكر الجميع صاحب الصحيفة الأسبوعية للجرنال للاستقالة من منصبه لإنقاذ الصحيفة كيف لقد صدر في حقه وحق الصحفي فهد العراق حكم بدفع مبلغ مالي قدره ثلاثة ملايين درهم كتعويد عن القذف لمركز بحث غامل ببلجيكا والسبب هذه المرة حسب منظمة مراسلون بلا حدود نشر ملف يشكي في موضوعية الدراسات التي أنجزها هذا المركز عن جبهة البوليزاريو لم يتمكن الجامعي من دفع تلك الغرامة ففضل الانسحاب كلا يعطي الفرص للمفاوضين القضائيين لتشميع مقر الجريدة فتمكن من ربح مدة سنتين في نفس السنة تواصل قمع الصحافة فتعرض الصحفي مصطفى حرمت الله للسجن المدة الثمانية شهور بسبب نشره لمذكرة للمخابرات المغربية تنص على أخذ الحيطة والحذر من الأعمال الإرهابية هذه الحملة التي خاطط لها فؤاد علي الهم لتكميم أفواه الصحافة مكنت القصر من صرف النظر عن تصرفات المؤسسات التجارية الخاضعة له ذلك أن العديد من المقالات تناولت موضوع استفادة مجموعة أون من المنح العمومية مما ينذر بتفجر الفضائح وعلى العموم كانت شركات الملك تعيش خفاضا في مرضوذيتها في نفس الوقت في مكاتب القصر الملكي كان منير المجيد ومساعده وحسن بوهم بعد أن توقع هذه الاختلالات يخططان بهدوء للمرحلة القادمة الهيمنة على قطاعات وعيدة في المستقبل وفي نفس الوقت التظاهر بمحاربة الرشوة الفصل العاشر نزوات الملك يعطي الملك في المغرب المثال لغيره لكنه في نفس الآن مثال سيء ونموذج للاقتناء غير المحدود على حساب بلاده والذي يحدد باختزال التوازن الملكية بدورها رسميا يعتبر شخص الملك مقدس ولا يسمح لأي كان بانتقاده هذا قرار سبق أن اتخذه الملك الحسن الثاني الذي حرص على التمتع بامتيازات اللحصل لها دون أن يلتزم في المقابل بواجبات واضحة وصارمة أيضا إزاء شعبه من الوشاة النظرية يمكن عصر الملك كان الحسن الثاني يعترف بهذا ضمنيا لقد رأينا خالات تم فيها فسخ رابطة البيع عندما اعتبر السكان أن الملك لم يقم بواجبه كاملا لحماية الدين أو تخلى عن أجزاء من التراب الوطني في الواقع لقد كان الملك يدرك أنه يستطيع تناول هذه الفرضية لأنها تبقى دون أثر يذكر لأنه لا تتوفر أي مؤسسة تملك الحق في الجزم بكون الملك قد أقفق في مهمته ولا تجد أي مسترة تضبط إقالته أما البيعة التي أسس مراصيمها الحسن الثاني فهي تمثل آدات لممارسة السلطة والنفوذ وتثبيت الشرعية لقد أدرك خليفته أن الحفاظ على رباط البيعة هذا يضمن له الإفلات من العقاب رغم ذلك فإنها صورة متدنية تلك التي يمنحها الملك اليوم لشباب بلاده قد يعتقد كثير من الانتهازيين أن الطريق السريع نحو الثراء والامتيازات هو الدوران في فلك الملكية ولكن بالنسبة لعموم الشعب نصف الشباب المغاربة بالعمل فإن تجاوزات القصر وبلاطه الملكية تثير الكثير من الغضب والإحباط السعي وراء الرشوة فساد بلا حدود من جهة وقبضات أمنية قوية أحكمه الحسن الثاني لزرع الخوف في النفوس من جهة أخرى هما العنصران الرئيسيان لذان يضمنان استمرارية المغزن لكن حجم التجاوزات أصبح يضعفه بل يؤدي به للإهنيار ولو بعد حين هل كان إذن خطاب محمد السادس يوم العشر من أكتوبر 2008 في افتتاح السنة البرلمانية الجديدة يهدف إلى ربح الوقت؟ لقد كان هذا الخطاب كله متمحورا حول ضرورة مكافحة الفساد يشرح الملك أن الحكامة لا تنحصر فقط في الحق المؤسساتي والقانوني أو المجال السياسي بل أيضا في المجال الاقتصادي ويضف أن التخليق الشامل واجب لتعزيز دولة الحق والقانون في مجال الأعمال التجارية لذا فمن اللازم تقوية الآليات الضرورية لضمان المنافسة المفتوحة والحفاظ على حرية السوق ومقاومة جميع أشكال الاحتكار ومقاومة اقتصاد الريع وأيضا منعم جميع الممارسات الإجرامية خطاب غريب لأن كل كلماته تكذبها أفعاله استقبل هذا التحول بقلق من طرف سفرة الولايات المتحدة الحليف الغربي الحقيقي الوحيد للمغرب بجانب فرنسا بينما يغمض الدبلوماسيون الفرنسيون في المملكة عيونهم يفضلون الرقبة الذاتية أسرع نذراءهم الأمريكيون بإبلاغ واشنطن في ديسمبر 2009 أرسلت القنصلية الأمريكية في الدار البيضاء برقية سرية سوف يكشف عنها ويكيليكس فيما بعد تشير هذه الوثيقة بإسهاب للفساد الملكي في قطاع العقرات وتذكر أن المؤسسات مثل أونى تابعة للأسرة الملكية والتي تشرف على العديد من المشاريع الهم تمارس بانتظام الضغط على المنعشين العقريين لكي تحصل أونى على امتيازات تفضيلية ثم يضيف المؤسسات الرئيسية وإجراءات الدولة المغربية استغل من طرف القصر لأجل الضغط والسعي وراء الرشوة في قطاع العقرات وفقا لما ذكرته مصادر القنصلية القرارات الاستثمارية الرئيسية يتخذها ثلاثة رجال في المملكة فؤاد علي الهم الوزير المنتدب السابق في الداخلية أنذا كان يدير حزب الأصالة والمعاصرة ومنير المجيد مدير الكتابة الخاصة بالملك والملك نفسه وهكذا فإن كل مناقشة مع شخص آخر هي مضيعة للوقت خلافا للأتقاد السائد فقد استفحل الفساد في قطاع العقرات في عهد محمد السادس البرقية الدبلوماسية تتناول أيضا النفوذ والمصالح التجارية للملك وبعد مستشاريه في تقريبا كل المشاريع العقارية ذات الأهمية هناك سفير أمريكي سابق لدى المغرب حافظ على ارتباط وثيق بالقصر واشتكى للدبلوماسيين في بلده من الجشع المبالغ فيه لأقارب محمد السادس والملك نفسه وعبر عن اعتقاده أن هذه الظاهرة تتقوض بشكل خطير إجراءات الحكامة الرشيدة التي تجتهد الحكومة المغربية لتعزيزها بين الحسن الثاني إلى محمد السادس تفاقم الفساد يرسم الدبلوماسيون الأمريكيون روحة شديدة القسقط عن الفساد المستشري لدرجة تنزع أي مستقية عن الخطاب المناهد للفساد الذي ألقاه الملك في العام السابق لا شك أن بعض الممارسات الفاسدة كانت موجودة على زمن الحسن الثاني إلا أنه تحت حكم محمد السادس أصبحت هذه الممارسات عملا ممنهجا قطاع العقارات هو الجزء الأكثر غضوحا في الافتراس الملكي ربما لأن الرأي العام المغربي يعلم جيدا هوامش الربح التي يحققها هذا القطاع والتي تتجاوز عموما نسبة 30% أرباح ضخمة مضمونة لأعضاء القصر وللمنعشين العقاريين الذين يدورون في فلكهم يمنح هذا القطاع أيضا أفاقا جذار أحد المقربين من هذه العمليات يعلق صاخرا إنما نستطيع فعله مع مجموعة الضحة نفعله أيضا مع صندوق الإيداع والتدبير صندوق الإيداع والتدبير هذا الذي يسيطر عليه الملك لديه بالفعل فرع عقاري يدعى الشركة العامة العقارية أطلق هذا الفرع في عام 2007 اكتتابا على 20% من رأس ماله في البورصة امتدت فترة الاكتتاب من 23 يوليو إلى 27 منه المستثمر الصغير الذي يصبح بكل سذاجة مالكة للأسهم يجهل أن نظام البورصة في الواقع مشوه تماما في المغرب كما رأينا لا يعتبر الاستفراد بالمعلومة لتوظيفها في البورصة جريمة يعاقب عليها القانون ولكن بالأحرى امتيازا لا يفوز به مرة أخرى إلا المقربون من الملك في حالة هذه سرعت عدد من الشركات الأجنبية المستقرة في البلدان التي تعتبر ملاذات ضربية إلى شراء كميات كبيرة من الأسهم قبل الناس العاديين هذا هو استغلال النفوذ في أبشع صوره من يملكون السلطة يطلعون على الخبايا ويملكون القدرة على شراء الأسهم قبل البقين محققين بذلك ربحا فوريا حصل الاكتتاب على أسهم الشركة العامة العقارية في البورصة سنة بعد الاكتتاب على أسهم الضحى أدر الاكتتاب على أسهم السي جي اي ما يقارب من 3.5 مليار درهم 350 مليون يورو وهو المبلغ الذي يجعل من عملية الاكتتاب هذه ثاني أكبر عملية في المغرب بعد اتصالات المغرب تضعف سعر السهم خمس مرات في أقل من شهرين أشرف رجل القصر المجيد وبهم في المقدم على تفاصيل العملية وقدم تقريرا عنها للملك بما أن الفساد ظاهرة قابلة للارتصاع فقد سمحت هذه العملية أيضا بنقل هذه المعلومات الحساسة إلى بعض المقربين من الذين كان النظام يراب في مكافآتهم أو توريتهم على حد تعبير أحد المطلعين على الملف أبدت إحدى المؤسسات المالية التي كانت تظن نفسها في منأة من العقاب في هذا الملف نهاما مبالغا فيه مجموعة أبلين التي أنشئت في عام 1992 ضمت منذ بداية عقد الألفين مساهما جديدا بنسبة 40% من رأس مالها يدعى حمد عبدالله راشد آل شمسي هذا المواطن الإماراتي الذي لا يعرفه أحده بحسب مصادر حسنة الأطلاع ليس إلا واجهة وحامل أسهم بالنيابة عن عضو في العائلة المالكة خلال عملية الاكتتاب في الشركة العامة العقارية استعمل مسير أبلين الأموال المودعة من قبل بعض الزبائن لتنفيذ عمليات شراء الأسهم لصالح شركات مقيمة في ملاذات ضريبية يملكها رجل إنجليزي تعهد هذا الأخير بإعادة بيع الأسهم مع هامش ربح مقرر سلفا أدرت هذه العملية على أبلين ربحا لا يقل على 240 مليون درهم 24 مليون يورو ولكنها جذبت انتباه مجلس القيم المنقولة شرطي السوق شهاز معروف بتسامحه الشديد مع هذا النوع من التجاوزات بالرغم من ذلك حكم على أبلين بأداء غرامة مالية قدرها 10 مليون درهم 1 مليون يورو مما أدى على ما يبدو إلى إغضاب قريب الملك فقرر أن ينسحب خشية من أن يتم توجيه اللوم عليه وعليه وللخروج من المأزق فقد تم طبخ السيناريو يقضي بقيام بنك عمومي هو البنك الشعبي المركزي بشراء شركة أبلين بموجب مذكرة تفاهم الموقع بين الطرفين تم تقييم مجموعة أبلين بنحو 750 مليون درهم ونصل اتفاق على أنه بموجب المرحلة الأولى من التقارب بين المؤسستين سيتم شراء نسبة الأربعين في المئة التي يملكها المساهم الإماراتي المزيف الذي يحمل على الأرجح حصة الأسهم التابعة لقريب الملك قدم تقرير منظمة التعاون والتنمية الصادر في اليونيو 2011 في الربعات بحضور وزير الشؤون الاقتصادية المغربي حصيلة حادة من الإخفاقات في مجال الإدارة الاقتصادية أكد التقرير خصوصا على الفساد وغياب الشفافية فضلا عن أوجه القصور الكثيرة في النظام القضائي أكد التقرير أيضا على تطور مثيل للقلق بشكل خاص يتطور التدبيل السياسي في الاتجاه الإيجابي ببطء أما التدبيل الاقتصادي فيتراجع بسرعة تحت تأثير الضربات القصر العنيفة لا تخلو العلاقة بين الملك وأخيه وأخواته من مشاكل مولاي رشيد يسافر كثير للخارج واثنان من أخواته يقيمان غالبا في باريس لقد تحول ولي العهد من أخي لطيف ومحبوب إلى شخص له مزاج صعب وقليل المرونة ولو مع أسرته حسب رواية ابن عمه مولاي هشام الذي أصبحت علاقته مع الملك متوترا فقد تعرض محمد السادس للإهالات عدة مرات من طرف أبيه فنتج عن ذلك حالة نفسية تبالغ اليوم في الحرص على ممارسة كل صلاحياتها كما أن إرادة التحكم الشامل في الاقتصاد سببها نفس المنطق إنها رابة جامحة في الانتقام تلك التي كانت وراء أزمة كبيرة في ظل هذا النظام حيث كل ما يمت بصلاة إلى الأسرة الملكية يظل تحت الكتمان يوجد سر محفوظ إثنى عشر سنة بعد وفاة الحسن الثاني يبدو أن جزءا من ميراثه لازال مصادرا من طرف محمد السادس لم يتسلم الإخوة سوى نصيبه من الإقامات والأراضي والعقرات بينما احتفظ الملك ببقية الممتلكات ذات القيمة الضخمة إنه تصرف محير ولكنه يعكس مجددا نوعية العلاقة العجيبة بين الرجل والمال من جهة وبينه وبين أبيه المتوفى من جهة أخرى بعد إثنى عشر سنة من الحكم يظل محمد السادس شخصية تستاصي على الفهم يبدو كأنه يشبع نهمه عبر فرد ربته على أعضاء أسرته في يوم من الأيام المشرق وبينما كان يسير على شاطئ البحر في شمال المغرب التقى محمد السادس بالصدفة ابن عمه مولايه شام الذي لم يكلمه منذ عشر سنوات فأشار إليه بحركة غير لائقة يحكى أيضا أن والي بنك المغرب حاول جاهد مساعدة أخت الملك الأميرة للا مريم للحصول على تغطية صحية من فرنسا نظر للصعوبات المالية التي كانت تعيشها لا شك أنها صعوبات نسبية في هذه الأثناء يوصل الملك إشباع نزواته يقوم بجمع السيارات الفاخرة وأيضا اللوحات الفنية والرجل الذي ينسق عملية الاقتناء من الأرويقة العالمية هو حتما منير المجيد أما المسؤول عن المشتريات فهو حسن المنصور المقرب من حسن بوهمو والذي كان أحد مؤسسي شركة أبلاين المالية وكذلك المجلة الأسبوعية المعارضة لجورنال أبدو مادير حسن المنصور يوجد اليوم على رأس الشركة الملكية بريماريوس المكلفة بتأثيث وتزيين القصور الملكية على حساب خزينة الدولة المغربية وهو يسعى في هدوء لإرضاء أذواق الملك يبدي محمد السادس شغفا خصا بأعمال الفنان التشكيلي مارك شاكال رغم أنه يعبر عن عالم مناقض تماما لمحيط محمد السادس لوحاته ذات طابع سادس تصور غالبا الحياة اليومية للطائفة اليهودية في روسيا التي أولد فيها أواخر القرن التاسع عشر ثروة الملك المحاطة بالكثير من الغموض إلى درجة أن التخمينات حول حجمها صارت دون حد خلال التسعينيات القرن الماضي قدر المعارض مؤمن الديوري حجمها بعشر مليار فرنك فرنسي مدعة في عشرين بنكا بفرنسا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية في يناير 2000 أي بعيد اعتلاء محمد السادس عرش المملكة قام الشيخ يسين مرشد جماعة العدل والإحسان بنصح الملك الجديد بالتكفير عن جرائم أبيه بأرجاع ثروة هذا الأخير إلى خزينة الدولة لتقفيف الدين الخارجي للبلد فامر الملك بمنع نشر رسالة الزعيم الإسلامي العجوز هل تريد مزيدا من العجائن يا صاحب الجلالة؟ كتب العديد من الأطراف الفاعلة في حقل السياسة عن موضوع العزلة التي يعيشها من يمارس السلطة ولقد كان الحسن الثاني يعترف ببساطة أن الملك ليس له أصدقاء بيد أنه لا يعدم متزلفين من حوله من اللافت للنظر اليوم كون العاهل المغربي يتحرك ضمن ضائرتين اثنتين من الأشخاص لا تتواصل إحداهما مع الأخرى أبدا الأولى تتكون بالإضافة لرفقاء صهراته ولهوه من زملائه السابقين في المدرسة الملكية وقد أصبحوا كما رأينا من قبلهم أقرب معاونية نادرا ما يلتقي الملك أعضاء الحكومة ولكنه يلتقي تقريبا كل يوم هذه الشلة من يؤدينون له بكل شيء هم ينفذون أوامره ويرضحون لأرضاء نزواته ويتحملون غضبه ويتجرعون شتائمه إنهم يتقبلون الإذلال والإهانة أمام الملأ بعدما تخلوا عن كرامته مقابل عائدات مادية مريحة الملك يرعبهم فيتحولون بدورهم إلى مرهبين للذين يشتغلون تحت إمارتهم إن القرب من الملك في حضيرة القصر لا يكفي للانتماء إلى الضائرات الأولى المحظوظة والتي تضم بعد أبناء عموماته وأفراد آخرين ذوي مسارات مدهجة هناك مثلا حالة عبد المولى رطيب بائع متجول سابق في أسواق باريس ومدن فرنسية أخرى كان أبوه عمل مناجم وقد نشأ في مدينة بيتون الفرنسية واليوم له شركة للنسيج بالمغرب تصدر سبعين في المائة من انتجها إلى أوروبا وثلاثين في المائة للولايات المتحدة وتشغل ثمانية آلاف من العمال والموظفين لقد تطورت بين وريث عرش المغرب والمقاول الذي عاش الحرمان في صغره علاقة تفاهم وثيق غير متوقع قلة من الناس يعرفون أنه صديق حميم للملك وهذه القلة من الأفراد تجهل أسباب هذه الصداقة محمد السادس يدعوه إلى صهرات قصره كما يدعوه إلى أماكن عطلته خلال فصل الصيف يطيب للملك أن يستقر في الشمال قرب تطوان حيث ترصو سفينته الشرعية لقد تشرف باستقبال الملك إياه على متنها حيث رفقه مع أسرته لزيارة أجنحتها بما في ذلك غرفة النوم وهذا امتياز نادر حتى أن رتيب قال مزهول لأصدقائه أنا الوحيد الذي زرت غرفة نوم الملك وهن ارتكب خطأا حيث أن الملك علم بذلك فغضب عليه أو هكذا يحكى ثم تشخص آخر يدعى سعد العلج يدعى بانتظام إلى مقر إقامة الملك ويعرف بشكل غير مباشر ما يجري في كواليس القصر كان عمه هو المهرج المفضل لدى الحسن الثاني بعد أن شغل نفس الوظيفة عند الملك فهدعه للمملكة العربية السعودية سعد العلج عرف عليه أنه رجل أعمال يحصد كل ما وجده في طريقه يتربع لرأس الهولدينغ سنام ويسير مجموعة من الشركات النرشطة في ميدان الصناعة الغذائية والعديد من الفروع التي اشتراها من مجموعة أونع كانت آخرها شركة لمونيكاسك ماروك للتصبير التي كانت تابعة بنسبة 100% لأونع والتي مكنت من احتلال المرتبة الأولى عالميا في تصبير سمك الأنشوفة لم يكن هذا الامتياز الوحيد الذي حظي به سعيد العلش فقد استفاد أيضا من تفويت قطع أرضية بأسعار زهيدة وبدأت مجموعته الاستثمار في ميدان العقار ولكن هذه المرة وحسب ما قيل بمعية شريك ليس سوى فؤاد علي الأم المستشار السياسي للملك تحت اسم المستعار من الواضح أن القرب من الملك يوفر المنافع للذين ينتفعون منها إنهم يحظون بنوع من الامتياز فعلا لكن في بحر من الكآبة والنكد هكذا يصف رجل أعمال المغربيين بوس هؤلاء القوم وسط هذا الاستنزاف الملكي الممنهج لاقتصاد البلاد حيث تم حشر رجال الأعمال في دائرة ضيئة جدا أقصى طموحهم تعريب الأموال إلى الخارج واقتناء الشقاق في باريس والسعي للحصول على جوازات سفر فرنسية أو كنودية أو أمريكية ثم يقول متأسفا إن المغرب هو البلد الوحيد الذي يحلم فيه الفقراء بالرحيل والأغنياء أيضا الرجل الأعمال سعيد العلج هذا شغوف بالسينما ولذلك أنشأ استوديوهات للتصوير في مدينة ورززات فحصل في عام 2005 على وسام من الملك الذي يبدو منباهرا بعلم الفرج والشوبيز لقد حل مرة ضيفا للعشاء عند المغني الشهير جوني هارداي في منزله بباريس فذهب مرتديا سرغال الجنز وحذاء رعاة البقر عن هذا اللقاء الفريد بين نجم الروك الفرنسي وملك المغرب يرسم أحد الحضور لوحة ظريفة في منتصف العشاء خاطب جوني الملك قائلا هذه أمسية عشاء جميلة ولكن مع الأسف أنا مضطر أن أخاطبكم بلقب صاحب الجلالة فأجاب الملك وهو الحريص أشد الحرس على الألقاب حتى عائلتي تناديني صاحب الجلالة لكن أنت يا جوني أسمح لك أن تخاطبني بساعة المفرد المبسطة بمعنى تي بدل أفو بدع دقائق بعد ذلك سأل المغني الملك والسعب من صيغة المفرد هل تريد جلالتك مزيد من العجاء نعم هذا من حقي قد يكون من امتيازات الملوك أنهم يتصرفون حسب مزاجهم وأوائهم هكذا كان يتصرف الحسن الثاني وكذلك في أفعل ابنه محمد السادس يجد المتعة في يمسية مع المغني جوني هالي داي أو نجم من نجوم الفن أكثر من لقاء على انفراد مع جاك شيراك اعتقد الرئيس الفرنسي شيراك الذي كان قريبا جدا من الحسن الثاني أنه سيلعب دور الأب البديل الملك الجديد وهذا خطأ نفسي أولا لقد كانت نصائح جاك شيراك تزعج محمد السادس وربما تغضبه كما أن سوء التفاهم يتفاقم بسبب الفارق في السن ورغم ذلك فقد كان شيراك يغض الطرف عن أخطاء الملك ويصبر على تجاوزاته ويعامله باحترام فائق بينما الشركات الفرنسية في المغرب تعاني من سوء المعاملة لم يفتحه ولو مرة واحدة في هذه الشكاوى ولكن الملك كان يعامل رئيس الجمهورية الفرنسية تماما كما يعامل تلك الشركات أي بقلة احترام القصة التالية تعكس ذلك بصفة مذهجة وتبرز الخطأ النفسي الثاني الذي ارتكبه شيراك خلال أحد لقاءتهما أسدى شيراك بعد النصح حول الحكامة الاقتصادية السليمة وقال فجأة أعرف يا جلالة الملك خبيرا اقتصاديا فذا بإمكانه أعطاكم مشورة نفيسة وهو ميشيل كامديسيو المدير السابق لصندوق النقد الدولي هل تريدون أن يأتي للقائكم؟ حرك الملك رأسه دون الإفساح عن قبوله بالربع في إشارة لقرب إنهاء الاجتماع اتصل الشيراك على الفور بكامديسيو فقدم إلى تنجح حيث كان يقيم الملك ومكثف الفندق ينتظر السداء من القصر لكن دون جدوى طبعا لم يكن الملك يجهل زيارته بعد أن تم إبلاغه بها ولكنه فضل أسجاه للأمر مسكين كامديسيو مسكين شيراك كل محاولة للنصيحة ولو كانت وراءها نية حسنة يكون مصيرها لاحتقار أزمة في مراكش كان نجاح في ضوط الفرنسيين بالنسبة للملك والمقربين منه بداية عهد جديد يمكن أن نلخصه بعبارة بعيدا عن الأنظار سنعيش سعداء أقل مساس بهذا المبدأ كان يقابله بعقاب شديد هذا ما حدث مع بريماريوس هذه الشركة التي يمتلكها الملك والتي تتكلف بتأثيث وتزيين القصور ويسيرها حسن المنصور رجل اللوحات الفنية الملكية بريماريوس رفع الدعوة قضائية ضد المجلة الشهيرة إيكونومي أونتخ بخيز لأن هذه الأخيرة لمحة لأن بريماريوس قد ضخمت الفواتير الخاصة بنفقات تجديد أثث المامونية أحد أجمل الفنادق الفخمة في مراكش رغم أن أحد أكبر المساهمين في المامونية هو المكتب الوطني للسكك الحديدية فإن هذا المكان الجميل يعتبر منذ مدة جناح غير رسمي للدبلوماسية المغربية لائحة الشخصيات الفرنسية التي جاءت إليه طويلة وطويلة جدا وتضم أسماء من عالم السياسة والصحافة من كل الاتجاهات والطيارات حيث يحلون ضيوفا على القصر الملكي فيكون مقامهم كله نعيما وترفا على كل حال فلو صدقت ألسنة السوء فهذا هو المكان المثالي لشراء الزمن بطريقة غاية في اللطف مهما يكون فإن محمد الساد السار على ناج أبيه في الاهتمام عن قرب بحصن سير الأمور هناك وخاصة فيما يتعلق بالديكور والأثاث الداخلية بعد أن قضى 13 سنة كمدير لها غادر روبير بيرجي منصبه سنة 2006 أول صحي طلب منه أن يحزم حقائبه بسرعة بعدما تجرأ وناقش بعد تفاصيل الدكور التي رغب فيها محمد السادس وهكذا فمجرد التشكيك في نزاهة بريماريوس أثار غضب الملك وبما أن الجميع يعلم أن القضاء المغربي يضرب به المثل في كل جوانبه وخاصة استقلاله فالدعوة المرفوع انتهت بالحكم على الصحيفة بتعويض بريماريوس بمبلغ قدره 5.9 مليون درام هذا المبلغ الخيالي طبعا يفوق بكثير القدرة المالية للمجلة مما قد يضطرها للإغلاق نضيف بعض كلمات عن مراكش إن فنادق المدينة أو على الأقل الفنادق تلك التي يتحكم فيها الملك محمد السادس تصبح في بعض الأحيان مصدر قلقا من نسبة له أدافة لقصة فندق الممونية المحزنة هناك فندق روياء المنصور الذي يوجد أجدا في ملكيته وقد اجتاحته منذ فترة قريبة رياح القلق ذلك أن ملك الفقراء هو من وضع بنفسه تخطيط وصور هذه المؤسسة الفندقية والتي يصل ثمن أفضل أجنحتها إلى 13 ألف يورو للليلة الواحدة مكان فخم جدا لا تحلم 99% من ساكنة العالم بودي أقدامها فيه إلا أن الملك أثناء تشهيده وتجهيزه أول اهتمامه لأدق التفاصيل ولأصار قطعة ذيكور أو أثاث وترك شؤون المملكة في المقام الثاني الفندق يستقبل العائلات المالكة الخليجية حاصة السعودية والإماراتية فضاء مستهم من الأحلام هي أخصصا لزبائنه المتميزين جدا استمر الأمر كذلك إلى غاية اليوم الذي انفجرت فيه الفضيحة لا بل وتكررت اكتشف أمراء بالذهول أن مبالغ مالية مهمة وحليا ومجوهرات ذات قيمة عالية سرقت منهم نعم هناك رس يجول ويصل في رويال منصور ويتجرأ على تكرار جريمته في فندق الملك اجتكى الأمراء للملك فجن جنونه وأمر بفتح تحقيق فوري لعدة أسابيع تم السجواب خمسمائة عامل وعامل في المكان ثم بدأ التدقيق في منطبقة شهاداتهم مع جداول عملهم كما اندمج بعض غناصر الشرطة مع العاملين ثم كتمت الفضيحة تطلب الأمر أكثر من شهرين لتحديد السارق المفترض أو هكذا يزعمون في القصر على الأقل لأن إدارة رويال منصور تلتزم الصمت حول الموضوع بالمناسبة للملحقة الصحفية للفندق المكلفة بفرنسا كريار جاكوبان أجبت عن أسئلتنا ولا نظيرتها المغربية صار الصائل في غياب التفاصيل عن هوية اللص تظل ذوافع السارقة لغزا غامضا متاجر الملك تنتهك القانون قطاع التجارة العصرية أو المتاجر الكبرى خاضع كما رأينا لتحكم الأونة حسب الدراسة التي قام بها في صيف 2011 مكتب المسنوي مازارس بطلب من مجلس منافسة يسجل هذا القطاع رقم معاملات يصل إلى 2 مليار دولار والموث سنويا قدره 9% إنه إذن مجال مربح اقتصاديا وفي نفس الوقت خفيف التقنين الشيء الذي لم يفوت القصر في الواقع لامتا مرجان وأسيم اللتان تنتميان للهولدينغ الملكي تتحكمان في 64% من سوق المتاجر الكبرى وتقدمين بشدة على منافسهم على بالفي التي لا يتجاوز نصيبها من السوق 28% يعتمد توسيع شبكة مرجان على الشطط الملكي أكثر منه على الحيوية الاقتصادية عندما فسخت أونر ارتباط مع أوشون الفرنسية في أوت 2007 أعلنت نيتها فتح مجر أسيمة إضافي كل شهر وسوق ممتاز مرجان إضافي كل فصل هذا النمو السريع يعتمد في إنجازه حسب مصدر قريب من الملف على سلسلة أوامر بسيطة في كل مرة تقوم الشركة بشراء البقعة الأرضية بالثمن بخص من الدولة بل هناك من يقول إن أونة السرق البقعة من الدولة من جهة أخرى مرجان وأسيمة لا تجد غضادة في حرق تعاليم الإسلام لأن هذه المتاجر تبيع الخمر الشيء الذي يتعرض مع قوانين البلاد يقال إن بيع الخمور يشكل ثلث رقم المعاملات تتعامل السلطات المغربية بكرم بالغ مع المجموعة الاقتصادية المالكية وبقصوة مع منافسيها مثلا متاجر كارفور تم إبعادها إلى مدينة سلل أكثر شعبية من الرباط في مارس 2010 قام محمد السادس بزيارة رسمية إلى الجابول لقاء صديقه الكبير الرئيس علي بانجو العلاقات بين قائدين بلدين وطيذة وتعتبر علاقات صداقة وتعود إلى عهد الحسن الثاني وعمر بانجو هذا الأخير مفترس كبير آخر وهو اليوم بين يدي ربه كان قد نجح في تحقيق إنجاز كبير جدا بعد أكثر من أربعة عقود قضاها في الحكم استطاع أن يجعل من بلد غني بالنفط وقليل السكان بلدا متخلفا بشكل لا يصدق لكن لا مال البترول ولا قصره الفحمة في كل أرجاء العالم منعت القائد الفرقية من أن يكون مبهورا بالوضعية الملكية والطرف والأبهة التي كان يعيش فيها الحسن الثاني كان يأتي بالسمرار للمغرب للقامة من أجل اللقاء بالملك الذي من جانبه يبدو أنه كان يعامله كبن عم آت من البادية وريث العرش المغربي وريث الجمهورية البترولية تحرر من سلطة أبوية ضاغطة جدا وتفهم بإتقان ما يهمهم بالدرجة الأولى التجارة والأعمال مناجم الذهب تتسبب في عطش السكان في مايو 2010 وشهرين بعد الزيارة التي قام بيها الملك للقابون وقعت الدولة الغابونية اتفاقا مع الشركة المغربية مناجم لكي تبدأ هذه الأخيرة في استغلال منجم الذهب في منطقة باكودو مناجم شركة تابعة لمجموعة أونة وهو ما يفسر المعاملة المتميزة التي تحظى بها في القابون منجم باكودو يختزن ما يناحز مليون فسبعمائة ألف طن من الذهب وللسخرج الذي انطلق في يوليو 2011 ينتج سنويا 500 ألف طن من المعدن الخام وفقا لبيان رسمي يندرج هذا المشروع تماما في صميم مخطط الغابون الصناعي الذي يعتمد عليه الرئيس بونجو لتطوير مشروعه المجتمعي الغابون المنطلق منذ أكثر من أربعين عاما وهذه الانطلاقة الاقتصادية للغابون المسكين الذي يتعرض للنهب من طرف حكام تراوح مكانها في المقابل يواصل المغرب إطلاق المشاريع هناك مناجم سوف تبدأ استغلال منجم آخر للذهب في منطقة إكيلي بينما المكتب الشريف للفصفات يخطط الاستغلال المغارد الجابونية في المستقبل القريب لكي نفهم الإزدهار الحالي لشركة مناجم ينبغي العودة لنشاطها الرئيسي الذي مارسته على مدى عقود وهو استغلال المعادل المغربية لفائدة السلطة المغراكية علما أن قطاع المعادل لم يشكل يوما رافعة من روافع التنمية في البلاد أكبر منجم تستغله مناجم في المغرب هو منجم عقل واقع على بعد 280 كم جنوب أغادير حصلت مناجم على رخصة استغلال سنة 1996 وابتدأت العمل هناك عام 2001 مستفيدة من مساعدة فرنسا وهذه فضيحة لماذا؟ رسميا أخرج المنجم المنطقة من العزل بفرل شبكة من الطرق والكهرباء والمياه والاتصالات الواقع مختلف قليلا بل هو قاتم شيئا معه لأجل استخراج غبار الذهب يجب استعمال مئات الأطنان من المياه وظفت لها مناجم الكثير من الآبار التي يفوق عمقها ألف متر وهذا يستنزف الفرشة المائية الباطنية عاقب هذا الوضع مأساوية لأن التصحر يكتسح المكان يتظهر السكان هناك من حين لآخر أمام مكتب مناجم طالبين بالماء الشروب وإنقاذ قطعانهم ووحاتهم ولكن لا يعبأ بهم أحد من الغريب أن هذه المنطقة المحرومة لا تحظى بزيارة الملك معظم المناجم كانت تنتمي في الماضي لشركة أسامي العمومية التي جرت خوصصتها في عام 96 وبطبيعة الحال اشترتها مناجم ولكن لم يبدأ الاستغلال بوتيرة المفرطة إلى سنة 2000 مع قدوم محمد السادس وفريقه للسلطة فهل هذه صدفة؟ على سبيل المثال أدى الاستغلال المحمول منجم أميدار قرب مدينة تنغير إلى مظاهرات في سبتمبر 2011 عبر خلالها العمال عن غضبهم بإغلاق صمام الأموب المائي الذي يزود المعمل ذلك أن هذه المياه تنتزع انتزعا من سكان المنطقة بينما ارتفع رقم معاملات مناجم ليبلغ في العام الماضي 654 مليون درهم ينتمي مصطفى التراب إلى هيئة النخبة المكونة من المهندسين الذين تكونوا في المدارس الفرنسية والأنجلوسكسونية في السادس والخمسين من عمره مرت تراب عبر مدرسة القناة والطرق الفرنسية ثم معهد مستشست للتكنولوجيا وبعد إقامة طويلة في الولايات المتحدة عاد إلى المغرب وأدار ببراعة منح الرخصة الثانية لاتصالات الهاتف النقال في المملكة ثم اختار المنفى الطوعية في واشنطن بالولايات المتحدة حيث عمل في البنك الدولي قبل أن يعين مديرا عام للمكتب الشريف للفصفات في عام 2006 المعروف اختصرا بأو سي بي تضم هذه الشركة العمومية حوالي 18 ألف موظف وهي الرائدة عالميا في صادرات الفصفات وتمثل حوالي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بمجرد توليه منصبه كانت المهام التي تنتظر الطراب صعبة ومعقدة تحت حكم الحسن الثاني شكلت أوسي بي الصندوق الأسود الذي يمول نفقات النظام بسقاء وبما زادت طينبل أن الصندوق معاشات التقاعد الداخلية يدفع المعاشات التقاعدية مباشرة لحوالي 30 ألف موظف سابق بما أفرى خزائنه بشكل شبه كامل الوضع مثيل للقلق حيث يتجاوز عجل الصندوق 32 مليار درهم 3.2 مليار يورو والمعاشات التقاعدية تدفع الآن مباشرة من أصول الشركة الوضع متوتر على الصعيدين الاجتماعي والمالي تشتهر أوسي بي بكونها شركة يلفها الغموض أحد الأبناء الفرنسية الذي يمنح قروضا للمكتب منذ سنوات لم يتمكن يوما من الوصول إلى حساباته يقول مدير البنك هذا وضع غير مألوف طلب مصطفى التراب من عدد من مكاتب الاستشارات إجراء عمليات تدقيق على رأس مكاتب الاستشارات هذه المكتب الأمريكي الصاري مكرول والمتخصص في الذكاء الاقتصادية كانت النتائج سريعة أشهرا بعد توليه منصبه قام المدير العام في سبتمبر 2006 بترضي عدد من الأطل المسيرة في المكتب التهم بالارتباط بجرائم متعلقة بالتصوير والتوقيع على صفقات بأثر الرجعية الودع مقلق بشكل خاص في الفروع الأجنبية للشركة والتي تظهر خسائر قياسية كشفت التحقيقات وجود مخالفات خطيرة فيها من مثل بيع الفصفات بأساعر جد متدنية إلى شركات أمريكية يرأسها إطار تسويقي سابق في أوسيبي إذا علم الأمر سينهار النظام كشفت التحقيقات أيضا أن هؤلاء الأعضاء الفاسدين ليسوا وحدهم المسؤولين عن سوء الإدارة والتسيب المالي الشبهات تحيط بأحد المقربين بل والمقربين جدا من الملك فضيحة كبيرة تلوح في الأفق إذا علم هذا الأمر فقد ينهر النظام هذا ما سر به مرعوبا أحد مصاعدي مصطفى التراب المقربين في الواقع ما يعبر عنه المسؤول باحتشام ليس إلا احتمال أن يتزعزع صرح الملكية إذا تم الكشف عن هذه المعلومات تأخر الملك محمد السادس في استقبال مدير الأوسبي رسميا لتدارس أعمال تنظيف المؤسسة التي يسيرها هذا الأخير ومن ثم إرسال إشارة للجميع أن الملك يحمي مصطفى التراب ولكن لحسن الحظ استطاع مصطفى التراب تقويم أوضاع المكتب ولم يعد صندوق المعاشات داخليا وإنما أتبعه إلى جهة خارجية في عام 2008 وتما إنقاذه عبر ضخ أموال من طرف السيديجي يبدو أن المهمة الرئيسية لصندوق الإيداع والتدبير ليست بالأساس جمع مدخرات المغاربة بل تتعدى ذلك لإصلاح الأضرار النجمة عن تجاوزات النظام الملكي شاكيب بن موسى لن يحصل على فرصة مماثلة هو أيضا خارج معهد ماسوتشيست للتكنولوجيا الأمريكي ومدرسة التكنيك الفرنسية ولكنه لن يصبح مدير الشركة ولكن وزيرا حصل على حقيبة وزارة الداخلية الاستراتيجية والتي يديرها عمليا فؤاد علي الهم من وراء حجاب بعد أن شغل فيها هذا الأخير منصب وزير منتدم من 1999 إلى غاية 2007 بدأ شاكيب بن موسى في تنظيف وزارته رافضا أن يصبح دمية فيئة فؤاد علي الهم كما كان سلفه دخل بن موسى الذي حذي بتقدير نظرائه الأوروبيين في صراع مع الهم في 2009 عشية الانتخابات الجماعية كما في كل مناسبة انتخابية فإن التحدي الأكبر بالنسبة للقصر هو منع الإسلاميين المعتدلين من حزب العدالة والتنمية من الفوز هذه المرة ظن محمد السادس أنه وجد الحال لمشكلته مع الملتحين اخترع حزبا سياسيا هو حزب الأصالة والمعاصرة وعهد إلى صديقه المخلص الهم بإدارته الساحة السياسية المغربية يحكمها أول عامل التمرق والولاء ومن ثم فإن العديد من السياسيين المهرولين وراء الامتيازات شدوا رحالهم اتجاه الحزب الجديد دمن ظاهرات تسمى بالمغرب الترحال السياسي ولكن ضد كل التوقعات رفض شكيب بن موسى أن توافق وزارة الداخلية على قوائم البامة التي اجتملت على هؤلاء الرحل فتمت إقالته من منصبه يوم الرابع من يناير 2010 دون أن تسند إليه أي مهمة أخرى إنه رجل نزيه ولم يسرق ولكن المصاريف الشعرية لا ترحم وخاصة أنه عاش تقريبا تحت الإقامة الجبرية إنه لم يفصح أن تذمره ولكن من الصعب المكوث بلا عمل يجرح أحد أصدقائه علما أن الوزير السابق يتهرب من الصحفيين الهدف من العقوبة في المغرب هو إعطاء العبرة للآخرين استمرت العقوبة هناك 13 شهرا إلى غاية الحادي والعشرين فبراير 2011 حيث سيتم تعيين شكيب بن موسى على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهي مهمة لا سليمارسها إلى الآن دون ضشير هذا مثال لما يحدث في نظام يحكمه الخنوع والطمع الملك لا يتكلم ولا يتواصل تظهر هذه الحلقات من الحياة اليومية في القصر أنه في عهد محمد السادس أصبح لمستشاري الملك الحق في منح الحياة أو الموت المهني لبقية المخزن بالنسبة للصحفي علي أنوزل الذي يدير بكفاءة الموقع الإخبارية لكم فإن هذا الوضع ناتج جزئيا عن أسلوب الحكم لدى محمد السادس الملك لا يتكلم ولا يتواصل وحتى كبار المسؤولين في الإدارة لا يلتقون به كل الملفات السياسية تمر عبر فؤاد علي الهمة وكل الملفات الاقتصادية والمالية تمر عبر مونير المجيد ولذلك فالصمت والغياب الملكي يتركان المجال مفتوحا للرجلين وعلى الرغم من هذا الاشتغال برأسين يعيش الهم والمجيد في حالة حرب مصمرة بئيسة ولا طائلة منها كانت ساحتها بين عامي 2007 و2011 هي المقالات الصحفية حيث كان كل واحد يسعى للإساءة لغريمه وهكذا في مايو 2007 نشرت صحيفة الأحداث المغربية عنوانا لافتا فضيحة عقارية جديدة السكرتير الخاص للملك يستفيد من بقعة أرض بثمر رمزي في تاروذانت المقال يكشف أن وزارة الأوقاف فوتت عام 2005 لمونير المجيد 4.5 هيكتارات توجد في منطقة سياحية في تاروذانت بسعر رمزي 50 درهم للمتر المربع أي 80 مرة أقل من سعر السوق الذي تعتقد الجريد أنه 4000 درهم للمتر المربع في مارس 2011 جاء الدور على فؤاد على الهم ليسرق الأضواء بفضل جريدة المساء عاما قبل ذلك حصل مكتب الاستشارات الذي يمتلكه الهم والمسممين ميديا على صفقة هامة من المكتب الوطني للكهرباء بقيمة 7.5 مليون درهم تمتد عشرة أشهر أي 750 ألف درهم شهريا 75 ألف يورو المشكلة أن الصفقة لم تخدع لأي مناقصة مدير صحيفة المساء سوف يدفع ثمنا غريا على وقاحته حيث سقط في نفس الوقت الذي كان فيه متظاهر حركة العشرين فبراير ينددون باسم صديق الملك لقد حكم على رشيد نيني يوم التاسع من يونيو 2011 بالسجن لمدة سنة واحدة وأكدت من حكمة الاستناف الحكمية عبر الرابع والعشرين من أكتوبر من نفس السنة رسميا كانت التهمة هي ترويج أخبار زائفة بسبب مقال يتناول بالنقد مدير أجهزة المخابرات الداخلية المغربية بطبيعة الحال الجميع يعرف السبب الحقيقي السلطة قائمة على التحكم في ثلاث قطاعات على الرغم من أنهما يكرحان بعضهم البعض والديا إلا أن صديقي الملك مجبران على أن يشتغل بذكاء لكي يزرع كل منهم الموالين له في المفاصل الحساسة للإدارة ومجال الأعمال لو لا هذا الجيش من الموالين وأعدادهم بالمئات لما استطاعت الشركات الملكية تفرض نفسها على المغاربة وعلى الطبقات الورج أزيما الرجال الأعمال لضمان حسن سير نظامه الافتراصي يستطيع محمد السادس الاعتماد على هؤلاء الموالين الطامحين إلى الحصول على امتيازات شخصية ولسان حالهم يقول أبيع بلدي مقابل سيارة إذا قدر لثورة أن ترى النور وتكنس النظام كما حصل في تونس فإن حملات التطهير التي ستل الثورة سوف تأتي على كبار موظفي الدولة الغارق معظمهم في خدمة القصر ولو بأحجام غير متساوية يقول أحد الأعضاء البارزين في المغزن بل إضافة إلى عدد من كبار موظفي الدولة ذوي الصلاحيات المتفاوتة فإن النظام يستند لترخيص سلطته على التحكم الجيد في ثلاث قطاعات حيوية وإن كانت تبدو ثانوية لأول وهلة يعدد هذا المصدر الحريص أيضا على عدم الكشف عن هويته هذه القطاعات الثلاث مديرية الضرائب والتي تتيح لك معرفة من يدفع وكم يدفع ومن ثم تستطيع المراقبة وفرض الغرامات ثم مديرية العفو للتحكم في القضايا التي يجب تجنبها وتلك التي يجب تحريكها وأخيرا مديرية الأملاك المخزنية لمعرفة ما يمكن نهبه من عقارات في مجال السعي وراء الربح الصطاع مونير المجيد مدعوما بحسن بوهم أن يدعب يعدقه في المناصب الهامة يهيمين الرجلان على شبكة واسعة من الموظفين والوسطاء ورجال الأعمال القطب الأهم في هذه الشبكة المكرسة طبعا لمصالح صاحب الجلالة هو المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير السديجي أنيس العلمي الذي عينه محمد السادس في هذا المنصب في شهر يونيو 2009 بناء على اقتراح من مونير المجيد الرجل مقرب جدا من حسن بوهم شخصيته شاحب ولكنه يجد تنفيذ الأوامر ويعتبر تعينه نموذجا لتحكم القصر في السديجي على نفس المنوان نذكر حالة علي الفاس الفهري مدير مكتبي الماء والكهرباء والذي لا يجد غضادة في تفضيل شركة ناريف المملوكة لمحمد السادس المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة وبما أن هؤلاء الخدم يعيشون تحت رحمة أدنى تحول في مزاج الملك فإن مونير المجيد حالص على أن يجتمع مريده الأوفياء في جمعية مأرب الثقافات التي تنظم المهرجان الموسيقية موازين التي يرسوها منذ عام 2006 على خلاف التكنقراط الكبار ورؤساء المؤسسات العمومية في المملكة والذين راكموا مساراتا محترمة على الصعيد الدولي فإن القرارات المتحلقة حول المجيد ليس لها من الحجم الفكري والقدرة على الريادة إلا النزر اليسير على منوار زعيمها منهم مثلا هشام الشبيهي الذي يقدم خدمات الاستشارة وينظم دوراتا لتدريب رؤساء الشركات ومنهم أيضا منصف بالخيات وزير الشباب والريادة السابق والمعروف السناد إلى الصحافة بفضيحة سيارة أودي آويث الفاخرة التي استأجرها على حساب دافعي الضرائب بمبلغ سنوي يناحز مليون درهم مئة ألف يورو ثم حسن المنصور الرجل الكاتوم ومدير الشركة الملكية بريماريوس التي تلعب دور مكتب المشتريات للقصر وأيضا عباس العزوز الذي يدير القناة التلفزية ميدئان بعد أن اشتهر بغطرسته حين كان مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة دائرة فؤاد علي الهم تشبه شخصيته معقدة ومتعددة المسارات صديق الملك يجيد القنص على مشارف المخابرات والديبلوماسية والاقتصاد والسياسة هو الذي عمل من أجل الدفع بيسين منصور زميله في المدرسة الملكية ثم في وزارة الداخلية لأصبح مدير لوكالة الأنباء المغربية الرسمية ثم مدير للمخابرات الخارجية المديرية العامة للوثائق والمستندات هناك رجل آخر خليل الهاشم الإدريسي عين في عام 2011 على رأس الوكالة الرسمية بفضل الهمة ترقية مهمة بالنسبة لهذا الصحفي الذي لم يكن يتميز عندما كان رئيسا لصحيفة أجردويل ماروك إلا بسيارة جاكوار والافتتاحيات المليئة بالسب للمعارضين والجزائريين على صعيد آخر ولكنه فريد من نوعه يمكن ذكر رجل الظل والمهمات السياسية القادرة للهمة إنه رجل الريف إلياس العمري كان يتظاهر بنزعته اليسارية ولكن القناع سقط فجأة عندما لعب دور المستقطب للحزب الذي أنشأه مؤخرا صديق الملك ألبام الشهير أو حزب الأصالة والمعاصرة الهيكل التنظيمي للحزب يكشف أيضا عن كون الهم حرص على وضع بيدق من بيادقه وهو محمد الشيخ بيد الله أحد الأعضاء المؤسسين السابقين لجبهة البوليزاري الذي عاد بعد ذلك وقدم الولاء للملكية حتى نوامر 2011 كان الشيخ بيد الله رئيس للغرفة الثانية بالبرلمان والأمين العام للبام ويبقى الصيد الثمين للهم رجل الأعمال عزيز أخنوش صاحب الثروة الوفرة الذي يمارس نشاطين متباعدين يشغل منصب وزير الفلاح ويسير المجموعة الطاقوية أكوى الاستيلاء على ملعب كرة القدم بدمائر منعدمة يتحكم رجال الملك الذين يهتمون بكافة المجالات دون عقاب أو محاسبة يتحكمون في كل البلاد لم يغفلوا الرياضة وتحديدا الرياضة المفضلة لذى المغاربة كرة القدم فقد كشفت فضيحة نادي الفتح الرياضي عن السريب محمد السادس ومعاونيه عندما يكونون متعطشين للأراضي الرخيصة والمال في عام 2008 سد التفاؤل أولا جموع مشجعي كرة القدم لما تم اختيار سكرتير الملك الخاص لرئاسة الفتح هذا الاختيار ليس بغريب لأن هناك دائما شخص مقرب من القصر يشغل في نفس الوقت وظائفا ذات طابع رياضي واجتماعي وسياسي ومن ثم فمن خلال قربه من الملك فإن المجيد قادر على جلب الثروة والنجاح للنادي ولذلك شكل فريقا قويا يتألف من رؤساء بارزين في الأعمال وهم في الواقع رجالاته معتصم بالغازي رئيس شركة سوميد والرئيس المقبل لأونة منصف بالخياط الرئيس المدير العام لشركة أتكوم والوزير المقبل للشباب والرياضة وعلي الفاس المهري شقيق وزير الخارجية السابق ومدير آني الجميع صحفيون مجلس مدينة الرباط والجمعيات الرياضية باركوا إلا أن القليل منهم استطاع أن يخمن النوايا المظلمة للمجيد فبدع وترقية كرة القدم والعمل على جعل الفتح بطرا وطنيا يسعى السكرتير الخاص للملك في الواقع للسحواذ على الأصول الأرضية الهامة للنادي عشرون اكتارا في قلب العاصمة الرجل لا يضيع الوقت اقترح المجيد على منتخبي الريباط مذكرة تفاهم يشمل برنامجها التنازل للفتح عن ملعب الفيدير بدرهم الرمزية وفي المقابل وعد غامض حول مرحي بقعة أرض متواجدة خارج المدينة بالإضافة إلى أن المجيد قم بتلميح ماكرا إلى إنشاء أكاديمية الرياضية وذلك لأن المسؤولين المنتخبين فر بعض وخاصة من اليسار عرضوا في بادي أمر هذا الاتفاق قبل الرضوخ فيما بعد بفعل الضغط حين أتى وقت كتابة عقد البيع للملعب تم تشطيب كلمة بيع لتعويضها بعبارة تفويت وهو ما يعني تحويل دون مقابل مادي هذه الصرقة الفجة للأراضي العامة والتي تمثل ثروة هامة هي في حقيقة الأمر نتيجة للسراتيجية المدروسة من طرف المجيد في نوفمبر 2007 تم تسجيل شركة لتنمية وتطوير الرياضة في السجل التجاري SDAPS قبل أن يتم وضعها في الثلاجة انبثقت بالصدفة من صندوق الإداء والتدبير CDG حيث بلقت قيمة رأس مالها 9 ملايين درهم وهو مبلغ مرتفع قام المجيد بعد ذلك بخلق شركتين أخرين تبعتين لجمعية الفتح الأولى الفتح التنموية وهي شركة للإنعاش العقرية التي قام مجلس مدينة الرباط بتفويت ملعب الفذير إليها بل قد أوشك المنتخبون على إبرام اتفاق آخر مع الشركة الثانية التي أنشأها المجيد والمسمات الفتح تسير كانوا سوف يوفرون له ملعب آخر مقابل عائد الماليين مبلغه غير محدد في الوثائق لحسن الحظ منعتهم بقية كرامتهم من التذلل من جديد فشجبوا المشروع في أبريل 2011 ساعة مجلس مدينة الرباط إلى الطعن في العقر الذي يربط الفتح بمنير المجيد ولكن يبدو اليوم أن العزم على تحقيق ذلك وكأنه قد ذهب أدراج الرياح الفصل الثاني عشر كيف تمويل أوروبا وفرنسا مشاريع الملك نحن لسنا الصليب الأحمر ولا نضمد جراح بلد من البلدان النامية خلال العامين الماضيين لم نكن على اطلاع على أي فساد وسوء استخدام منهجي للأموال المقدمة للمغرب هذا الكلام هو اللاينكو لاندوبرو الجالس بشكل مريح في مكتبه الفاخر في حي عصري في الرباط والذي يشغل منصب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب هذا الرجل الأنيق الإسباني الجنسية الأوروبية المقتنع والديبلوماسي المحنك لبعد أن كان عضوا في مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي وهيئة الرقبة للصندوق الأوروبي للإستثمار تم تعينه مديرا عاما لشؤون التوسع في المفوضية الأوروبية يشغل منصبه في النغر منذ عام 2009 حيث يقوم بإدارة ملف الوضع المتقدم الممنوح للمملكة والذي يشعل منها شريكا مميزا ويعتبر منح العديد من المساعدات المالية من بين أهم المزايا المتعددة لهذا الوضع السخاء الأوروبي اتجاه المملكة العلوية ليس وريد اليوم في عهد الحسن الثاني كانت بروكسل دائما تتعامل معه بكرم كبير بين عامي 1977 و 1996 تلقى المغرب ما يفوق بقليل مليار يورو منها 518 مليون على شكل قروض من بنك الاستثمار الأوروبي هي إذن أموال وجهت في الأساس إلى إخراج العالم القروي في المغرب من التخلف الذي كان قد تركه فيه الحسن الثاني لكن في الواقع كان جزء من هذه الأموال يستخدم لتمويل السدود التي بناها الملك الحسن الثاني والتي وفرت له مياه الريء لبعض الأراضي التي كان قد صادرها أحيانا وضمها لضيعته تتميز المرحلة الثانية من التقارب بين أوروبا والمغرب بتنفيذ برنامج ميدا والذي أصبح منذ عام 1996 الأدات الرئيسية للشراكة الأوروبية المتوسطية والهدف لمساعدة البلدان النامية على إصلاحها ياكلها الاقتصادية والاجتماعية حيث قفزت المساعدات من 3.4 مليار يورو في المرحلة ما بين 1995-1999 إلى 5.4 مليار يورو للفترة بين 2000-2006 أي بزيادة حوالي 60% في إطار الوضع المتقدم الممنوح للمغرب فإن البرنامج المسمى البرنامج الإرشادي الوطني يشكل أداة تقدم للمغرب عدة أصناف من المساعدات المالية وهكذا فمن المفروض أن يحصل المغرب بين 2011-2013 على مملغ 580.5 مليون يورو من المساعدات صرح لنا اثنان من كبار المسؤولين في البرلمان الأوروبي في ستراسبورد مع اشتراط عدم الكشف عن هويتهما إن فرنسا تقوم بدور اللوب لصالح المغرب بشكل سري نوعا ما لكن بشكل فعال باريس تعرف أيضا كيف تكون سخية جدا مع الصديق المغربي المساعدات تذهب بشكل رئيسي من طرف IFBD الوكالة الفرنسية للتنمية وهي مؤسسة عمومية تحت إشراف وزارات مختلفة بما في ذلك الاقتصاد والشؤون الخارجية في عام 2009 تم تخصيص 401.4 مليون يورو للمغرب 395 على شكل قرود و3.3 مليون على شكل منح و3.1 مليون استثمارات في الأسهم في عام 2010 خفض حجم المساعدات الفرنسية قليلا ولكنها وصلت مع ذلك إلى 363.4 مليون يورو هل هذه هي الأولوية الكبرى في زمن الأزبات المالية والاقتصادية؟ هذا أمر مشكوك فيه خصوصا أن المبرر الذي يقدمه الفرنسيون من رغبتهم في حماية الوضع السياسي في المغرب من الإسلام السياسي عن طريق إغراقه بالمساعدات المالية لدفع عجلة التنمية وأصبح الآن حجة واهية حيث أن الإسلاميين وصلوا إلى الحكومة في نوفمبر 2011 بعد فوزهم بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية لقد رفض مدراء الوكالة الفرنسية للتنمية إضافة للزملائي في بنك الاستثمار الأوروبي لاستجابة لطلباتنا بإجراء مقابلات معهم مما تعذر معه معرفة معايير توزيع الميزانيات الأوروبية في حالة آف دي فإنه من المستحيل معرفة ما إذا كان وجود عمر القباج في مجلس الإدارة وهو اقتصادي محترم ولكن أيضا مستشار الملك محمد السادس له وزن في قرارات هذه المؤسسة الموقرة من جهات أخرى فإن الطبعة الأخيرة من التقرير السنوي لوكالة آف دي يشير إلى أن المغرب هي الدولة التي حظيت بأكبر قدر من التمويل في حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط ب363.4 مليون يورو أي أكثر من العراق الذي هو اليوم في طور إعادة الإعمار حيث يمكن للشركات الفرنسية أن تحذى بحسس معتبرة علوة على ذلك فإن توزيع ميزانيات الوكالة الفرنسية للاستثمار آف دي الأخيرة تبعث على الحيرة لأنها تعطي الأولوية في الواقع للقطاعات الاقتصادية التي تستأثر بالتمام الملك محمد السادس وأحيانا بصفة شخصية الملف الأكثر شهرة هو تمويل خط القطار فائق السرعة جيفي الذي سيربط الدار البيضاء وطنجة حيث يقوم محمد السادس ببناء أكبر ميناء في إفريقيا طنجة المتوسط القطار فائق السرعة شهوة ملكية انطلقت أشغال هذا الورش السككي الفرعوني بحضور الرئيس نيكولاس أركوزي والعاحل المغربي يوم التاسع عشر من سبتمبر 2011 سرع رئيس الدولتين للتنويه بالعلاقات المغربية الفرنسية المتينة واجتهد في تفادي الحديث عن ميزانية هذا القطار الملكي الفائق السرعة التي قفزت بقدرة قادر من 2 إلى 3 مليار يورو وليس هذا هو التجاوز الوحيد هذا النصر الذي حققه القطار تيجي في جدير بجمهوريات الموز يتداول أن محمد السادس رغب أن يواسي فرنسا سنة 2007 بعدما اشترى المغرب الطائرات الحربية الأمريكية F-16 بدل الفرنسية رفال فقرر أن يمنح صفقة تيجي في لشركات فرنسية الحقيقة أبسط من ذلك حسب المصادر متطابقة فإن السبب الأول هو فقط جهوة محمد السادس حيث رغب في الحصول على القطار فائق السرعة نقطة إلى السطرة هكذا يروي أحد الخبراء الماليين العارفين بالملف ما يعزز هذه الفرضية هو غياب المشروع عن مخططات المكتب الوطني للسلك الحديدية قبل أن يفرد من فوق الأكثر إثارة للدهشة هو أن التقرير السنوي لهذه المؤسسة برسم السنة 2010 يشير إلى أنها ستواصل تشهيد الخط السريع بين الدار البيضاء وتنجة وليس فائق السرعة والذي سيكلف مبلغ 1.8 مليار درهم ويسمح بتقليص مدة الرحلة بين المدينتين بمدة ساعة كاملة يبقى السؤال إذن ما الجدوى من القطار الفائق السرعة علما أن الطريق السيارة على نفس المحور لا زال حديث العهد وشبه فارغ لأن المغاربة يفضلون الطرق الوطنية لأنها بالمجان ولذلك فقد أحدث الإعلان عن المشروع السياء عاما شمل الإسلاميين واليساريين بالنسبة لنجيب بوليفا البرلماني الإسلامي عن حزب العدالة والتنمية والذي أصبح فيما بعد وزيرا منتدبا مكلفا بالشؤون العامة والحكامة المغاربة لا يحتاجون إلى ربح مزيد من الوقت مع هذا القطار سيربحون أصلا ساعتين من وقت الرحلة بين الدار البيضاء وتنجة وسيقضونها على كراسي المقاهي كان الأجدر أن نستثمر لمضاعفة رحلات القطارات الحالية وتثنية الخطوط السككية الموجودة حاليا بدلا من هذا الخط الذي ليس أبدا من الأولويات وليس اختيارا مستقلا يراعي حاجيات الشعب من جهته فأحمد الدرقاوي الناشط بجمعية أطاق المناهد للعولمة هناك مدن مثل أكادير وورززات وشرق البلاد تنقصها وسائل النقل وبنية الربط التي تربطها مع باقي جهات المغرب هذا الرأي شاطرته المؤسسات المالية التي عادة ما تمنح القروض للمغرب ابتداء من البنك الاستثماري الأوروبي الذي التجعت إليه المملكة عدة مرات لتمويل هذا الترفي الملكي ولكنه رفض في الواقع كان جزء من الصفقة التي منحت للفرنسيين بالاتفاق المباشر دون إجراء مناقصة النتيجة أن الألمانة بدرجة أقل الإسبال لم يستصيقوا هذا التصرف لأنهم أيضا يستطيعون بناء القطارات فائقة السراء يعترف أندريس مارتينز فرنانديز مسؤول الاستثمار في السفارة الإسبانية في الرباط أن الإسبان على الرغم من ذلك وافقوا على منح التمويل للمغرب من الطرف البنك الأوروبي للإستثمار ولكن الألمانة تشبثوا برفضهم بعد أن استشعطوا غيظا خلافا لعادتهم تنع بنك الاستثمار الأوروبي هذه المرة عن تمويل القطار الملكي فائق السراء إنيكولاندو بورو سفير الالتحاد الأوروبي بالمغرب يعترف أن البنك رفض منح قرض مقيمة 400 مليون يورو كما طلب المغرب لأن هذا المشروع لم يكن له أولوية لتنمية البلاد ثم أن المحللين الماليين تسالوا عن مرضودية المشروع وعن الجدوى من تشغيل قطار يستفيد من الدعم المالي من جهته فإن البنك أوضح أنه صدق قبل بضعة أشهر على قرض مقيمة 200 مليون يورو لميناء تنجميد اتنان وأنه في الثلاثين سنة الماضية خصصا للمشاريع المغربية ما لا يقل عن 4.5 مليار يورو أمام هذا الوضع المحرج التجأت المملكة إلى فرنسا فماذا حدث؟ البقية يرويها دون الكشف عن هويته خبير استشعاري في الوكالة الفرنسية للتنمية علما أن المؤسسة رفضت رباطا للحوار نيكولا الساركوسي أمر دوف زراء المدير العام لأكالة عفدي بمنح المال للمغاربة الذين يصرون على انتلاك القطار فائق السرعة وأيضا لأن المملكة ستصلح معرضا دوليا لهذا القطار لا أحد يكترث بمنفعة المشروع على أي حال لقد انحرفت عفدي عن مهمتها وأصبحت الذراع المالية لقصر الإليزي في إفريقيا والنتيجة هي منح قروض بقيمة 220 مليون يورو للمساهمة في تمويل القطار المغربي في الواقع أوضحت الوكالة على موقعها على شبكة الأنترنت أن فرنسا تمويل 50% من الكلفة الأولية للقطار فائق السرعة البالغة 1.8 مليار يورو بل أضافة للوكالة هناك ممويلون فرنسيون مثل الصندوق الاحتياطي للبلدان الصعيدة في المجموع ستكلف أهواء محمد السادس تقريبا مليار يورو للدفعي الضرائب الفرنسيين أضف إلا ذلك أنها قروض لن تجلب أرباحا مالية للمالية الفرنسية التي تعاني أصلا من وضعية سيئة وفقا لوكالة المغرب العروي للأنباء فإن نسبة الفائدة تتراوح بين 1.2 و 3.6% ومدة التسديد تتراوح بين 25 سنة لم يكن المغرب قادرا على تخصي أكثر من 500 مليون يورو لتمويل شهوة ملكه فناشد الكرم العربي فحبت لنجدته صناديق الخليج بمبلغ 320 مليون يورو يليت محمد السادس يكرس نفس الجهد لتمويل بناء المدارس والمستشفيات موضوع ميناء طنجة المتوسط المعروف بسم طنجة ماد يشكل نموذجا فريدا للسقطاب المساعدات والتمويلات ويستحق التوقف قليلا فكما كان الحال بالنسبة للقطار فائق السرعة فقد أصبح محمد السادس يتتبع شخصيا هذا المشروع ويأتي بانتظام لزيارة الورش والاطلاع على سير الأشغال وهنا لك مؤشرات لا تخطئها العين حيث أنه وضع على رأس الوكالة التي تقوم بتنصيق المشروع رجلا يحظى بثقته سعيد الحدي مهندس خريج مدرسة القناطر والطرق الفرنسية ولحو تجربة في إدارة النشاط الاقتصادي الملكي دمن مجموعة أسانية وسبق له أن عمل مديرا لشركة الصلب والحديد صناصيد كما سبق ورأينا في موضوع القطار فائق السرعة فإن المغرب ليس قادرا على دفع فاتورة تنجا المتوسط حيث يتألف البرنامج من مشروعين تنجا ميد واحد بقدرة استيعابية تبلغ ثلاثة ملايين من الحاويات وتنجا ميد اثنان بقدرة استيعابية خمسة فاصل اثنين مليون حاوية على عكس ما حدث مع القطار فائق السرعة فقد وفق بنك الاستثمار الأوروبي على المساهمة في تمويل المشروع عن طريق أحد أدواته المالية الرئيسية المرفق الأوروبي المتوسطي للاستثمار والشراكة ووفقا للتقرير السنوي لهذه المؤسسة منح بنك الاستثمار الأوروبي في عام 2010 قردم ببلغ 40 مليون يورو لتنجا ميد واحد وآخر ببلغ 200 مليون يورو لتنجا ميد اثنان هذه المبالغ الكبيرة تثير عدة تساؤلات إذا كان طنجا ميد واحد بمرفأيه الأول والثاني يعتبر نجاحا عمليا منذ عام 2007 فهل سينطبق ذلك على طنجا ميد اثنان بمرفأيه الثالث والرابع الذي فرضه محمد السادس كان المرتقب أن يفتتح سنة 2014 ولكن الوشة تأخرت لماذا؟ السبب هو الأزمة المالية والاقتصادية حسب ناديه الهاشم العلوي وديرات التواصل في طنجا ميد ورئيسة التحرير السابق لأسبوعية الجورنال طنجا ميد اثنين ستتأخر 15 شهرا المرفأ أربع سوف ينجز ولكن المرفأ الثلاث ربما سينجز أول حسب مطربات الشركة المكلفة بالاستغلال هذا التأخير السبب انزعاجا لمحمد السادس ذلك أن صاحب الجلال كان قد اتخذ تذبيره للاستفادته هو أيضا من العملية لكن كيف؟ لقد فوجئ المتدخلون في طنجا ميد لما علموا أن الحوندينغ الملكي أساني أنجزت اتفاقا ثلاثي مع شركة بي اس اي من صنغفورة ومجموعة مرس المغربية وقد حصلوا فعلا على صفقة الاستغلال لمرفأ أربعة لقد صدرت انتقادات لكيفية تمرير هذه الصفقة رغم المناقصة وخلاصتها أن أساني ليست لها أدنى تجربة في ميدان استغلال للموانئ خلافا لحليفيها في الأخير جرت الرياح بما لا تشتهي السفن وعصفت الأزمة العالمية عام 2008 بتلك الأحلام واضطرت أساني للانسحاب من المرفأ أربعة وانسحبت شركة سنغفورة لتنفرد شركة مرس بعملية الاستغلال ابتداء من يونيو 2009 لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله فرغم هذا الإخفاق فإن عدة شركات من التي يمتلك محمد السادس فيها أسهما قد استفادت من ورش طنجا المتوسط منها السنصيد 3.9 مليار درهم من المبيعات عام 2010 والتي تمتلك فيها 32% أساني من الرأسمال كما يمتلك العملاق العالمي في ميدان الفولاذ أرسلورميتال 32% أيضا يقول عبد الحميد الترونجي المسؤول عن الموارد البشرية لقد بيعنا في ورشة طنجا ميد 51 ألف طن إلى شركة بويغ البناء التي شيدت الميناء علما أن السعر يناهز 6000 درهم كل طن من الصلب فالمجموع يمثل 306 مليون درهم 30.6 مليون يورو لشركة سونصيد وبطبيعة الحال يزعم الترونجي أن حضور أساني في رأس مال الشركة لا تأثير له منتجاتنا تحترم المعايير الدولية للجودة نحن مؤسسة كبيرة بفضل أرسلور وأساني مما يسمح لنا بالاستثمار في معايير الجودة بالإضافة إلى ذلك نتوفر على تواجد تجاري جيد في مجموع المغرب وهذا هو الواقع من جهة أخرى فشركة الإسمنت لفارش المغرب تمتلكها أساني بنسبة 50% والفرنسي لفارش بنسبة 50% التقرير السنوي 2008 لهذه الشركة ذات الحضور القديم في المغرب لا يخلو من بلاغ تنجميد ورش الرئيسي حيث زودته الشركة بين عامي 2003 وعام 2009 بأكثر من 600 ألف طن من الإسمنت نديا الهاشم العلوي تعتبر الأمر بديهيا بما أن لفارش حادرة في شمال البلاد وهذا يوفر على تنجميد مصاريف نقل الإسمنت الملك يستحوذ على صفقات قطاع الطاقة الريحية كل ملك له مشاريعه الكبرى السدود والريل الحسن الثاني والطاقة المتجددة لابنه هذه المبادرات التي غالبا ما يمويلها الخارج يجني من ورائها الملك بصفة شخصية رباحا جمع وهكذا فتطوير الطاقة المتجددة ورش كبير لشركة ملكية أخرى هي ناريفة لقد تم إنشاؤها في عام 2006 لتكون إحدى قاطرات النمو للهولدينغ الملكي أونة وهي متخصصة في مجال الطاقة الجديدة وهو مجال اقتصادي وجد فيه محمد السادس طالته بعد المتاجر الكبرى والسياحة والعقارة هذه الشركة التي لا تجيب على الهاتف تحبث الكتمان والقائمون عليها يعتذرون عن طلبات الصحفيين شكرا لكم لاهتمامكم بناريفة عندما نقرر التواصل حول الشركتنا ومشاريعنا سوف نتصل بكم هكذا يرد بالبريد الإلكتروني أحمد النقوش الرئيس المدير العام ما سبب هذا التكتم؟ هل هناك إحراج ما؟ الأكيد أنه بتوجيهات من محمد السادس أصبح طموخ المغرب كبيرا في ميدان الطاقات المتجددة وحصلت ناريفة على صفاقات كبيرة في قطاع طاقة الرياح على أي حال فالخيار الاستراتيجي لهذه الطاقات يبقى وجيها تماما خلافة للجار الجزاري لا يحتوي باطن الأرض بالمغرب على نفط ولا غاز والمملكة تعاني من تبعية ضاقية كبيرة ولذلك فمن المنطقي أن تبحث عن مصادر بديلك الرياح والشمس والتي بإمكانها على المدى الطويل أن توفر ما يعادل 2.5 مليون طن من النفط أي 1.25 مليون دولار سنويا وكذلك 9 ملايين طن من ثني أكسيد الكربون التي لن يتم نفسها في الجو يشرف على هذه المشاريع رجال يخترهم الملك هكذا رأى النور مخطط الطاقات الشمسية ومخطط الطاقة الريحية المخطط الشمسي ترعاه الوكالة المغربية للطاقة الشمسية ماسن تحت إشراف مصطفى الباكوري أحد المقربين من فؤاد علي الهم والذي شغل قبل ذلك منصب المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير سيدي جي انطلق المشروع بحفل كبير ترأسه الملك يوم الثاني من نوفمبر 2009 في ورزازات في جنوب المملكة بحضور وزيرة الدولة الأمريكية هيلاري كلينتون المخطط يهدف لإنشاء قدرة توليدية للكهرباء قدرها ألفان ميجا وات وكلفته الإجمالية تبلغ تسعة ملايير دولار وقد حصل فورا على استحسن الممويرين المعتادين للمملكة وهكذا في يوليو 2011 أعلنت وكالة أفديل فرنسية للتنمية أنها ستمنح مئة فاصل ثلاثة مليون يورو إلى أي وكالة المغربية للطاقة الشمسية ماسن لم تغفل شركة ناريفا وجود فرص اقتصادية في مجال إنتاج الطاقة الشمسية كما يتضح من هذا الحوار الذي أجراه مدير قدر الطاقة في الشركة لصحيفة لسوار إيكو في أبريل 2010 ناريفا لديها مشاريع الطاقة الشمسية في إطار المخطط المغربي 2000 ميجا وات تراسات نار جاهزة في شهر فبراير 2011 وبعد أن ساهمت في مراقصة لإنشاء محطة كبيرة لتوليد الطاقة الشمسية في ورزازات اكتشفت بحزن كبير أن عرضها الذي طرحته بتعاون مع الشركة سيمانز الألمانية لم يفوز بالصفقة كيف يؤقل أن لا تفوز شركة الملك بالصفقة؟ الصحافة المحلية قدمت محاولة لتفسير ما يشبه التحدي فقالت إن طموح ناريفا كان أكبر من قدراتها ناريفا التي بدأت بالفعل في عام 2010 مشروعين بلغ مجموعهما 1600 ميجا وات لم يكن لها الحجم المالي الكافي لمحطة ثالثة ويمغي أن تنهي المحطتين أولا وتبدأ في تشغيلهما قبل التفكير في مشروع آخر ولحسن الحظ بإمكان هذا الفرع التابع لأساني أون أن يعتمد على قطاع إنتاج الطاقة الريحية لتدارك الأمر لأنه في هذا المجال أرد لدى محمد السادس طموحات كبيرة في يونيو 2010 أطلق الملك برنامجا متكاملا للطاقة الريحية بميزانية قدرها 3.5 مليار دولار البرنامج يتضمن خمسة حقول جديدة لإنتاج الكهرباء ليرتفع الإجمالي الريحي المغربي من 280 إلى 2000 ميجا وات ستنفذ هذه المشاريع في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص وكل واحد منها سيتطلب إنشاء شركة يكون المكتب الوطني للكهرباء حاضرا في رأس مالها إنها فرصة العمل بالنسبة لناريفة التي تربطها علاقات ممتازة مع هذه المؤسسة الاستراتيجية التي يرأسها للفاس الفهري أحد الأوفياء الخاضعي الليمونير المجيدي زد على ذلك أن الرئيس المدير العمل حالي لناريفة هو أحمد نقوش الذي كان لفترة طويلة على رأس المكتب الوطني للكهرباء ومن ثم فراشوا له إلمام بالسياسة الطاقية للمكتب هل استحق هذا المنصب نظرا لمحاراته المهانية أم لعلاقاته المتميزة مع المكتب أم للسببين معا على كل حال ففي أوريل 2010 وقعت نريفة مع مجموعة أرستوم الفرنسية اتفاقا لإنجاز حقل الكهرباء الريحية في منطقة أخنفير على بعد 400 كم جنوب أكاذير يضم 61 طاحونة ريحية لإنتاج 100 ميجاوات وذلك للاستجابة أساسة الحاجيات الطاقية للزبناء الصناعيين في إطار برنامج طاقي يشرف عليه المكتب الوطني للكهرباء نريفة لها مشروع آخر واسع نطاق يلعب فيه المكتب دورا الحقل الريحي لمنطقة طرفاية في جنوب المغرب الذي سينتج 200 ميجاوات اختار المكتب لإنجازه بدون تردد تحالفا ميهنيا مكونا من نريفة والشركة البريطانية انترناشنال باور وذلك على إثر طلب عروض كان هناك عرض منافس قدمته شركة جي دي آف سويز فكان على المكتب أن يجد مبررا لترحيته حماية للشركة الملاكية نريفة فزعم أن جي دي آف سويز ليس لها رأس مال كاف لإنجاز المشروع الغريب أن المكتب لم يجد غضاة في كون نريفة سوف تلقى بنفسها للقروض البنكية في حدود 75% لتمويل المشروع هل فهمتم شيئا؟ الملك يبيع كهرباءه للمغاربة ليس مفاجأة أن تستفيد شركة نريفة ولو بشكل غير مباشر من المال العام إنها منتعودة على ذلك لقد علنت بعض المؤسسات العمومية عن طريق الصحافة أن جزءا من الكهرباء الريحية المنتجة من طرف نريفة سيتم بيعها لسبعة زبناء صناعيين لكن الغريب أن ستة منهم إما مؤسسات عمومية أو لها علاقة بالملك المكتب الوطني للمطارات عنده والمكتب الوطني للسكك الحديدية وانساف والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وانبي والشركة لسامير للبترول سامير وشركة الإسمنت لفارش والمكتب الشريف للفصفات أوسي بي وشركة الحديد والصلب صناصيد فضيحة الفضائح هنا هي حالة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لقد تم إدماج هذه المؤسسة منذ بضع سنوات في المكتب الوطني للكهرباء مما يعني أن الوان اوبي سيشتري الكهرباء من نريفة وهي شركة خاصة بدل أن يشتريه من مؤسسته الأم التي تصنع الكهرباء ولا شيء سوى الكهرباء قطاع الطاقة المتجددة يعيش تغييرات هيكلية عميقة بينما يحاول القصر التسطر على احتكارات أسانئون المتعددة في القطاعات الاقتصادية التقليدية نشاهد اليوم وضعا معاكسا تماما مع نريفة في ميدان الطاقة الرائحية كما أفسح عن ذلك في صيف 2010 ملاحظ يرصد بدقة منورات القصر الاقتصادية والمفاجأة الكبرى قادمة بدعة أشهر بعد ذلك في نوفمبر 2010 أعلنت نريفة عن نجاحها الاقتصادي الأكبر حتى الآن وهو صفقة إنجاز المحطة الطاقية الجديدة بأسفي والتي ستعمل بالفحم إنها تكتثي أهمية قصوى لأنها سوف تنتج 27% مما يستهلك المغرب من طاقة كهربائية هذه المرة ليست الشركة العمومية هي التي ستضطر لشراء الكهرباء من نريفة ولكن عموم المغاربة أنفسهم هل كانت الشركة مؤهلة للفوز بهذه الصفقة علما أنها دون خبرة كبيرة في ميدان تشغيل الفحم لإنتاج الكهرباء؟ هذا السؤال لا جدوى منهم بما أنها شركة خاضعة للملك شخصيا من الجدير بالذكر أنها ربحت الصفقة في مواجهة منافس من العيار الثقيل وهو تحالف بين الفرنسي أودي بي والصيني دا تانج بينما تحالف نريفة مرة أخرى مع الشركة البريطانية أنترناشنال باور أي بصفة غير مباشرة مع جيدي بي سويس التي بعد ذلك اشترت إي بي بينما كانت أودي بي تحاول تجرع هذه الإهانة كانت نريفة تطير فرحا لأنها ضمنت لنفسها مبيعات هائلات للمكتب الوطني للكهرباء الذي أصبح أكبر زبائنها لن نفاجأ إذن لو سمعنا في المستقبل أن هذه الشركة تتابعة لأسان إيونة قد استحوذت على صفقة كبيرة في الطاقة الشمسية لتصبح أكبر فاعل المغربي في ميدان الطاقات المتشددة هذا هو حظها وقدرها أليس حظا ملكيا؟ الفصل الثالث عشر الشعب هو الذي يثري الملك المشهد حفل خيري والمنظم من طرف أرباب العمل المغاربة والذي سيعود ريعه لفائدة إعادة تأهيل القصرين الجانحين أرباب الصناعة والمصرفيون والسياسيون الكل مزدخم في قاعة المزاد العلنية من أجل المشاركة في الحادث الذي سلطت عليه الأضواء ساعة يدوية ممنوحة من طرف محمد السادس ستخضع للمزاد العلني بعد دقائق والدلال يضرب مطرقته ليعلن بداية المزايدة في أحدى زوايا القاعة هناك رجل يتصبب جبينه عرقا يهمس في هاتفه المثبت على أذنه متحدثا عن أطوار المزايدة الجميع هنا يعرف مرنير المجيدي لقد جاء الكاتب الخاص لمحمد السادس لإطلاع الملك عن السعر الذي ستباع به ساعته ويبلغه عن هوية المشتري انتهى المزاد أطفأ هاتفه النقال وانصالف مغادرا القاع هذا التدخل للملك وهذه الطريقة في إقحم نفسه إلى الحدث بطريقة غار مباشرة الغرض منه إذلال أرباب العمل المغاربة والزيادة من تهميشهم في كل مرة بعد الشيء وكذلك قياس مدى الترحاب الذي سيخصصونه لتبرعاته باختصار من أجل قياس مؤشر التملق في تلك اللحظة إذا كان محمد السادس يلعب دور المقاول عن طيب خاطر فهو في واقع الأمر يكره علم الأعمال المغربي وبصفة أشمل يكره الطبقة البرجوازية في بلاده وهو إحساس ورثه عن أبيه ابن السنوات الصاخبة ما بين 1960 و1970 يجب القول أن البرجوازية المغربية كانت من أرد الخصوم للملكية لذلك كان الحسن الثاني يكن لها غلا عميقا غرسه بعد ذلك في ابنه ومن المرجح أن الرغبة الملكية في السيطرة على الاقتصاد كانت تغذيها الرغبة في معاقبة طائفة رجال الأعمال إذا كان الروائي والشاعر الألماني بريخت يقول إن الطغاة يسعون إلى تغيير شعوبهم المتمردة التي تغذبهم فإن محمد السادس ينحو نفس المنحة حيث يريد أن يحل محل أرباب الاقتصاد والمال لقد كان بوده أن يكون ملكا بملامحة حداثية ولكن التقاليد المخزنية القوية جدا تحول دون هذا المبتغة مثلا فرغم أن مؤسسة بريد المغرب تعاني من عجز بنيوي إلا أنها منذ 11 عاما تصدر طبعا بريديا موجها لجميع الأموال لفائدة مؤسسة محمد الخامس ولمشاريعها الاجتماعية والإنسانية وتركيز على التنمية المستدامة هذا نوع من العبث بالمال العام لأنه في الحقيقة يختم تلميع صورة المالك لدى شرائح من المجتمع والذين يشترون الطوابع الباردية يدركون أنه لا خيار لهم تماما كما يفعل رجال الأعمال خلال المزاد المذكور علىه هذا ما عبر عنه أحد مسؤولي الدولة في المغرب عندما يكون هناك أمر يستدعي دفع الثمن فالحكومة من يسدد وعندما يكون هناك الثناء والتمجيد فالمالك مؤسسته من يستفيد منه في شهر فبراير 2004 عندما ضرب ززال المدمر مدينة الحسيمة الواقع شمال المغرب راح ضحيته 600 قتيل نصب محمد السادس خيمته في مكان الحادث لعدة أيام النتيجة أن البلد والعالم أجمع سوف يحتفظ بهذه الصورة ولكنها لا تعبر عن الواقع ففي الساعات الأولى بينما كان وزير الداخلية إدريس جط منهمكا على مدرج المطار بتنصيق عمليات الإغاثة أمرته رئيسة مؤسسة محمد الخامس وهي مستشارة الملك محمد السادس بتوقف كل شي حتى تتمكن مؤسستها من الظهور وكأنها السباقة لمنح المساعدات مما نتج عنه تأخر في توزيعها على الساكنة المنكوبة بـ 24 ساعة تبقى لهذا المنطق فإن تسجيل الحضور هو الأهم ولو كان الثمن هو التضحية بالفعالية هذا الوضع لا يجب أن يستمر في عام 2010 صياط محمد السادس أخيرا الدوء الأخضر لعملية الاندماج بين شركتين قابدتين يمتلك غلبية رأسمالهما هما هنا وأسنئيه أحد الشهود المقربين من القصر يعتبروا أن هذه المرة تم تجاوز كل الحدود الاحتكار الملكي للاقتصاد يخنق البلاد بعد رجال الأعمال يوافقون على تحليل حركة 20 فبراير هذا الوضع لا يجب أن يستمر ولكن محمد السادس لا زال حبيس أهواء مستشاريه الذين يشكلون جدارا سميكا بينه وبين العالم الخارجي فلا يسمع الانتقادات أو قد يسمعها ويتجاهلها هذا الاندماج بين أون وأساني الذي تم إعلانه بعد أن تم إرجاؤه أكثر من مرة سيكشف قريبا عن حقيقته إنه يشبه كيد ساحر هدفه وحجب القوة الاقتصادية للملك عن الأنظار الفضولية والسمح له بالمكوث خارج نطاق المراقبة عنصر المفاجأة الأول البنكوليستشاري لازارد الذي واكب هذه العملية الاندماجية وهي الأكثر أهمية في تاريخ سوق الأسهم المغربي لم يذكر ولو مرة واحدة في تقريره البالغ 550 صفحة أن الشركتين اللتين سوف تندمجان في ملكية الملك هذا تعطيم يثير الدهشة خاصة أن الشركتين تبلغ قيمة رسملتهم السوق التراكمية إذا أضفنا الشركات المتفرعة عنهما زهاء 30 مليار درهم أي 3 مليار يورو من جهة أخرى إذا كانت شيئشعات الدمش قد راجت لمدة 3 سنوات تقريبا فإن التنفيذ قد فاجأ الجميع خلافا لكل التوقعات فالعمل أقعون هو الذي خضع لعملية الابتلاع من طرف الهولدينج أسنئي وهي شركة صغيرة نسبيا ولا تتوفر على السيولة النقدية الكافية في لحظة الاندماج كانت ديون حصافية تناهز 8.8 مليار درهم مما يمثل نسبة 98% من قمة أصولها الذاتية كما أن سيولتها كانت سلبية بـ 600 مليون درهم أما عدد الموظفين بها حسب أحد المصادر المقرب من القصر فليفوق 15 شخصا بينما أونا تشغل 30 ألفا من الأجراء يوم الخامس والعشرين مارس الفاني بعشر عند العقاد مجلس إدارة أونا الذي كان مبرمجا منذ فترة طويلة فوجئ الأعضاء بحضور مونير المشيد وحسن بوهمو ثم أذهلهم الخبر الذي سمعوه شركة أونا سوف تخدع لعملية استيعاب من طرف الشركة الأم أسنئي الشركة الوطنية للاستثمار لم يكن أحدهم على علم بهذا القرار بما فيهما الرئيس المدير العام لشركة أونا رغم أنه تظاهر بأنه من الراسخين في امتلاك المعلومة وفي صباح اليوم التالي عندما فتحت برصة الدار البيضاء بوابها كانت أسهم أونا وأسنئي والعشرات من فرعيهما غير متداولة لأنه تم تعليقها معاقة بعد الظهر صدر بيانه لإدفاع الطبع الرسمية للاندماج القادم بين الشركتين بعد أربعة أيام في الثلاثين من مارس شاءت الصدفة أن يعلن بنك المغرب عن تخفض نسبة الاحتياطات البنكية من ثمانية في المئة إلى ستة في المئة مما يعني السماح لها برفع سقف القرود الممنوحة للزبناء لعل هذا الإجراء الغير بريء يهدف إلى السماح للأبناء بإغداق القرود بسهولة على المجموعة الجديدة الجدير بالذكر أن بنك المغرب يعيش حالة غريبة من نقص الاستقلالية لأنه في نفس الوقت البنك المركزي وخادع للهيمنة الملكية من جانب آخر وربما بفعل الصدفة أيضا تضمن قانون المالية فصلا يخفض من الضرائب المستحقة بعد عمليات الاندماج لقد وافق المجلس الأخلاقي للقيم المنقول أي شرطي البورصة والضامن لسلامة عملياتها على إجراء بيار العرض العمومي للانسحاب التي تهم أسهم الشركتين أساني وأونة هذه هي المرحلة الأولى قبل تفعيل الاندماج بينهما الانسحاب يشترط أن يقوم المساهم الأكبر بشراء الأسهم من المساهمين الصغار عبر البورصة هذه العملية كان المفروض أن يكلف تمويلها حوالي 24 مليار درهم 2.4 مليار يورو لخزينة الفريق الملكي لكن بعد الشركاء إلى جانب التاريخيين حبوا لنجدته وخففوا من الفاتورة لافارج ودانون وأكسا وبانكستان تندير شاركوا في رسماء الشركة المنبثقة للاندماج ليس عن طريق استثمارات جديدة ولكن بالمحافظة على حصتهم القديمة للأسهم لقد نظر المحيط الملكي بعين الارتياح إلى هذا التضامن المثالي بينما نظر إليه البعض في باريس ولا يزال نظرة السياء مسؤول فرنسي قريب من الملف عبر عن ذلك قائلا إن الحضور الفرنسية بالمغرب تحول إلى وهم المغرب فقد دوره كفردوس للشركات الفرنسية بسبب اختيارات المحيط الملكي أكد عدد من المقربين من الملف أن الشركات الفرنسية خضعت للضغط لكي تبقى مساهمة في رأس مال الكيان الجديد المؤكد أن هذا العملاق الجديد سيكون هو المحاور الأهم لكل المستثمرين الأجانب الراقبين في الحضور بالمغرب ولكن من لا يزال يمتلك الرابط في ذلك من منافع هذا الخروج من البورصة أيضا أن الكيان الجديد لم يعد ملزما بقيود وقواعد الشفافية فيمكنه الآن أن يستثمر بحرية أينما شاء أو إن شاء شركات جديدة دون الحاجة إلى الكشف عن الطبيعة أو مدى ممتلكاته باختصار لقد أصبح بإمكان الأخطباط الملكي أن يمد مخالبه بعيدا عن الأنظار يبقى لغز واحد كيف تم تمويل هذه العملية من طرف القصر 2 مليار يورو إن تتبع الخيارات المعتمدة لتحقيق هذا الاندماج يكشف حقائق مفاجئة الشركة الملكية القابضة سيجر أنشئت في يناير 2002 يمتلكها حسب ما يقال محمد السادس حصرا وهي تمتلك نسبة 50% من أونع ثم هناك غشاء تغريبا فارغ سار إنفست هذا الهيكل الاستثماري الذي تم اكتشافه في عملية الاندماج يحمل رمز صاحب السمو الملكي الذي تتسم به شركات الأسرة المالكة المؤسسة النشئة عنه المسمات جروب إنفست كانت من المبادرين لإصدار العرض العمومي للشراء والتي كانت تهدف شراء ثمانية ملايين من أسهم أسانيون لكن رأس مالها المتواضع البالغ 300 ألف درهم فقط 30 ألف يورو لا يسمح إلا بشراء 150 سهما من أسهم أساني نفس الوصف ينطبق على الصندوق الاستثماري كوبروبار ولكن وقع الاختيار عليه لكي يصبح مالكا لرأس مال المجموعة الجديدة ناتجة عن الاندماج ويدمن مراقبتها باختصار لقد صممت هندسة هذا الاندماج على شكل سلسلة من عمليات الاستيعاب حيث الصغير يبتلع الكبير فأون الأملاق ابتلعتها أساني المتواضع والشركة الجديدة النتجة عن ذلك ابتلعتها بدورها كوبروبار وهي شركة صغيرة جدا لا يعرفها أحد وتعود ملكية 40% من رأس مالها إلى أربعة سنديق استثمارية يجتم منها رائحة الصفقات العابرة للحدود وهي بروفيدنس هولدينغ وإني هولد هولدينغ وهي أنو بارتسبيشن وستار فينانس وهذه الكائنات المالية لا يعرف أحد من يمتلكها كوبروبار هي في الحقيقة غشاء فارغ وعجيب ليس لهم موظفون في حين باستطاعته الحصول على مبلغ 7.7 مليار درهم 770 مليون يورو لشراء نسبة 37% من رأس مال أساني الشركة الوطنية للاستثمار التي ستصبح مساهمته الوحيدة هذا المبلغ يساوي ثلاث مرات الممتلكات الأصلية لهذا الهولدينغ الذي يبقى مالكوه مجهولين بتاريخ 31 ديسمبر 2010 انتهت عملية الإدماج وأصبح حسن بوهم رئيس للشركة الجديدة بينما طرق اشتغالها لازالت غير شفافة المعلومات النادرة الصادرة عن القصرة في دهمسا أن الملك يمتلك حوالي 70% من رأس مالها لم يكترث المجلس الأخلاقي للقيام المنقولة وهو سلطة الأوراق المالية لهذا الغموض بل منح الضوال أخضر لاندماج بحشم كبير 22 مليار درهم تشرف عليه أجهزة يبدو أنها تفتقر إلى الأموال اللازمة ومن فوق ذلك أصحابها غير معروفين وثمت نقطة أخرى مثيرة للانتباه لأجل تحقيق الاندماج قمت شركة سانئي باقتراض مبلغ 8 مليار درهم 800 مليون يورو من سوق السندات المالية سيتم تسديده على مدى 5 سنوات لأجل ذلك حصلت كل البنوك المغربي على الموافقة من البنك المركزي لتقديم قرض إضافي للشركة الجديدة كما طلب أيضا من سندق التقاعد أن تحافظ على مساهمتها في الرأس مال فردخت الأوامر دون تردد ولكن الغريب هو أن تستثمر سندق التقاعد في الرأس مال شركات غير مدرجة في البورصة مفاجأة أخرى القرض الذي تم بواسطته تمويل العملية شاركت فيه المؤسسات المالية التي تتوفر على سيولة كشركات التأمين وصدق الإيداع والتدبير وسندق التقاعد والبنوك مما يطرح لغزا كبيرا لقد أصبح اليوم هذا العملاق الجديد في ملكية محمد السادس وأسرته ولكن هل قام أصلا بتمويله وإن كان الجواب إيجابا فكم كانت قيمة هذا التمويل عندما قام بإنجاز هذا الاندماج كان المجيد وبهم يخططان أيضا لعملية انسحاب استراتيجية لقد أصبحت بعض قطاعات الاقتصاد حساسة جدا من الوجهة السياسية خاصة عندما تكون الشركات الملكية السفيد من شبه احتكار ومن دعم مالي كبير من طرف الدولة المغربية هذا الدعم يتركز على المنتجات ذات الضرورة الأولى ولكن في نفس الوقت يستفيد منه الملك أكثر من فقراء البلد لذلك يفضل المجيد وبهم الانتقال إلى أنشطة اقتصادية مقرنة كالقطاع البنكي والطاقة والاتصالات وهي قطاعات لازالت تسمح بها مش اللباس به من الأرباح رغم المنافسة وأيضا مفرل المفاوضات الجيدة مع الدولة هكذا تقوم الحكومة والإدارة بمنح شركات محمد السادس مزيد من الامتيازات بينما 32 مليون مغربي ليسوا فقط رعايا الملك بل أيضا زبناءه في مجالات الكهرباء والهاتف والأغذية إلى آخره يقول البعض أن هذا الأسلوب الماكر يشكل الضريبة الجديدة التي فرضها الملك وأن النظام الاقتصادي لم يقضع للتأميم بل للتمليك لقد أصبح المغرب حقا حالة فريدة صحيح أن معظم القادة ينحبون بلدانهم بمصادرة خيرات شعوبها أما في المغرفة أن الشعب هو الذي يساهم كل يوم في إثراء الملك بشراء منتجات شركاته